الوجه الأول يبدأ حانا هذا هو شريط الحاب عشر من القسم الثاني من كتاب شرح الكافية للرضي الاستراباذي قوله المقصود بالعدد أي المقصود مع العدد والباء بمعنى مع وإلا كان الواجب أن يقال المقصود به العدد لأنك قصدت بقولك يومان عدد لا أنك قصدت بالعدد يومين قال الأخفش لا تقول ما رأيته منذ يومان وقد رأيته أمس قال ويجوز أن يقال ما رأيته منذ يومان وقد رأيته أول من أمس أن إذا كان وقت التكلم آخر اليوم فلا شك فيه لأنه يكون قد تكمل للدفاع الرؤية يومان وأما إذا كان في أوله أعني وقت الفجر فإنما يجوز ذلك إذا جعلت بعض اليوم أي يوم انططاع الرؤية يوما مجازا وكذا إن كان في وسطه تجعل بعض يوم الانططاع أو بعض يوم الإخبار يوما ولا تحسب بعض اليوم الآخر وإذا كذبت بهما معا جاز لك أن تقول منذ ثلاثة أيام قال ويجوز أن تقول ما رأيته منذ يومان يوم الاثنين وقد رأيته يوم الجنعة ولا تعتد بيوم الإخبار ولا يوم الانتطاع قال ويجوز أن تقول ما رأيته منذ يومان وأنت لم تره منذ عشرة قال لأنك تكون قد أخبرت عن بعض ما مضى أقول وعلى ما بيننا وهو أن منذ لا بد فيه من معنى الابتداء في جميع مواطعه لا يجوز ذلك وقال إنهم يقولون مذ اليوم ولا يقولون منذ الشهر ولا منذ السنة ويقولون مذ العام قال وهو على غير القياس قال ولا يقال مذ يوم استعمال بقولهم مذ أمس ولا يقولون مذ الساعة لقصرها فإن كان جميع ما قاله مستمدا إلى سماع فبها ونعمة وإلا فالقياس جواز الجميع والقصر ليس بمانع لأنه جوز منذ أقل من ساعة قوله وقد يقع المصدر أو الفعل أو أن فيقدر زمان مضاف أي إلى هذه الثلاثة لأن معنى ما رأيته مذ سفره أو مذ أنه سافر مذ زمان سفره ومذ زمان أنه سافر ومذ زمان سافر ولم يذكر المصنف الجملة الاسمية نحو مذ زيد مسافر أي مذ زمان زيد مسافر أعلى مذهبهم ومذ ومذ الاسميتان عندهم مبتداء ما بعدهما خبرهما إذ معنى ما رأيته مذ يوم الجمعة أول مدة انتفاء الرؤية يوم الجمعة ومعنى ما رأيته مذ يومان أول مدة انتفاء الرؤية يومان فكأنه كان في الأصل في الموضعين مذ ما رأيته حتى تكون الجملة مضافا إليها فحجفت لتقدم ما يدل عليها ومنذ بناء قبل وبعد ولذلك قيل منذ بالضم وقيل بني مذ لكونه على وضع الحروف ثم حمل عليه مذ لكونه بمعناه وقيل حمل على مذ ومنذ الحرفيتين عندهم وقيل لزومهما خبر الجملة إذ لا يتقدم الخبر عليهما فصارت حرف الاستفهان ولحوه والكلام مع مذ أيسمية عندهم جملة ثاني فما رأيته جملة ومذ يوم الجمعة جملة أخرى قالوا ولا يبيض عطف الثانية عن الأولى وإن جاء ذلك صرحت بتفسيرهما كما تقول ما رأيته وأمد ذلك يومان وذلك أن الثانية صارت مرتبطة بالأولى منتزجة بها فصارتا كالجملة الواحدة ولا محد للثانية عند جمهورهم لأنها كالمفسرة وقال السرافي هي منتصلة المحل على الحال أي ما رأيته متقدما قالوا وإذا جرما بعدهما فهما حرف جر فإن كان الفعل العامل فيهما ماضيا فهما بنعنى من نحو ما رأيته من يوم الجمعة أي منه ولا يتم لهم ذلك في نحو قولك ما رأيته من يومين إذا أردت جميع مدة إذ لا معنى لقولك ما رأيته من يومين إلا أن يفسروه من أول يومين بتقدير المضاف وهو أول وإن كان الفعل حالا نحو ما أراه منذ شهرنا ومنذ اليوم فهما بمعنى فيه قال الاندلسي وهذا تقريب وإن لا فمذ يقتب ابتداء الغاية ولا تقتبيه فيه هذا تمام الكلام في تقريب المذاهب وإليك الخيار في الاختيار وإذا عطفت على المجول بمذ ومنذ أو المرفوع جزلك أن توافق بالمعطوف ما بعد مذ جرا أو رفعا وأن تنصده بالعطف على نفس مذ على ما اخترناه لأنه ظرف منصوب ارتفع ما بعده أو الجر إلا أن المعطوف إن وافق ما بعد مذ في كونه لأول المدة أو لمجموع المدة فالعطف عليه أولى وإن لم يوافق فالعطف على مذ أو لا فمثال الموافقة في المجموع ما رأيته مذ سنة ويوم وفي أول المدة ما رأيته مذ يوم الجمعة ويوم الخميس أو مذ يوم الجمعة ويوم السبت إذا لم يكن العيب مقصودا بل المقصود مجرد الزمان المعين كما ذكرنا قبل ومثال المخالفة ما رأيته مذ يوم الجمعة وخمسة أيام أو مذ خمسة أيام ويوم الجمعة لأن أحد الزمانين لأول المدة والآخر لمجموعها قال البصريين بناء على مذهبهم وهو أن الزمان مقدر قبل الجملة التي بعد مذ يجوز الرفع والنصب والجر في المعطوف في نحو مذقان زيد ويوم الجمعة أما الرفع والجر فعلى الزمان المقدر والنصب على معنى مذقان زيد لأن معناه من زمان قيام زيد أو على تقدير فعل آخر أي وما رأيته يوم الجمعة وعلى ما ذكرنا لا يجوز إن العطف على مذ إلا زمان مقدر بعده قيل وربما دخلت كاف الجر على مذ يروى عن بعض العرب أنه قيل له مذ كم قعد فلان فقال كمذ أخذت في حديثك قيل ونكاف في كم التشبيه دخلت على ماء الاستفهامية فحجفت ألفها وسكنت المين وذلك كما قال يا أب الأسود لم خليتني لهم من طايقات وذكر وهذا آخر الكلام في مذ ومنذ رموان لدى ولد استعمالهما واللغاة في لد قوله منها لدى ولد وقد جاء لد ولد 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 لد مثل عبد ساكنة المين هي المشهورة ومعنىها أول لغاية زمان أو مكان نكو لد صباح ومن لد حكيم عليم وقد لم تفارقها منه فإذا أضيفت إلى جملة تنحوت للزمان لما تقدم أن غروف المكان لا يضاف منها إلى الجملة إلا حيثه وذلك كقوله سريع غوان راقهن ورقمه لد شب حتى شاب سود الزوائب ويجن تفطير جملة بحرف المسترين لما لم يتمحب لد في الأصل للزمان قال عمر بن حسان فإن الكثر أعياني قديما ولم أقتر لدن أني ظلامه وفيها ثمان لغات لدن بفتح الدال ولدن بكسرها فكأن لدن خففت بحذف الضم كما في العبد فالتقى ساكنين فإن أن تحدث المن فيبقى لد وإن أن تحرك الدال فتحا أو كسرا للساكنين وإن أن تحرك المن للساكنين كسرا لأن زوال الساكنين يحصل بكل ذلك فهذه خمس لغات مع لدن التي هي أصلها وقد جاء لدن ولد فكأن لدن خفف بنقل الدال إلى اللام وإن كان نحو عبد في عبد قليلا كما يجيء في التصريف فالتقى ساكنين فإن أن تحرف المن وإن أن تكسر للساكنين وقد جاء لدن بحذف نوم لدن التي هي أم الجميع وأشهر اللغات ولدى بمعنى لدن إلا أن لدن ولغاتها المذكورة يلزمها مع الابتداء فلذا يلزمها من إما ظاهرة وهو الأغلب أو مقدرة فهي بمعنى من عند وأن لدى فهو بمعنى عند ولا يلزمه معنى الابتداء وعند أعم تصرفا من لدى لأن عند يستعمل في الحاضر القريب وفيما هو في حرزكا وإن كان بعيدا بخلاف لدى فإنه لا يستعمل في البعيد وإعراب لدن المشهورة لغة قيسية قال المصنف الوجه في بناء لدن وأخواته أن من لغاتها ما وضعه وضع الحروف فحمر البقية عليها تشبيها بها ولو لم يكن ذلك لم يكن ببنائها وجه لأنها مثل عند وهو معرض بالاتفاق والذي أرى أن جواز وضع بعض الأسماء وضع الحروف أي على أقل من ثلاثة أحرف بناء من الواضع على ما يعلم من كونه حال الاستعمار في الكلام مبنية لمشابهتها للمبني على ما ذكرنا في صدر الكتاب في حد العراب فلا يجوز أن يكون بناؤها مبنيا على وضعها وضع الحروف فالوجه إذن في بناء لدن أن يقال إنه زاد على سائر الظروف غير المنصرفة في عدم التصرف بكونه مع عدم تصرفه لازما لمعنى الابتدار فتوغل في مشابهة الحروف دونها وأن لدى وهو بمعنى عنده فلا دليل على بنائه ومعنى عنده أن ترم حسا أو معنى نحو عندي أنك عمي وربما فتحت أعينه أو ضمت ويرزمها النصب إلا إذا انجرت بمن ومن حدث من لدن لم يجوز حثها مع الإضافة فلا يقال من لده بل من لدنه ولدنك وتجر لدنهما بعدها بالإضافة لفظا إن كان مفردا وتقطيرا إن كان جملة وإن كان ذلك لفظ غدوة جاز نصبها أيضا مع الجر وقد ترفع أما النصب فإنه وإن كان شاذا فوجهه كثرة استعمال لدن مع غدوة دين سائر الظروف كبكرة وعشية وكيد دال لدن قبل النوم الساكنة تفتح وتضن وتكسر كما سبق في لغاتها ثم قد تحدث من لدنه فشابهت حركات الدال حركات الإعراب من جهة تبدلها وشابهت النون التنميل من جهة جواز حذفها فصار لدن غدوة في اللفظ كرعقول خلا فنصبها تشبيها بالتميز أو تشبيها بالمفعول الذي هو الأصل نخو ضارب زيدا وغدوة بعد لدن لا تكون إلا منونة وإن كانت معرفة أيضا إما تشبيهم بالتميز فإنه لا يكون إلا نكرة وإما لأننا لو حدثنا التنميل لن يدرع منصوبة هي المجرورة وعما الرفع فعلى حذف أحد جزئي الجملة أي لدن كان غدوة كما قلنا في مذ يوم الجمعة وألف لدى تعامل معاملة ألف على وإلى فتسلم مع الظاهر وتقلب ياءا غالبا مع المغمر وقد حكى سيبويه عن الخليل عن قوم من العرب لداك وإلاك وعلاك قال طاروا علىهم فطر علىها واشتد بمثنى حقب حقواها وإنما قلب ألف هذه الكلمة الثلاث مع المغمر تشبيه بألف رمى إذا اتصل بالمغمر المرفوع نحو رميته وإنما يشبه الضمير المجرور بالمرفوع أدن المنصوب نحو رماكا لأن الجار مع الضمير المجرور كالكلمة الواحدة كالرافع مع الضمير المرفوع بخلاف الناصب مع المنصوب ولم يشبه بألف غزة لأن الواو ثقيل ولياء أقرب إلى الألف من الواو وإنما لم يقلب نحو عصاك وفتاك لأن لهذه الألفات أصلا فكره قلبها تشبيه بشيء آخر بخلاف ألف إلى وعلى ورد وقلبت ألف على الاسمية وإن كان لها أصل في الواو تشبيه لها بعلى الحرفية ولا يتصل من المقصور الذي لا أصل ألفه بالمضمر إلا هذه الثلاثة وأما حتىه على ما جوز المبرد فليس بمسموع وإنما هو طياس منه عنوان قط وعود معناهما واستعمالاتهما قوله وقط الماضي المنفي وعود للمستقبل المنفي معنى قط الوقت الماضي عموما ومعنى عود المستقبل عموما ويختصان بالنفي وعود في الأصل اسم للزمان والدهر فقط وعود المبنيان بمعنى أبدا لكن عود قد يستعمل لمجرد الزمان لا بمعنى أبدا فيعرب قال فلولا نبل عود في حببايا وأوصالي حببايا وأوصالي ويقال أفعل ذلك من ذي عود كما يقال من ذي أنف أي فيما يستقبل وقط لا يستعمل إلا بمعنى أبدا لأنه مشتق من القط وهو القطع كما تقول لا أفعله البتة إلا أن قط يبنى لما سنذكره بخلاف البتة وربما استعمل قط بدون النفي لفظا ومعنى نحو كنت أراه قط أي دائما وقد استعمل بدونه لفظا لا معنى نحو هل رأيت الذئب قط وقد يستعمل عود المبني المبي ومع الإثبات أيضا قال ولولا دفاعي عن عفاق ومشهدي هوت بعفاق عود عن طاء مقرب وهو منفي معنى لكونه في جوابه لو لا وبناء عود على الضم لكونه مقطوعا عن الإضافة كقبل وبعد بدليل إعرابه مع المضاف إليه نحو عود العائدين أي دهر الظاهرين ومعنى الظاهر والعائد الذي يبقى على وجه الظهر فكأن المعنى ما بقي في الدهر ظاهر وبني قط قيل لأن بعض لغاته على وضع الحروف كما يجي والأولى أن يقال بني لفضمنه لانا لا استغراط لزوما لا استغراطه جميع الماضي وأما أبدا فليس الاستغراط لازما لمعنى ألا تاء إلى قولهم طال الأبد على لبد وبني قط على الضم حملا على أخيه عود وهذه أشهر لغاته يعني مفتوح القاف مبنون الطاء المشددة وقد تخفف الطاء في هذه وقد تضم القاف إتباعا لضمة الطاء المشددة أو المخففة كمنذ وقد جاء قط ساكنة الطاء مثل قط الذي هو اسم فعل وجاء في عود فتح الضادي وقسوها أيضا وأكثر ما يستعمل عود مع القسم كقوله ربيعي لباني ثدي أم تقاسم بأسحن باج عود لا نتفرق عنوان ظروف أخرى لم يذكرها ابن الحاجب ومن ظروف مبنية أمسي عند الحجازيين وعينة بنائه تضمنه للام التعريف وذلك أن كل يوم متقدم على يوم فهو أنسه فكان في الأصل نكرة ثم لما أريد أنس يوم التكلم دخله لام التعريف العهدي كما هو عادت كل اسم قفد به إلى واحد من بين الجماعة المسنات به كما ذكرنا في باب غير المنصرف ثم حدثت اللام وقدرت لتبادر فهم كل من يسمع أمسي مطلقا من الإضافة إلى أمس يوم التكلم فصار معرفة نحو لقيته أمس الأحداث ولن يبن صباحا ومساء وأخواتهما المعينة مع كلمها أيضا معدولة عن اللام لأن التعريف الذي هو معنى اللام غير ظاهر فيها من دون قرينة ظهواه في أمسي لأنك إذا قلت كلمته صباحا ومساءا وقصدت صباح يومك ومساء ليلتك لم يتبين تعريفهما كما يتبين في قولك لطيته أمسي وأن سحر فأمره مشكل سواء قوم ببنائه أو بترك صرفه لأنه مخالف لأخواته من صباحا ومساء وضحا معينة إذ هي معربة من صرفه فهو شاذ من أخواته نبنيا كم أو غير من صرف وإنما لم يبني غدا مع قصد غد يوم التكلم كما بني أمسي تفطيرا لتعريف الداخل في الوجود على تعريف المقدر وجوده وذلك لأن التعريف فرع الوجود وجوده لهني فكذا تعريفه بخلاف أمس فإنه قد حصل له وجود وإن كان منتفيا في حال التكلم فتعريفه يكون أقوى مع أنه قد روي عن بعض العرب إعرابه مع صرفه كغد وليس بمشهور وأما بني تميم فالذي نقل عنهم سبويه إعرابه غير منصرف في حال الرفع ومناؤه على الكسر كالحجازيين في حالته النصب والجر قال سبويه وبعض بني تميم يفتحون أمسي بعد مذ قال السرافي وإنما فعلوا ذلك لأنهم تركوا صرفه وما بعد مذ يرفع ويخفض فلما ترك صرفه من يرفع منهم نحو مذ أمسي تركه أيضا بعدها من يجر فكان مشبها بنفسه قال لقد رأيت عجبا مذ أمسا عجائزا مثل السعال خمسا قال وهذا قليل لأن الخفض بعد مذ قليل قال سبويه إذا سميت بأمس رجلا على لغة أهل الحجاز صرفته كما تصرف غاقي إذا سميت به وذلك أن كل مفرد مبني تسمي به تسمي به شخصا فالواجب فيه الإعراب مع الصرف كما يجيء في باب الأعلام وإن سميته به على لغة بني تميم صرفته أيضا في الأحوال لأنه لا بد من صرفه في النصد والجر لأنه مبني على الكسر عندهم فيهما وإذا صرفته في الحالتين وجب الصرف في الرفع أيضا إذ ليس في الكلام اسم منصرف في الجرح والنسب غير منصرف في الرفع ووضع منع الصرف في أمس اعتبار علميته المقدرة كما قلنا اعتبار علميته المقدرة كما قلنا في باب غير المنصرف واختاروا منع صرفه رفعا وبناءه نسبا وجرى كما اختاروا بناء نحو حضاري وترك صرف نحو حذاني وقطاني مع أن الجميع من بار واحد والوجه في هذا مثل الوجه في ذاك وذلك أنه جاز أن يعتبر فيه علة البناء كما هو مذهب الحجازيين وعلة منع الصرف كما بينا فابتبأوا باعتبار الإعراب أولا إذ هو أشرف من البناء وأولى بالأسماء واختير أسبق الإعراب وأشرفه أعني الرفع فصار في حال الرفع معربا غير المنصرف والحالتان الباقيتان أعني الجر والنصب مستويتان حركة في عير المنصرف فأرادوا أن تبقى هذه الكلمة فيهما على ذلك الاستواء فلو جعل مستويين في الضم لم يبن إعرابهما رفعا إذ كانت تصير مثل الحيث في الأحوال ولو سوي بينهما في الفتح لم يبن بناؤهما إذ كانت تصير كغير المنصرف فلم يبقى إي الكسر وأيضا أول ما تبنى عليه الكلمة بعد السكون الكسر وأيضا تكون هذه الكلمة في حالة البناء على الحركة التي بنيت عليها عند أهل الحجاز وقال الزمخشري وجميعة من محا إن أمس معرب عند بني تنين مطلقا أي في جميع الأحوال ولعله غرهم قول بعض بني تنين لقد رأيت عجبا مذ أمسا وقد قال سبوي إن بعضهم يفتحون أمس بعد مذ فقيد هذا القول بقوله بعضهم وبقوله بعد مذ فكيف يطلق بأن كلهم يفتحون في موضع الجر بعد أي جر كان فإن نكر أنسك قولك كل غد يصير أمسا وكل أمس يصير أول من أمس أو يضيف نحو مضى أمسنا أو دخله اللام نحو ذهب الأمس بما فيه أعرض اتفاقا لزوار علة البناء وهي تقطير اللام وربنا بني المقترم باللام ولعل ذلك لتقطير زيادة اللام الأصلية قال سبوي ولا يصغر أمس كما لا يصغر غدا وإن ثمي أو جمع فالإعراب لأن اللام إنما قدرت لتبادل الذهن إلى واحد من الجنس لشهرته من بين أشباهه فإذا ثمي أو جمع لم يبق ذلك الواحد المعين فتظهر اللام لعدم شهرة المثنى والمجموع من هذا الجنس شهرة الواحد وليس بما أمس على الفتح لغة كما قال الزجاجي مغترا بقوله لقد رأيت عجبا بذ أمسا عنوان الآن ومنها الآن قال الزجاج بني لتضمنه معنى الإشارة إذ معناه هذا الوقت وهذا نذهبه في أمس وفيه نظر إذ جميع الأعلام هكذا متضمنة معنى الإشارة مع إعرابها وقال الثرافي لشبه الحرف بجزومها في أصل الوضع موضعا واحدا وبقائها في الاستعمال عليه وهو التعريف باللام وسائر الأسماء تكون في أول الوضع نكره ثم تتعرف ثم تنكر ولا تبقى على حال فلما لم يتصرف فيه بنزع اللام شابه الحرف لأن الحروف لا يتصرف فيها وقال أبو علي بني لتضمنه اللام كأنسي وأن اللام الظاهرة فزائدة إذ شرق اللام المعرفة أن تدخل على النكرات فتعرفها والآن والآن لم يثنى مجردا عنها وقال الفراء أصله الفعل من آن يأينه ادخل عليه اللام بنعنى الذي أي الوقت الذي حان ودخل قال هذا كما نتل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مهنى عن طيل وقال فإنهما فعلان استعمل استعمال الأسماء وترك على البناء الذي كان عليه والجواب أن قيل وقال محكياني والمعنى مهنى عن قول قيل كذا وقال فلان كذا يعني كثرة المقالات والآن ليس بالمحكي وكذا هذهب الفراء في أنسي أنه أمر من أنسى ينسي وقد قالوا في الآن لانا وهو من باب تخفيف الهمزة رموان لما ومنها لما وهو ظرف بمعنى إذ اسمه عند أبي علي ويستعمل استعمال الشرط كما يستعمل كلما وكلام سبويه محتمل فإنه قال لما لوقوع أمر لغيره وإنما يكون مثل لو فشبثها بلو ولو حرف فقال ابن خروف إن لما حرف وحمل كلام سبويه على أنه شرط في الماضي كلو إلا أن لو الانتفاع الأول لانتفاع الثاني ولما لثبيت الأول وقال لو كان ظرفا لم يجز لما أسلم دخل الجنة والضواب أنه على التأكيد والتشبيه فكأنه دخلها في ذلك الوقت ومن قال إنه ظرف قال ودع كلمة الشرط مع جملةها للغرض الذي ذكرناه في إذا ويليه فعل ماضي لفظا ومعنى وجوابه أيضا كذلك أو جملة اسمية مقرونة بإذا الفجائية قال الله تعالى فلن كتب عليهم اقتال إذا فريق منهم أو مع الفاء وربما كان ماضيا مقرونا بالفاء وقد يكون مضارعة وقريبا من الظروف المبنية قولهم لهي أبوك أي لله أبوك لأن أصله الجار والمجرور وحكم الظروف عندهم حدث لان الجار لكثرة الاستعمال وقدر لان التعريف فبقي لهي أبوك كما قال لهي ابن عمك لا أفضلت في حسب عني ولا أنت دياني فتخزوني فبني لتضمنه الحرف ثم قل بلام إلى موضع العين وسكن الحاء لوقوعه موقع الألف الساكن ورجعت الألف إلى عصلها من الياء لسكون العين كما هو أحد من ذهب سبويه في الله وهو أنه من الله يليه أي تستر ففتح لخفة الفتحة على الياء دون الكسرة والضمنة وقد تحدث الياء فيقال لهي أبوك وإنما قل با لأن الكسر لم يبن في لاهي لالتباسه بالجر الذي هو أصوه فأريد التنبيه على تضمن الحرف بالبناء على حركة غير ملتبسة بالإعرابية ولو قالوا لاهي بلا قلب يلتبست بالإعرابية في نحو الله لأفعلن عنوان عنوان واستعمالاتها وأن مع فهو ظرف بلا خلاف عادم التصرف معرب لازم المصب وظاهر كلام سبويه أنه مبني قال سألته يعني خليل عن معكم لأي شيء نصبتها يعني لما لم تبن على السكون هذا لفظه فمن قال إنه مبنية فلمشابهتها للحرف بقلة التصرف فيه إذ لا تكون إلا منصوبة والأولى الحكم بإعرابه لدخول التنميم في نحو كنا معا وانجراره بمن وإن كان شاذا نحو جئت من معه أي من عنده وتسكين عينها لغة ربعية يقولون مع زيد فإذا لاقى ساكنا بعده كسر عينه نحو كنت معي قوم قال بعضهم وهو الحق هي في هذه اللغة حرف جر إذ لا موجب للبناء فيه على تقدير باسمه إلا وضع الحروف وقد ذكرنا ما عليه ولو كان أيضا كذا وكان وضعه كذلك موجبا للبناء لبني من دون الإسكان أيضا انتهى الوجه الأول الوجه الثاني يبدأ حالا نواصل القراءة تحت عنوان مع واستعمالاتها ثم نقول يلزم إضافة مع إن ذكر معه أحد المستحبين نحو كنت مع زيد وإن ذكر قبله المستحبان ولذلك لم يبقى ما يضاف إليه فينصب منونا على الظرفية نحو وقيل انتصابه على الحالية أي مجتمعين والفرق بين فعلنا معا وفعلنا جميعا أن معا يفيد الاجتماع في حال الفعل وجميعا بمعنى كلنا سواء اجتمعوا أو لا والألف في معا عند الخليل بدل من التنوين إذ لا لام له في الأصل وهي عند يونس والأخفش وهو الحق مثل ألف فتن بدل من اللام استنكارا لإعراب الموضوع على حرفين فمع عندهما عكس أخوك ترد لامها في غير الإضافة وتحذف في الإضافة لقيام المضاف إليه مقام لامها عنوان الظروف المضافة إلى الجمل قوله والظروف المضافة إلى الجمل وإذ يجوز بناؤها على الفتح وكذلك مثل وغير مع ما وأن قد بضى شرحه فيما تقدم عنوان معنى المعرفة وحصر المعارف قوله المعرفة والنكرة المعرفة ما وضع لشيء بعينه وهي المضمرات والأعلام والمبهمات وما عرف بالألف واللام أو بالنداء والمضافة والمضافة إلى أحدها معنا قوله بعينه احتراز عن النكرات ولا يريد به أن الواضع قصد في حال وضعه واحدا معين إذ لو أراد ذلك لم يدخل في حده إلا الأعلام إذ المضمرات والمبهمات وذلام والمضاف إلى أحدهما تصلح لكل معين قصده المستعمل فالمعنى ما وضع ليستعمل في واحد بعينه سواء كان ذلك الواحد مقصود الواضع كما في الأعلام أو لا كما في غيرها ولو قال ما وضع لاستعماله في شيء بعينه لكان أصرح وإنما جعل ذلال موضوعا كالرجل والفرس وإن كان مركبا لما مر في حد الاسم أن المركبات أيضا موضوعة بالتأويل الذي ذكرنا هناك أو جعل اللام من حيث عدم استقلاله وكونه كجزء الكلمة كأنه موضوع مع ما دخل عليه وضع الإفراد ويدخل في هذا الحد العلم المنكر نحو رب سعاد وزينب لقيتهما لأنهما وضع لشيء معين ويدخل فيه الملمر في نحو ربه رجلا ونعم رجلا وبئس رجلا والحق أنه منكر ولا يعترض على هذا الحد بالضمير الراجع إلى نكرة مختصة قبل بحكم من الأحكام نحو جاءني رجل فضربته لأن هذا الضمير لهذا الرجل الجاء دون غيره من الرجال وكذا وكذا ذو ذو اللام في نحو جاءني رجل فضربت الرجل وعما الضمير في نحو ربشات وسخلتها فنكره كما في ربه رجلا لأنه لم يختص المنكر المعود إليه بحكم أولا والأصلح في رسم المعرفة أن يقال ما أشير به إلى خارج مختص إشارة وضعية فيدخل فيه جميع الضمائر وإن عادت إلى النكرات والمعرف باللام العهدية وإن كان المعهود نكرة إذا كان المنكر المعهود إليه أو المعهود مخصوصا قبل بحكم لأنه أشير به ما إلى خارج مخصوص وإن كان منكرا وأما إن لم يختص المعهود إليه بشيء قبل نحو أرجل قائم أبوه وفإنك لا تبالي بعد حول أظبي كان أمك أم حمار كما يجيء البحث فيه في باب كان ونحو ربه رجلا وبئس رجلا ونعم رجلا ويا لها قصة ورب رجل وأخيه فالضمائر كلها نكرات إذ لم يسبق اختصاص المعهود إليه بحكم ولو قلت رب رجل كريم وأخيه لم يجز وكذا كل شات سوداء وسخلتها بدرهم لأن الضمير يصير معرفة برجوعه إلى نكرة مختصة بصفة ويدخل فيه الأعلام حال اشتراكها نحو محمد وعلي إذ يشار بكل واحد منها إلى مخصوص عند الوضع ويخرج منهم كرات معينة للمخاطب نحو قولك جاءني رجل تعرفه أو رجل هو أخوك لأن رجلا لم يوضع للإشارة إلى مختص بل اختص في هذا الاستعمال بصفته وكذا يخرج نحو لقيت رجلا إذا علم المخاطب ذلك الملقي إذ ليس فيه إشارة لا استعمال ولا وضع فقول ما أشير به يشترك فيه جميع المعارف ويختص من الإشارة بكون الإشارة فيه حسية كما مر في بابه وإنما قلنا إلى خارج لأن كل اسم فهو موضوع للدلالة على ما سبق علم المخاطب بكون ذلك الاسم ذالا عليه ومن ثمة لا يحسن أن يخاطر بلسان من الأسنة إلا من سبقت معرفته لذلك اللسان فعلى هذا كل كلمة إشارة إلى ما ثبت في ذهن المخاطب أن ذلك اللفظ موضوع له فلو لم نقل إلى خارج لدخل فيه جميع الأسماء معارفها ونكراتها فتبين بما ذكرنا أن قول المصنف في نحو قولك اشرب الماء واشتري اللحم وقوله تعالى أن يأكله الذئب أن اللام إشارة إلى ما في ذهن المخاطب مما هي الماء واللحم والماء والذئب ليس بشيء لأن هذه الفائدة يقوم بها نفس الاسم المجرد عن اللام فالحق فالحق أن تعريف اللام في مثله لفظي كما أن العالمية في نحو أسامة لفظية كما يجيء في الأعلام فنقول أولا إن التنوين في كل اسم متمكن غير علم يفيد التمكن والتنكير معا ومعنى تنكير الشيء شياعه في أمته وكونه بعضا مجهولا من جملة إلا في غير الموجب نحو ما جاءني رجل فإنه للصغراط الجنس فكل اسم دخله اللام لا يكون فيه علامة كونه بعضا من كل إذ تلك العلامة هي التنوين وهو لا يجامع اللام كما مر في أول الكتاب فينظر في ذلك الاسم فإن لم يكن معه قريرة لا حالية ولا مقالية دالة على أنه بعض مجهول من كل كقرينة الشراء الدالة على أن المشتري بعض في قولك اشتري اللحمة ولا دال له على أنه بعض معين كما في قوله تعالى أو أجد على النار هدى فهي اللام التي جاء بها للتعريف اللفظي واسم محلى بها للصغراط الجنس سواء كان مع علامة الوحدة كالضربة أو مع علامة التثنية أو الجمع كالضربتين والعلماء أو تجرد عن جميع تلك العلامات كالضرب والماء وإنما وجب حمله على الاستراق لأنه إذا ثبت كون اللفظ دالا على ماهية خارجه فإما أن يكون لجميع أفرادها أو لبعضها ولا واسطة بينهما في الوجود الخارجي وإن كان يمكن تصورها في الذهن خالية عن الكلية والبعضية لكن كلامنا في المشخصات الخارجية لأن الألفاظ موضوعة بإزائها لا في الذهنية فإذا لم يكن للبعضية لعدم ذلولها أي التنمين وجب كونه للكل فعلى هذا قوله عليه السلام الماء طاهر أي كل الماء والنوم حدث أي كل النوم إذ ليست في الكلام قرينة البعضية لا مطلقة ولا معينة فلهذا جاز وإن كان قليلا وصف المفرد بالجمع نحو قولهم أهلك الناس الدينار الصفر والدرحم البيض على ما حكى الأخفش ولا تحرم إلا ملاجة وإلا ملاجتين مفيد بالاستغراق الذي يفيده الاسم لو كان منكرا نحو لا تحرم إملاجة ولا إملاجتان فالمفرد في مثله يعم جميع المفرد والمثنى جميع المثنى فلا يستثنى من المفرد إلا المفرد فقولك إن الرجل خير من المرأة إلا الزيدين أي إلا كل واحد منهما وقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا أي إلا كل واحد منهم ولا يجوز أن تقول الرجل يرفع هذا الحجر إلا الزيدين معا ولا إلا ثلاثتكم معا بلا يجوز ذلك إذا كان الاستثناء منقطعا وكذلك لا يستثنى من المثنى إلا المثنى فمعنى إن الرجلين يرفعان هذا الحجر إلا إخوتك أي إلا الاثنين منهم ولا يجوز الرجلين يرفعان هذا الحجر إلا إخوتك معا بلا يجوز على الانقطاع وأما الجمع فيصحه استثناء الجمع والمثنى والواحد منه نخو لقيت العلماء إلا الزيدين وإلا زيدا وذلك لأن الجمع المحلى باللام في مثل هذا الموضع يستعمل بمعنى منكر مضاف إليه كل مفرد وغيره فمعنى لقيت العلماء أي كل عالم وكل عالمين وكل علماء وهكذا حال المفرد والمثنى والمجموع في غير الموجب قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم إلا ملاجة أي كل واحد من هذا الجنس وكذا إلا ملاجتان أي كل اثنين اثنين من هذا الجنس فلا يستثنى من الواحد إلا الواحد ولا من المثنى إلا المثنى وأما الجمع نحو ما لقيت العلماء فهو بخلافهما بل هو بمنزلة منكر في سياق سياق غير موجب مفرد وغيره في استعمارهم أي ما لقيت واحدا من العلماء ولا الزيدين ولا اثنين ولا جماعة فيصح فيصح استثناء المفرد والمثنى والمجموع منه نحو ما لقيت العلماء إلا زيد وإلا الزيدين وإلا الزيدين فقوله تعالى لا تدركه الأبصار أي شيء من الأبصار كما توحمه بعضهم فحال الجمع في الموجب وغيره حال المثنى والمفرد هذا هو المعلوم من استقراء كلامهم وأما النكرة المستورقة نحو ما لقيت رجلا أو رجلين أو رجالا فلا يستثنى من واحدها ومثناها ومجموعها إلا أمثالها فقولك ما لقيت رجلا إلا الزيدين أي إلا كل واحد منهما ولا يجوز أن تقول لا يرفع هذا الحجر رجل إلا الزيدين معا وتقول ما لقيت أخوين متصافيين إلا الزيدين وإلا بني فلان أي إلا اثنين منهم ولا يجوز إلا زيدا وتقول ما لقيت رجالا إلا الزيدين ولا يجوز إلا أخويك ولا إلا زيدا إلا على الانقطاع لأن المعنى ما لقيت جماعة من الرجال وإن كان هناك قريلة دالة على أنه ليس المراد به الاستغراق فإن كان هناك عهد فلا معهدية للتعريف على ما يجيء في بابه وإن لم يكن فإن كان فيه علامة الوحدة أو التثنية نحو ما أعطيك إلا التمرة أو التمرتين فلا فرق إذن بين المعرف والمنك معنا فكأنك قلت ما أعطيك إلا تمرة أو تمرتين وإن لم يكن فيه علامتاهما نحو اشتريت التمر ولقيت الرجال فالفرق بين ذي اللام والمجرد أن المجرد لأجل التنين الذي فيه للتنكير يفيد أن ذلك الإسم بعض من جملة فمعنى اشتريت تمرا ولقيت رجالا شيئا من التمر وجماعة من الرجال بخلاص المعرف باللام فإن المراد به الماهية مجردة عن البعضية لكن البعضية مستفادة من القرينة كالشراء واللقاء فكأنك قلت لقيت هذا الجنس واشتريت هذا الجنس فهو كعام من مخصوص بالقرينة فالمجرد وذلام إذن بالنظر إلى القرينة بمعنى وبالنظر إلى أنفسهما مختلفان فمن ثم تجاز وصف المعرف باللام من هذا النوع بالمنكر نحو قوله ولقد أمر على اللئين يسبني وكذا مررت بالرجل مثلك وما يحسن بالرجل خير منك كما مر في باب الوصف فعل هذا فكل لام تعريف لا معنى للتعريف فيها إلا التي للمعهود الخارجي قوله وهي المضمرات قد تقدم ذكرها ويعني بالمبهمات أسماء الإشارة والموصولات وقد تقدم ذكرها وإنما سميت مبهمات وإن كانت معارف لأن اسم الإشارة من غير إشارة حسية إلى المشار إليه مبهم عند المخاطب لأن بحضرة المتكلم أشياء يحتمل أن تكون مشارا إليها وكذا الموصولات من دون الصلاة مبهمة عند المخاطب ولم يقول للمضمر الغائب مبهم لأن ما يعود إليه متقدم فلا يكون مبهما عند المخاطب عند النطق به وكذا ذل اللام العهدية قوله وما عرف باللام هذا مذهب سيبويه أعني أن حرف التعريف هو اللام وحدها والحمزة للوصل فتحت مع أن أصل همزات الوصل الكسر لكثرة استعمال لام التعريف والدليل على أن اللام هي المعرفة فقط تخط العامل إياها بل تخط العامل إياها نحو بالرجل وذلك علامة انتزاجها بالكلمة وصيرورتها كجزء منها ولو كانت وكذلك وكذلك لها نوع استقلال فلم يتخطها العامل الضعيف وعما نحو أن لا تفعل وإلا تفعل وبلا مال فلجعلهم لا خاصة من جميع ما هو على حرفين كجزء الكلمة فلذا يقولون اللا فرس واللا إنسان وأما نحو بهذا فبما رحمة فإن الفاصل بين العامل والمعمول وما لم يغير معنى ما قبله ولا معنى ما بعده عد الفصل به كلا فصل وللامتزاج التام بين اللام وما دخلته كان نحو الرجل مغايرا لرجل حتى جاز ثواليهما في قافيتين ولم يكن إيطاءها وإنما وضعت اللام ساكنة ليستحكم الامتزاج وأيضا ديل التنكير أي التنوين على حرف فالأولى كون دليل التعريف مثله وقر الخليل أل بكمالها آر التعريف نحو هل وقد استدلالا بفتح الهمزة وقد سبق العذر منه وبأنه يوقف عليها في التذكر نحو قولك ألي إذا تذكرت ما فيه اللام كالكتاب وغيره وبفصلها من الكلمة والوقف عليها عند الاضطرار كالوقف على قد في نحو قوله أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأنقدي وذلك قوله يا خليلي اربع واستخبر المنزل الدارس عن أهل الحلال وإنما حرف عنده همزة القطع في الدرج لكثرة الاستعمال وذكر المبرد في كتابه الشافي أن حرف التعريف الهمزة المفتوحة وحدها وإنما ضم إليها اللام لأن لا يشتبه التعريف بالاستفهام وفي لغة حمير ونثر من طيء إبدال الميم من اللام التعريف كما روى النمر بن تولب عنه صلى الله عليه وسلم ليس من بر إن صيام في السفر ولام العهد التي عهد المخاطب مدلول مصحوبها قبل ذكره أي لقيه وأدركه يقال عهدت فلان أي أدركته وعهده إما بجر ذكره مقدما كما في قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول أو بعلم المخاطب به قبل الذكر بباجر ذكره نحو قولك خرج الأمير أو القاضي إذا لم يكن في البلد إلا قاضي واحد مشهور أو أمير واحد وقد تزاد اللام في العالم كقوله أما ودماء فائرات تخالها على قنة العزة وبالنسر عندما على ما يجي وفي الحال نحو الجماء الغفير وفي التمييز نحو الأحد عشر الدرهم على قبح كما يأتي في باب العدد وقد تكون الزاية لازمة كما في الذي ومتصرفاته ويكون اللام عند الكوفيين عوضا من الضمير نحو برجل حسن الوجه أي وجهه وعند البصريين لا يعوض اللام من الضمير في كل موضع شرط فيه الضمير كالصلة والصفة إذا كانت جملة والخبر المشتق ويجوز في غيره كقوله لحافي لحاف الضيف والبرد مرده ولن يلهمي عنه غزال مقنع وقال الكوفيون قد يكون اللام للتعظيم كما في الله وفي الأعلام ولا يعرفها البصيون واللام في وصف اسم الإشارة ووصف المنادة نحو هذا الرجل ويا أيها الرجل لتعريف الحاضر بالإشارة إليه وهي في غير هذين الموضعين لتعريف الغائب نحو ضرب الرجل ويعرض للام العهدية الغلبة كالصعق والبيت كما نذكر في الأعلام قوله والنذاء نحو يا رجل ومن لم يعده من النحويين في المعارف فلكومه فرع المضمرات لأن تعرفه لوقوعه موقع كاف الخطاب كما مر في باب النداء قوله والنضاف إلى أحدها معنا احتراز عن الإضافة اللفظية وإنما يتعرف بالإضافة المعنوية ما ليس من الأسماء المتواغلة في الإبهام كغير ومثل وشبه على ما مر في باب الإضافة عنوان تفصيل الكلام على المعارف قوله العلم ما وضع لشيء بعينه غير متناول غيره بوضع واحد قوله غير متناول غيره يخرج سائر المعارف لتناولها بالوضع أي معين كان بخلاف العلم على ما تقدم قوله بوضع واحد متعلق بمتناول أي لا يتناول غير ذلك المعين بالوضع الواحد بل إن تناول كما في الأعلام المشتركة فإنما يتناوله بوضع آخر أي بتسمية أخرى لا بالتسمية الأولى كما إذا سمي شخص بزيد ثم يسمى به شخص آخر فإنه وإن كان متناولا بالوضع لمعنيين لكن تناوله المعين الثاني بوضع آخر غير الوضع الأول بخلاف سائر المعارف كما تبين فإنما ذكر قوله بوضع واحد لألا تخرج الأعلام المشتركة عن حد العلم ولا يخرج علم الجنس نحو أسامة عن هذا الحد على ما ذكر المصنف وذلك أنه قال أعلام الأجناس وضعت أعلاما للحقائق الذهنية المتعقلة كما أشير باللام في نحو اشتري اللحم إلى الحقيقة الذهنية فكل واحد من هذه الأعلام موضوع لحقيقة في الذهن متحدة فهو إذن غير متناول غيرها وضع وإذا أطلق على فرد من الأفراد الخارجية نحو هذا أسامة مقبلا فليس ذلك بالوضع بل لمطابقة الحقيقة الذهنية لكل فرد خارجي مطابقة كل كلي عقلي لجزئياته الخارجة نحو قولهم الإنسان حيوان ناطق فلفل أسد مثلا موضوع حقيقة لكل فرد من أفراد الجنس في الخارج على وجه التشريك وأسامة موضوع للحقيقة الذهنية حقيقة فيطلاقه على الخارجي ليس بطريق الحقيقة ولم يصرح المصنف بكونه مجازا ولابد من كونه مجازا في الفرد الخارجي إذ ليس موضوعا له على مختار وقال إن الحقيقة الذهنية والفرد الخارجي لمطابقتها له كالمتواطئين قال الأندلسي فلا تقول في أسد معين في الخارج أسامة كما تقول الأسد لأن المطابق للحقيقة الذهنية في الخارج ليس إلا شيئا من هذا الجنس مطلقا لا واحدا معينا محصور الأوصاف المعرفة وكذا ينبغي عنده أن لا يطع أسامة على الجنس المستغرق خارجا فلا يقال إن أسامة كذا إلا الأسد الفلاني لأن الحقيقة الذهنية ليس فيها معنى الاستغراق كما أنه ليس فيها التأيين والحامل المحاف على هذا التكلف في الفرق بين الجنس وعالم الجنس أنهم رأوا نحو أسامة وثعالة وأب الحصين وأم عامر وأويس لها حكم الآلام لفظا في منع صرف أسامة وترك إدخال اللام على نحو أويس وإضافة أب وأم وابن وبنت إلى غيرها كما في الكنا في أعلام الأناسي وتجيء عنها الأحوال وتوصف بالمعارف ومع هذا كله تطلق على المنكر بخلاف نحو أسد وذئب وضبع فإن ذلك لا يجري مجرى الأعلام في الأحكام المذكورة وأقول إذا كان لنا تأنيث اللفظي كغرفة وبشرى وصحراء ونسبة اللفظية نحو كرسي فلا بأس أن يكون لنا تعريف اللفظي إما باللام كما ذكرنا قبله وإما بالعالمية كما في أسامة وثعاله ثم نقول هذه الأعلام اللفظية وضعوها لغير الأناسي من الطير والوحوش وأحماش الأرض والمعاني فوضعوا لبعض هسما وكنية نحو أسامة وأب الحارث في الأسد ولبعض هسما بلا كنية كقسن للدبعان ولبعضها كنية بلسم نحو أبي براقش ثم بعضها مما لسم جنس له نحو ابن مقرب وحمار قبان وفي أكثر أمثال هذه الأعلام لمحوا معنا يناسب المسمى بها كحضاجر لعظم بطنها وابن دائية لوقوعه على دائية البئير ونحو ذلك وقالوا في المعاني للمنية شعوب وأم قشعا والمبر برة وللكلية زوبر وللغدر كيسان وقالوا في الأوقات غدوة وبكرة قالوا ومنه سبحان علم التسبيح ولا دليل على علميته لأنه أكثر ما يستعمى المضافة فلا يكون علما وإذا قطع عن الإضافة فقد جاء منولا في الشعر كقوله سبحانه ثم سبحانا نعوذ به وقبل ما سبح الجودي والجند وقد جاء باللغم كقوله سبحانك اللهم ذا السبحان قالوا دليل على ميته قوله أقول لما جاءني فخره سبحان من علقمة الفاخر ولا منع من أن يقال حدث المضاف إليه وهو مراد للعين به فأبقي على حاله مراعاة لأغلب أحواله أعني التجرد عن التنين كقوله خالط من سلم خياشين وفاء وأن أولى لك فهو علم للوعيد فأولى مبتبأ ولك خبره والدليل على أنه ليس بأفعل تفضيل ولا أفعل فعلاء وأنه علم ما حكى أبو زيد من قولهم أولاة الآن وهاه الآن إذا أوعدوا فدخول تاء التأنيف دل على أنه ليس أفعل التفضيل ولا أفعل فعلاء بل هو مثل أرمل وأرمله وأضحاه وأولاه أيضا علم فمن ثمة لم ينصرف وهو من ولية الشر أي قربه وليس أولى اسم فعل أيضا بدليل أولات في تأنيفه بالرفع والآن خبر أولاه أي الشر القريب الآن وأما هاه الآن فالزمان متعلق باسم الفعل كذا قال أبو علي فتجرد أولى من التنين للعالمية والوزن وقبوله التاء لا يدر الوزن لأن ذلك في علم آخر فهو كما لو سميت بأرمل وأرمله فكلاهما ممتنعان من الصرف إذ كل علم موضوع وضعا مستأنفا وعلم أن العالمية وإن كانت لفظية إلا أنها لما منعت لسم تنويل التنكير صار لفظ أسامة وثعالة ونحوهما كالأسد والثعلب إذا كان اللام فيهما للتعريف اللفظي فكما أن مثل ذلك من المعرف باللام يحمل على الاستوراق إلا مع القرينة المخصصة فكذا مثل هذا العلم يقال أسامة خير من ثعالة أي كل واحد من أفراد هذا الجنس خير من كل واحد من أفراد هذا الجنس من حيث جنسية المحضة قال ولا أنت أشجع من أسامة إذ دعية نزالي ولج في الدعي فوصح الاستثناء من مثله كما صح في قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا تقول أسامة يفرس الإنسان إلا الداجن منه والقرينة المخصصة نحو لقيت أسامة فحال هذه الأعلام كحارب اللام المفيدة للتعريف اللفظي إذا كان ذلالي مفردا مجردا عن علامة الوحث والتثمية نحو الضرب واللحم والسوق وقد عرفت حكمه وقد أدرى النحات في استلاحهم من غير أن يقع ذلك في كلام العرب الأنثلة التي يوزن بها إذا عبر عن موزوناتها مجرى الأعلام أجريت مجرى الأعلام إذا لم يدخل عليها ما يختص بالنكرات ككل ورب على ما يجي فقالوا فعلان الذي مؤنثه فعلانة منصرف فوصفوها بالمعرفة ونصبوا عنها الحال كقولهم لا ينصرف أفعل صفة ومنع الصرف منها ما جامع العالمية فيه سبب آخر كتاء التأنيث نحو فاعلة أو وزن الفعل المعتبر كأفعل أو الألف والنون المزيدتين كفعلان أو الألف الزائدة المقصورة لا للتأنيث وإذا نكرت هذه كلها بدخول كل أو رب أو من الاستغراقية أو غيرها من علامات التنكير انصرفت نحو كل فعلان حاله كذا وإن كان على وزن أقصى الجموع أو مع ألف التأنيث لم ينصرف معرفة ونكره فإن صلحت الألف للتأنيث ولغيره نحو كل فعل ينقلب ألفه في التثنية ياء فإنه ييوز فيه لا اعتباران إن جعلت ألفه للتأنيث لم تصرف وإن جعلتها لغيره صرفته لتنكيره بدخول كل وذلك لأن نحو أرطى وسلم داخلان في فعل فهذه الأوزان يقصد بها السغراط الجنس لأن معنى قولك غير منصرف كل واحد من أفراد هذا الجنس حتى يستغرقه كما أن معنى قولك ثمرة خير من جراده ورجل خير من امرأة ذلك انتهي الشريط الحادي عشر من القسم الثاني من كتاب شرح الكافية وللكتاب بقية على الشريط الثاني عشر الوجه الأول يبدأ حانا هذا هو الشريط الثاني عشر من القسم الثاني من كتاب شرح الكافية لرضي الدين الاسترابابي نواصر انقراءه تحت عموان تفصيل الكلام على المعارف وإنما عد الأول من الأعلام دون الثاني بدليل صرف تمره وجراده لأنهم رأوا بعضه منقولا كالأعلام من مدلول إلى آخر فإن أفعل مثلا ودع ضغط للزائد في الفعل على آخر فهو من الفعل كأكبر من الكبر ثم عبر به عن كل لفظ أوله همزة نزيدة مفتوحة وسعني هفاغ ساكن بعدها عين مفتوحة بعدها لام وبعضه مرتجر كارتجار الأعلام نحو قولك فعللة التي هي مصدر مباعي حكمها كذا فإن فعللة لا معنى لها لغة وقوة هذا الوجه المزوز لإلحاقها بالأعلام أنهم رأوها إذا عبرت عن موزوناتها لم تقع على فرد مشاع منها كما تقع المكرات فبعدت من المكرات لفظا ومعنى فإن قلت فلما جعلوا هذه الكنايات من قسم الأعلام دون الأوزان التي يكن بها عن موزوناتها مع اعتبار معنى الموزونات كما تقول مررت برجل فاعل العاقل أو جاهل على حسب القرونة القائمة على المعنى المراد قلت لأنها لما كانت دالة على لفظة معينة لها معنى معين والمراد من لفظة الكناية ذلك المعنى بتوسط اشعاره بذلك اللفظ الذي هو صريح فيه صارت كموزوناتها دالة على المعنى الجنسي فكأن لفظة الكناية منقور من جنس إلى جنس آخر أو مرتجل لجنس فلم يصلح أن يجعل عالم بخلاف الأول فإن المراد منه موزوه فقط من غير اعتبار المعنى الجنسي ومثال قال الخليل لما سأله سيرويه عن قولهم كل أفعل إذا كان صفة لا ينصرف كيف تصرف أفعل وقد قلت لا ينصرف فقال أفعل ها هما ليس بوصف وإنما زعمت أنما كان على هذا المثال وكان وصفا لا ينصرف وكما أن أفعل في هذا الكلام ليس بوصف ليس بعلن أيضا لدخول لفظكم المختص بالنكرات عليه ففي أفعل ها هما وزن الفعل فقط بلا وصف ولا علمية وإن كان موزون هذه الأوزان معها كما تقول وزن إصبع إفعل فالأولى والأكثر أنه لا وجري مجرى الأعلان فيصرف إفعل إذ كان الأول أعني الذي عبر به من لفظ موزونه إننا أجري مجرى الأعلان لكيومه كالعالم منقولا إلى مبلول آخر أعني الموزون أي مرتدرا له وأفعل في قولك وزن إصبع إفعل ليس عبارة عن الموزون بل عن الوزن فقط أي وزن إصبع هذا الوزن لا هذا الموزون فعلى هذا كان قياس أن يقول وزن طلحة فعلة بالتنميم في الوزن إذ ليس في العالمية إلا أنه حرث منه التنميم ليقابل موزونه في التجرب من التنميم ولم يحدث لمنه الصرف والزن مخشري جعل هذا القسم أيضا علما وهو الحق فيقول وزن إصبع افعل بحذف التنميم قال المصنف إنما ذهب إليه إجراء له مجرى أسامة إذا أطلقتها على واحد من الآساد فإنك تجريه مجرى الأعلام كم يكان في هذا الجنس علما نحو قولك أسامة خير من ثعاله فكذا يجري الوزن هنا مجرى الجنس يعني الذي ليس معه الموزون نحو أفعل حكمه كذا وهذا القياس الذي ذكره فيه نظر لأن مثل هذا الوزن إذا لم يكن معه الموزون فمعناه الموزون وإذا كان معه الموزون فبنعن الوزن إذ معنى وزن إصبع إفعل وزن إصبع هذا الوزن المعين فليس في الحالين كأسامة في حالي أي كينه جنسا وكينه فردا من أفراده فإنه في الحالين بمعنى وأيضا ليس تعريف إصامة لكينه علما مناهية معينة كما الداء وليس إصامة المراد به واحد من الجنس مجازا عنها محمورا عليها في العالمية كما بينا بل تعريفه في الحالين رفضي سواء كان جنسا أو فردا مشاع وليس قياسا فيقاس عليه والأولى أن يقال إنما ذهب إليه لكونه منقولا من معنى إلى معنى آخر هو الوزن أو مرتجلا له ومع إجرائه لمثل هذا مجرى الأعلام بنونا نحو مفاعلة نحو قولك ضار بيضار بمضاربة على وزن فاعل يفاعل مفاعلة وهو تنميب مقابلها عنده لا تنمي الصرف والقسم الذي هو كماية مع موزونه فقط مع اعتبار معناه حكم المهندس بويه في الصرف وتركه حكم الموزون قال المتنبي كأن فعلة لم تملأ مواكبها ديار بكر ولم تخلع ولم تهدي فمنعه الصرف لأن منزونه خولة وتقول مررت بردل أفعل أي أحمق وقال المزمين ليس في فعلة أعلامية ولا في أفعل معنى الوصف فهو إذن ينظر إلى لفظ الكناية لا إلى الموزون المكني عنه فلا يصرف نحو فعلة ومفائل لاجتماعيهم على سائل مع الصرف ويصرف نحو مررت برجل أفعل أي أحمق وفعله أي حمزة ومذهب سبويزي هو الحق إذن معنىه معنى الموزون والكناية عن العالم جارية في اللف مجراه ببلور ترك إدخالهم اللهم على فلان وفلانه ونمعهم صرف فلانه كما يجي وأما إن أردت بالأوزان أوزان الفعل فحكمها حكم موزوناتها حركة وسكونة وتجردا من التنمين كان الموزون منها أو لا نحو قيلك افعل أمر واستفعل حكمه كذا وضارب يضارب على وزن فاعل يفائل إشعارا بكلمه مرادا به الفعل الذي لا حظ له لا في الصرف ولا في تركه أو مرادا به وزن الفعل لكنه مع ذلك علم لوصفه بالمعرفة كقولك افعل الذي هنزته مكسورة أمر للمخاطب فجملة الكلام أن الأوزان إن أن يراد به الموزون أو لا والأول إن كان على وزن فعل فحكمه في جميع الأشياء حكم موزونه مع كلمه علما وإن كان وزن الاسم فإن كان كناية عن موزونه ومعناه معنى فليس بعلم وإلا إذا كان كناية عن العلم نحو قوله كأن فعلة لم تملأ مواكبها البيت وفي جريه مجرى موزونه في الصرف وعدمه خلاف بين السبويه المزني وإن لم يكن معنى هما عن الموزون بل المراد لفظ الموزون فقط فالكل أعلام لا ينصرف إلا انضم إلى العالمية ساب آخر وإن كرته فحكمه حكم المكرات في الصرف وتركه وإن لم يرد به الموزونات بل أريد الأوزان فهي أعلام وفاقا لجار الله لعلامه وقال بجمي في سر الصناعة وكذا في بعض نسخ المفصل ما معناه إن الأعداد إذا قصد بها مطلق العدد للمعدود كانت أعلاما فلا تنصرف إذا انضم إلى العالمية ساب آخر كقولك ستة بعث ثلاثة غير من صرفين ومائة بعث خمسين قال المسنف الظهر أن جار الله قد أثبته ثم أسقطه وضعفه قال ووجه إثباته أن ستة مبتدأ فلولا أنه أعلم لكنت مبتدئا بالنكرة من غير تخصيص وأيضا المراد به كل ستة فلولا أنه أعلم لكنت مستعملا مفردا نكرة في الإيجاب بالوهم قال ومذن ما قال وجه ضعفه أنه يؤدي إلى أن تكون أسماع الأجناس كلها أعلاما إذنان النكرة إلا ويصح استعمالها كذلك نحو رجل خير من امرأة أي كل رجل وذلك جائز في كل نكرة قامت قريلة على أن الحكم غير مختص لبعضها من جنسها فمجرز الابتداء بالنكرة ها هنا كينها للأموم وقال جاءت النكرة غير المبتدأ أيضا في الإيجاب المستغرق لكن قليلا كقوله تعالى علمت نفس ما قدمت وقوله ونفسه وما سواها واعلم أنه إذا قصد بكلمة ذلك اللفظ دون معناه كقولك أين كلمة استفهان وبرد فعل ناضل فهي علم وذلك لأن مثل هذا موضوع لشيء بعينه غير متناول غيره وهو من قول لأنه نكرة من مدلوله هو المعنى إلى مدلول آخر هو اللفظ عنوان العلم الاتفاقي ومعنى الغلبة في الأعلام وقد يكون بعض الأعلام اتفاقية أن يسير علما لا بيبعي وابع معين بل لأجل الغلبة وكثرة استعماله في فرد من أفراد جنسه ثم أعلم أن اسم الجنس إنما يطلق على بعض أفراده المعين بأذاته التعريف وهما اللان والإضافة فالعلم الغالب إنه مضاف أي ذولان فالمضاف نخو ابن عباس غرى بالإضافة على عبد الله من بين أخواته فكذلك ابن عمر وغير ذلك وذلان كالصائط والنجم واللان في العصر لتعريف العهد وقد تقدم أن العهد قد يكون بجري ذكر المعهود قبله وقد يكون بعلم مخاطئ به قبل الذكر لشهرته فاللان التي في الأعلام الغالب من القسم الثاني فإن معنى النجم قبل العالمية الذي هو المشهور المعلوم للسامعين من النجوم لكلمه هذا الاسم ألي قبشي من بين أمثاله وكذا البيت في بيت الله لأن غيره كان بالنسبة إليه ليس بيتا وكذا المضاف نحو ابن عباس لأن التعريف الحاصل بالإضافة كالتعريف الحاصل بلان العهد سواء فلو قالوا غلام زيد إلا لأنيف يلمانه بهذا الاسم بكيمه أعظمهم أو أخصهم به وبالجملة لأشهرهم بغلاميته حتى كأن غيره ليس غلاما له بالنسبة إليه فالحاصل أن المضاف وذلان الغالبين في العالمية يجب كونهما أشهر فيما غلب فيه منهما في سائر الأفراد التي شاع فيها قبل العالمية فإذا صار عالمين اتفاقيا لزمت الإضافة فيما كان مضافا فلا يجوز تجريده عنها وعما ذلان فالأكثر فيه أيضا لزول اللان وقل يجوز تجريده عنها كما قيل في النابغة نابغة وذلك قليل تجريده قال قليلا تجريدنا يوما يوما نقى رأس زيد بأبيض ما بالشفرتين يماني وهي أكثر من اللام وقد يضاف العلم مع بقاء تعريفه كان مرة في باب الإضافة نحو زيد الخليل وأمار الشاء ومبر الحمراء وإن لم يكن اشتراك في العلم وإن يثني العلم أو جمع فلابد من زوال التعريف العالمي لأن هذا التعريف إنما كان بسيب وضع اللفظ على معين والعلم المثنى أو المجموع ليس موضوعا إلا في أسماء معدودة نحو أبانين وعمايتين وعرفات كما يجي فإذا زال التعريف العالمي وقد قلنا إن تنكير الأعلان قدوم قال المسمث وجب جبل ذلك التعريف الفائت بأخصر أضاة التعريف وهي اللام بأخصر أداتي التعريف وهي اللام فلا يكون نسمى العالم ومجموعه إلا مع معرفين باللام العهدية كما قلنا في نحو قيلك خرج الطاضي إذا لم يكن في البلاء في البلد غيره أو كان أشهر بحيث يرجع مطلق اللفظ عليه وابن العيش لا يوجد جبر التعريف الفائت من المثنى والمجموع بل وجيز تنكيرهما وصفهما بالنكرة والاستقراء يقوي ما ذهب إليه المصنف مع القياس واجري مجرى العلم الحقيقي العلم اللفظي فقيل في تثنية أسانه وجمعه الأسانتان والأسانات فانقيل فعلا ما قررت تنكير العلم من لوازم تثنيته وجمعه وتنكيره قليل مخالف للقياس فوجد قلتها أيضا وليس كذلك قيل العلم واقع في كلامهم كثيرا فلولم يثنيوه ولم يجمعوه لأدى إلى مثل ما كرهوه من مثل جاءني رجل ورجل ورجل ولما علموا أنه يثنيوه وجمعوه أدى إلى تنكيره الذي هو قليل مخالف الريقياس قصدوا إلى تثنيته وجمعه على وجه دراعة فيه ما يندهع به ذلك فجبر التعريف الزائل بإلزامه اللام لزوم التعريف العالمي له فكان فيه توفير الأمرين جميعا الخلاص من التكرير الشميع وحفظ العلم من التنكير بتعريف آخر وإن كان التعريفان متغيرين لكنه غاية المجهود وقدر بعض المثنى والمجموع غير مجبير بلان وذلك في أشياء مشتركة في الأسماء لازم تصاحبها كأبانين لجبلين متقابلين يطالوا لأحدهما أبان الريان لكثرة الماء فيه وللآخر أبان العدشان لطلة الماء فيه وكذا همايتان جبلان متقابلان لهذين متقاربان إثم كلا منهما عناية وكذا جماديان وإنما جدت ذيود هذه الأسماء من اللهم لأن أحد الجبلين مثلا لما لم ينفرد من الآخر جاز أن يكون كالشيء الواحد المسمى بالمسمى كما تسمي مثلا شخصا بزيدان بخلاف شخصين مسمى كل منهما بزيد فإن الأغلب فيهما لما كان هو الانفكاك لم يكون كشخص واحد مسمى بالمسمى حتى يقال لهما زيدان وعرفات كأبانين وعمايتين كأن كل موضع منهما كان يسمى عرفه وأما أذرعات لبلد بالشام فلوس من هذا إذ لا يقال لبعض منه أذرعه بل هو كمساجد موضوع لشخص معين عنوان الكنية عن الآلام وأعلم أنه يكنى بفلان وفلان عن أعلام الأنسي خاصة فيجريان مجرى المكني عنه أي كونان كالعلم فلا يدخله ملان ويمتنع صرف فلان كما يجري أفعل بمعنى أحمق مجرى المكني عنه في الامتناع من صرف على ممر ولا يجري تنكير فلان كسائر الأعلام فلو يقال جاء فلان وفلان آخر إذ هو موضوع للكمية عن العلم وإذا كني عن الكنية طيل أبو فلان وأم فلان وإذا كني بفلان وفلان عن أعلام البهائم أثناء كانت أو كنا أدخل عليهم الام التعريف فيقال الفلان والفلان وأبو فلان وأم فلان لقصد الفرق وكانت كمية البهائم أولى بالله من كمية أعلام الإنسان لأن أنسى الإنسان بجنسه أكثر فهو عنده أشهر من أعلام البهائم فكان فيها نوع تنكير طالب السراج وتبعه المصنف إن نفض فلان لم يأتي إلا محكيا كقوله تعالى ليكني لم أتخل فلان خليلا وهو منتقد بما روى الأصمعي عن مرار الفقاسي سكنوا شبيثا والأحص وأصبحوا نزلت منازلهم بني بدياني وإذا فلان مات عن أكرمة سدي معارز فقده بفلاني ويقول معنى بن أوس المزني بل بل وبقيلي معنى بن أوس المزني أخذت بعين المال حتى نهكتبه وبالدلم حتى ما أكاد أداني وحتى سألت القرض عند باب الغنى ورد فلان حزتي وفلان ربان الكنوة عن غير العلام ويكن بهم وهمة نفتوحة العين وهمت ساكنتها عن اسم الدنس غير العلم فلا تصرف هنا ويدخل جميع هلان ويدخل جميع هلان وإذا سكنت النام فتاء التأنيث مبدلة من اللان كما في أخت وبنت وسكنت العين للإذان بأن التاء ليست لمجرد التأنيث لأن تاء التأنيث يفتح ما قبلها قيل وقد يكن عن العلم بهلم كان في قول ابن هرنه يخاطب حسن ابن زيد الله أعطاك فضلا من عطيته على هلم وهلم فيما نضع وهني يعني عبدالله وحسن وإبراهيم وقال حسن ابن حسن وكانوا وعديه شيئا سأخلفوه هذا والظهر أنه كان عن الجنس أي على لئيم ولئيم ولئيم حوشوا عن ذلك ومنه يا هنه للمنابة غير المصرح باسمه تقول في التذكير يا هنه ويا هنان ويا هنان وفي التأنيث يا هنة ويا هنتان ويا هنات وقد يلي آخرهم ما يلي منبوب وإن لم تكن منبوبة تقول يا هنه لبن الهاء في الأكثر وقد تكثر كما ذكرنا في المنبوب وهذه الهاء تزاد في الساعة ذصل ووقفة كما أنه في الأصل هاء السكت قال يا مرحداه بحماري ناجية وقال يا رب يا رباه إياك أسل عفراء يا رباه من قبل الأجل في حال ضرورة هذا قول الكوفيين وبعض البصريين ولما رأى أكثر بصريين ثبوت الهاء وصن في الساعة أعني في هناء مضمومة وأنه لا ملكرمة التي هي واو في هنوات كما أبدلت في هنيها وقال بعضهم هي بدل من الحنزة المبدلة من الواو إبدالها في كساء وإن لم يستعمى الحناء كما أبدل في إياك فقالوا هيك ومجيب كسر في هناء يقوم مثل الكوفيين وأيضا إخصاص الألف والهاء بالنداء وأيضا لحاق الألف والهاء في جميع تصاريفه وسلم على ما حكى الأخفش نحو يا هنانه ويا هنانه أو يا هنانيه كما مر في المنجوب ويقن بهنيته عن جامعة ونحوه من الأسعال المستهدمة والقياس وهنوت لأن لا نهو واو بدليل وكعسبة وإما مدارع كتغلب ويشكر وإما أمر كإسمة لبرية معينة وطيله على مجنس لكل مكان قفر كأسامة تقول لطيته بوحش إسمة والبرد إسمة والوحش المكان الخالي وكسر من إسمة والمسمون في الأمر الضم لأن الأعلام كثيراً ما يغير لفظها عن وقل تبعاً لنقم معانيها كما قول في شمس بن مارك شمس ببن الشين والمرتجل ما لا نعمى له في أجنس من قولهم ارتدر الخطبة أي اخترعها من غير غوية وهو من يرتدر الأمر كأنه فعله قائم على رجليه من غير أن يقعد متأمياً فيه والمرتجل نحو حنتف وفقعس وقال بعضهم هنا من قولان من الحنتف وهو الجراد والفقعس أي البرادة وما كان مشتقاً من تركيب المستعمل لكن غير للعالمية بزيادة كغطفان من غطف العيش أي ساعته وبنأي بنقصانه كأمر من مع تغيير الحركة كان أولا فهو أيضاً مرتجل إذ ليس من قولاً من مسنن إلى آخر وإن كان مشتقاً وأنه يغير ما هو ثابت في الجنس إن بفك الإضغام كما في محبب اسم رجل والقياس محب وليس من تركيب محب كقردد ومهدد لأن هذا التركيب غير مستعمل وإن بفتح المكسور كميضب لأرض وميوهب لرجل والقياس كثر العين كميوهب وميوضع وليس على فوعاً من مرب ومهد لأنهما لم يستعمل في كلامهم وإن بفسر مفتوح كمعدي كرد عند من قال أصله معدى كنغزى لا معدي وإن بتصحيه من وعن كنكوزه برجل ومريم وليس بفعورة وفعي من مكزة ومرمى لعدم استعمالهما وإن مدين فيجوز أن يكون من مدنة أي أقامة وإن بإعلار ما يسحح كحيوه برجل والقياس حيه لأنه عند سيبويه عينها ولا رغايا والحاوي والحواء ليس من تركيبها بل من حواء الجنع لجنهه لما في سطه وعند غيره أصد حيه حيه لقولهم الحاوي والحواء قربت العين إلى نوضي أيام في حوة عندهم فالكلم بهذه التغييرات عند النوحى تصير مرتدرة لأنه لم تستعمل في الأجناس مع هذه التغييرات ولو طول بنقلها والتهيير إما مع النقل أو بعده في حال العالمية كما في شمس لجاز روان الاسم واللقب والكلة وحكمها عند الاجتماع والأعلام على ثلاث أضرب إن اسم وهو الذي لا يقصد به مده ولا ذن كزيد وعمر أو لقب وهو ما يقصد به أحدهما كبطة وقفة وعائد الكلب في الذن وكالمصطفى والمنطبع ومظفر الدين وفخر الدين في المدح ولفظ اللقب في القديم كان في الذن أشهر منه في المدح والنجز في الذن خاصة وإن كله وهي الأب أو الأن أو الابن أو البنت مضافات نحو أبو عمر وأم كنسون وابن آوى وبنت وردان والكلية من كنيت أي سترت وعرضت كالكناية سواء لأنه يعرض بها عن الاسم والكلية عند العرب يقصد به التعظيم والفرط بينها بين اللقب معنا أن اللقب يندح به الملقب به أو ذن بنعنى ذلك النفو بخلاف الكلة فإنه لا يعظم المكني بمعناه بل بعد التصريح بالاسم فإن بعض النفوس تأنف من أن تخاطئ باسمها وقد يكن الشخص بالأولاد الذين له كأب الحسن لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه وقد يكن في الصغر تفاؤلا بأن يعيش حتى يسير له ولد اسمه مذاك وإذا قصد الجمع بين الاسم واللقب أتي بالاسم أولا ثم باللقب لكيوم اللقب أشهر لأن فيه العالمية مع شيء آخر من معنى المعت فلو أتي به أولا لأظمه عن الاسم فلم يجتمع ثم إن أن يتبع اللقب الاسم عطف ديان له لكيومه أشهر أو يقطع عنه رفعا أو نصبا على المدح أو الذن لكيومه متضمنا لأحدهما ويجوز الإتباع والقطع المذكوران سواء كان مفردين أو مضافين أو مختلفين في ذلك وإن كان مفردين وأو أولهما جاز إضافة الاسم إلى اللقب كما تقدم في باب الإضافة وظهر كلام بصريين يجوز الإضافة عند إفرادهما وقد أجاز الزجاج والفراء الإتباع أيضا وهو الأولى لما رأى الفراء قيس قفة ويحيى عينان لرجل ضخم العينين وابن قيس للرقيات بتميين قيس وإجراء الرقيات عليه والأشهر إضافة قيس إلى الرقيات إما على أن الرقيات لقب لقيس والإضافة كسعيد كرز أو على أن الإضافة لأبنى منابسة من كاحه نسوة اسم كل منهن رقيه وقيل هن جداته وقيل شدب بثلاث نسوة كذلك قال إن ابن قيس أخي الرقيات ما أحسن العرف في المصيبات وقال الشاعر في الإجراء فلنطلب الأوتار ما حز أنفه قصير ورام الموت بالصيف بيهث نعامة لما صرع القوم رهطه تبين في أثوابه كيف يلبس وقد ينقل العلم عن المركب كما سبق في باب المركب شرحه عنوان التثمية بالمثنى والجمع ثم نقول إذا أردت التثمية بشيء من الألفاظ فإن كان ذلك اللفل المثنى أو مجموع على حده كضاربان وضاربون أو جاريا مجراها كاثنان وعشرون واربوا في الأكثر إعرابه قبل التثمية ويجيز أن تجعل المين في كليهما معتقد الإعراب بشرط أن لا تتجاوز حروف الكلمة سبعة لأن حروف قرأ دلانه غاية عد حروف الكلمة فلا تجعل المين في مستعتبان ومستعتبون معتقد الإعراب فإذا فإذا عربت المين أنزم المثنى الألف دون الياء لأنه أخف منها ولأنه ليس في المصابات ما آخره ياء ومين زائدتان وقبل الواي فتحه قال ألا وديار الحي بالسبعان أمل عليها بالبرى الملواني وأنزم الجمع دياء دون الواي لكي أنها أخف منها وقد جاء البحرين في المثنى على خلاف القياس يقال هذه البحرين بذن ودخلت البحرين قال الأزهري ومنهم من يطول البحران على القياس لكن النسبة إلى البحران الذي هو القياس أكثر فبحراني أكثر من بحريني وإن كان استغمار البحرين مجعولا منه ما تقبل الإعراب أكثر في استغمار البحران كذلك وجاء في الجن قلواه قليلا مع الياء قالوا قم نسرين وقم نسرون ونصيبون ونصيبون ويبرين ويبرون لأنه مثل زيتون في كلامه الموجود وقال الزجاج نقرا عن المبرد يجوز الواو قبل المين المجعول معتقد الإعراب قياسا انتهى الوجه الأول يبدأ حالا منواصر التراءة تحت عنوان التسمية بالمثنى والجمع وقال أبو علي في قوله ولها بالماطرون إذا أكل النم الذي جمع بكسر النون إنه اسم أعجمي وهو في شرح كتاب سيبويه بالنون والطائر المفتوحة وفي الصحاح والناطرون بالنون والطائر المكسورة وقد روي في الشعر المذكور بالنون المفتوحة فإن قلنا إنه أعجمي وجب أن لا يكون اللام للتعريف بل من تمام الاسم الأعجمي وإلا انكسر في موضع الجر وإن قلنا إنه عربي فليس النون معتقب الإعراب لانفتاحه فكان القياس الماطرين بالياء ففي جعل الواي مكان الياء إشكار وطورون وجيرون أعجميان وإذا سميت بالمجموع بالألف والتاء كعرفات وأذرعات ففيه المذاهب الثلاثة المذكورة في أول الكتاب عند ذكر التنين غنوان التسمية بالحروف والأفعال وبالمبني من الأسماء وإذا نقلت الكلمة المبنية وجعلتها علما لغير ذلك اللفظ فالواجب الإعراب وإن جعلت اسم ذلك اللفظ سواء كانت في الأصل اسما أو فعلا أو حرفا فالأكثر الحكاية كقولك من الاستفهانية حالها كذا وبرد فعل ماض وليت حرف تمام وقد يجيء معربا نحو ذلك ليت ينسب ويرفع قال ليت شعري وإن نمي ليت إن ليت وإن لو عناء فإن أولته بالمذكر كالنفذ فهو من صرف مطلق وإن أولته بالكلمة أو اللفظة فإن كان ثلاثيا ساكن الأوسط كليت فهو كهند في الصرف وتركه وإن كان على أكثر من ثلاثة أو ثلاثيا محرك الأوسط فهو غير من صرف قطع وإن كانت الكلمة ثنائية وجعلتها علما للنفذ وقصدت الإعراب ضعفت الثانية إذا كان حرفا صحيحا محو من وكم بخلاف ما إذا جعلت الثنائية علما لغير اللفظ فإن كلاه ضعف الثانية الصحيح بل تقول جاءكم ورأيت من مخففين فيجعل من باب ما حبث دعمه نسيا وهو حرف علة كيد فلو تصغيره على كمين كيديه وإن ما جعلتها من باب المحذوف اللام لأن المعربة لم يوضع على أقل من ثلاثة وإنما جعلت المحذوف حرف علة لأنه أكثر حذفا من غيره وإنما جعلتها من باب يد أي مما حذف لامه نسيا لا من باب عصا لأنه لم يكن لها لام في الوضع فكان جعلها من باب يد أي مما جعل لامه بالحذف كأنه لم يوضع أو لا وتقول في الأول أكثرت من الكم والحل مشدديني وذلك لأنه لم ينقل بالكلية وإنما نقر من المعنى إلى اللفظ فلا بأس بتغيير لفظه بتضعيف ثانيه ليصير على أقل أوزان المعربات وأن المنقور بالكلية أو المجعور العلما لغير اللفظ فلو غير لفظه أيضا بالتضعيف لكان تغييرا ظاهرا في اللفظ والمعنى وإذا كان ثالث لفنائي حرف علة وجلت ضعيفه إذا أعربته سواء جعلته علما لللف أو لغيره نحو لي وفي ولا وهو وهي تقول هذا لي وفي ولا زدت على ألف لا ألف آخر وجعلته همزة تشبيلها برداء وكساء وإنما واجب التضعيف لأنك لو أعربته بلا زيادة حرف آخر أسقط حرف العلة للتنمين فيبقى المعرب على حرف واحد ولا يجوز وكذلك لو أولناه بالكلمة أو سمينا به ومنعناه من الصرف وجب التضعيف لأن لا نؤمن من التنكير فيجير التنمين إذن وحكي عن بعض العرب أنه يجعل الزيادة المجتلبة بعد حرف العلة الثاني حمزة في كل حال نحو لو وثي ولاء والأوذل أو التضعيف أولى لكي المزيد غير أجنبي عنوان حروف المعجم وإعرابها ولأجل خوف بقاء المعرب على حرف إذا أردت إعراب أسماء حروف المعجم الكائنة على حرفين نحو با تا ثا را وإن لم يكن المعرب منها علما ضعفت الألف وقلبتها همزة للساكنين فتقول هذه باء وتاء ودليل تنكيرها وصفها بالنكرات نحو هذه باء حسنة ودخور اللام عليها كالباء والتاء وأما زاي فهو على ثلاثة أحرف آخرها الياء كالواو أعربته أو لم تعربه وفيه لغة أخرى زي نحو كي فإذا ركبتها وأعربتها قلت كتبت زيا نحو كي ولا تجيز الحكاية في أسماء حروف المعجن مع التركيب مع عاملها فلا تقول كتبت باء حسنة كما جاز في نحو من وما وليت إذا جعلت أعلاما لللفظ لأنها موضوعة لتستعمل في الكلام المركب مع البناء فجاز لك حكاية تلك الحال في التركيب بخلاف أسماء حروف المعجن فإن هذا توضع إلا لتستعمل مفردات لتعليم الصديان ومن يجري مجراهم موقوفا عليها فإذا استعملت مركبة مع عاملها فقد خرجت عن حالها الموضوعة لها فلا تحكى وإنما وجب إعراض الكلمة المدنية إذا سمي بها ظور اللفظ ولم تجز تجز حكايتها كما جازت إذا سميت بها اللفظ لأنك لم تراعي إذن أصل معناها الذي كانت بسابه مبنية أصلى بل أخرجتها عنه بالكلية وأما إذا جعلت هسما للفظ فإنك تراعي معناها من وجه وذلك أن معنى أن تنسب وترفع أي أن التي معناها التحقيق تنسب وترفع فلك إذن نظر إلى أصل معناها والدول على أن المد في نحو قولك هذه باء مزيد ولم يكن في أصل الوضع قولك في الأفراد با تا ثا بلا مد وما وضع على ثلاثة يكون في حال الأفراد أيضا كذلك كزيد عمر بكر وثلبيه جعل أبا جاد وهواز وحطيا بياء مشددة عربيات فهي إذن من صرفة وجعل سعفص وكلامين وقريشيات أعجميات فلا تصرف للعالمية والعجمة وإنما جعل الأول العربية لأن أبا جاد مثل أبي بكر وجاد من الجواد وهو العطش وهواز من هوز الرجل أي مات وحطي من حط يحط وقال اندرد يجوز أن تكون كلها أعجميات قال السرافين لا شك أن أصلها أعجمية لأنها كان يقع عليها تعليم الخط بالسريانية وقريشيات يدخله التميين كما في عرفات وتعريفها من حيث كلمها أعلاما لللفظ إذا ركبتها مع العام نحو اكتب كلمين أي هذا اللفظ أو هذه الكلمة وإذا سمي بفوق قال الخليم تقول فمن لأن العرب قد كفتنا أمر هذا لما أفردوه فقالوا فمن فأبدلوا المين كانوا ولولا ذلك لقلنا فوه برب المحذوف كما هو مذهب سيبويه في ذو إلى سمي به فإنه قالوا هذا ذو كفتا ورأيت ذو ومررت بذو بناء على أن عينه متحركة وقال الخليم بل تقول هذا ذي فألم لقلب والي أن لسكون العين على ما مر من مذهبيهما في بار الإضافة وذي الزجاج في فو إذا سمي به أن يقال فو هم ربا إلى أصله ولا يجب تسديد حرف إلا كما شدد فيه لأن رب الأصل أولى من اجتلاب الأجنبي وإن سميت مؤنثا به كان كما لو سميت ها بزيد على الخلاف الذي مر في باب ما لا ينصرف وإن سميناها به فهو كما لو سميت ها بهند جاز الصرف وتركه الآن التسمية بحرف واحد وإن سميت بحرف واحد فإن أن يكون جزء كلمة أو لا والثاني إما أن يكون متحركا في الأصل كواه العطف ولان الجر وياء الأضافة على قول أو لا فإن كان متحركا كمل على ثلاثة أحرف بتضعيف مجانس حركته فإنه أولى بكين الحرفين مجانسين لحركته وإنما جعلهم ثلاثه لمن يلحقه من التصطور والجنة فتقول في المسمى بباع الجر بين وأيضا لو زدت حرفا واحدا من جنس حركته لسقط بالتنين فصار المعرض على حرف واحد وتقول في المسمى بلا الاتباء لا وإن كان الحرف ساكن كلام التعريف عند سيبويه وياء الإضافة على نجل بعضهم فحكمه عند سيبويه والزجاج حكم جزء الكلمة كما يجي وعند غيرهما يحرك اللام بالكسر ثم يضعف مجانس الكسر أي فيقال لي ذلك لأنه لا بد من تحريك هذا الساكن المبتبأ به إذا أردنا زيادة حرفين عليه والساكن إذا حرك حرك بالكسر وأن اليا فيفتح لثق الكسر عليه لأنه يفتح عند الاضطرار في نخ أغلا مايا ثم يضعف مجانس الفتح فيقال يا وإن كان الحرف الواحد جزء كلمة فإما أن يكون متحركا أو ساكنا فالمتحرك عند سيبويه يكمل أيضا بتوعيف مجانس حركته كما ذكرنا فيما ليس بعضا والأولى أن يكمل بشيء من تلك الكلمة فمدرد يكمله بإعاة جميع وحدف فيقول رجل في المسنى بأحد خروفه وقال غيره بل لا نتجاوز قدر الضرورة فإن فإن كان ذلك المتحرك فاء كم لدى العين نحو رج في المسنى براء رجل وإن كان عين كم رجل فاء فيقال رج أيضا في المسنى بجين رجل ولو كم لان لان لأن الكلمة المحذوثة لان أكثر من المحذوثة الفاء أو العين وإن كان ذلك الحرف المتحرك المسنى به لان فالما ظني كالمله بالعين لكونه أقرب نحو جن في المسنى بلان رجل فيكون مع أدفاءه كعدة والأخفش كالمله بالفاء نحو رل فيكون محذوث العين كسح وهو الأولى لأن المحذوث الفاء لا بد له من بدل كما في إذا وإن كان الحرف ساكن كعين جعفر وسين عدس فالمدرب يكمله بما كمر به المتحرك يعني برد الكلمة إلى أصلها وسيد يكمله بهمزة وصل مكسورة فيقول إع وإس وإذا وصلته بما قبله أسقط الهمزة لكلمه الموصل فتقول هذا هذا وقام وقال قد أتى بعض الأسماء على حرف إذا اتصر بكلام نحو منب بتخفيف الحمزة ورد عليه المبرد بأن تخفيف الهمزة غير لازم فكأن الكلمة على حرفين بخلاف حذف الهمزة الوصل فإنه لازم فيبقى اسما نعرض على حرف واحد ورد أيضا من تريج زلب الهمزة الوصل المتحرك والزجاج يزيد الهمزة الوصل كما زاد سيبويه ويقطعها هربا مما ألزم به سيبويه ولأن همزة الوصل في الأسماء الصرفة قليل وإنما تكون في الفعل باسم جاري نظراه أعني المصدر وفي الحرف فلهذا إذا سميت بفعل فيه همزة وصل قطعتها كقولك بوحش اسمت وأن إن سميت باسم فيه همزة الوصل كالوسم أبقيتها على حالها لعدم نقل الكلمة من قبيل إلى قبيل ومنهب غير هؤلاء المذكورين التكمير لبعض ذلك الكلمة كما ذكرنا في الحرف المتحرك فالعين تكمل بالفاء وأما اللام فيكمل إما بالعين عند المازمي وإما بالفاء عند الأخفش وإن كان ذلك الساكن مما قبله همزة واسم فإن كان ذلك في الفعل كبار اضرب لئت بالهمزة مقطوعة لما ذكرنا وإن كان في الاسم كنون انطلاق كن لد الحرف الذي بعده فتقول اضرب منوان سور أخرى من التسمية وإن سميت بفعل مفكوك الإدغام جزما أو وقفا كردد ويردد أدغمت فقوت أرد ويرد غير منصيفين لأن المفكوك قليل في الأسماء كقردد ومهدد وكثير في الأفعال ولأن فك الإدغام في الفعل إنما كان لعارض زال في الاسم وهو الجزم أو الوقف الجاري مجراه ولهذا ولهذا يبقى الفك إذا سمي بألبب من قولك بنات البدن ولهذا يرد اللام أو العين إذا سمي بفعل محذوف اللام أو العين جزما أو وقفا كيرزو ويرمي ويخشى ويرزو ويرمي وخشى ويخف ويقل ويبع وقل وبيع فتقول جاءني يغزن ويوم والتنوين للعب كما في قاب اسم امرأة ويخشى كيحيا وغز ورم ويخاف ويقول ويبيع وقل وبيع وخاف كما مر في غير المصيف وأن سل إذا سميت به فإنك لا ترب الهجزة لأنها لا تحذف من نجد الجزم ولا الوقف وترب اللام مع العين في يكو لأن اللام حذف التشبيه بحرف العلة في لم يغزو وتحذف هاء السكت من كل ما هي فيه إذا سمي به نحوره وفه ويرضه لأنه للوقف وترب مع اللام النحذوف للوقف في ره الهجزة التي هي عين إذ لو لم تردها لحتجت إلى زياة ألف أجنبي كما في لا فرد الأصل أولى فتقول جاءني رائي والأخفش يرد هنزة الوصل أولا مقطوعة فيقول أرأى غير منصرف لأن الراء تسير ساكنة بانتقال حركتها إلى الهنزة المردودة لأنها كانت لها وكذا ترد مع اللام المحذوفة ألفاء فيقه فنقول جاءني وقع إذ لو والرد ورد لواجب تبعيف لها كما في قية وإنما فتحت الوا لخصة الفتح ولكونها مفتوحة في الماضي وليس منت بنحو ضربت أبدلت التاء هاء في الوقف وصار مثل مسلمة لخروج الكلمة إلى قسم الأسماء وليس منت بنحو ضرب وضرب على أن الألف والوا وزذة على متين للتثمية والجم كالتاء في ضربت نحو أكلون البراضيس وجد إلحاق النوم عوضا من تنوين كان يستحقه ضربا لو سمي به فتقول ضربان وضربون ثم بذلك يجوز أن يعرب بإعراب المثنى والمجموع وأن يجعل النوم معتقد الإعراب وكذا إذا سميت بيضربان ويضربون على لغة يتعاقبون عليه الملائكة أما لو جعلت الأوف والوا فيكون من باب التسمية بالجملة وقد مر ذلك في المركبات ولو سميت بذلي وأولي فلابد من رد النوم التي أسكدت للإضافة ولو سميت يضربن على لغة يعصرن السلوط أقاربه جعلت نون معتقد الإعراب ولم تصرفه للتعريف والوزن ولو سميت مذكرا ببد أو أخت صرفت لأنه ما كهند إذا سمي به مذكر إذ التاء ليست بالتأنيث بل بدل من اللام كان مر في غير المنصرف وقال بعضهم لا ينصرفوا لأن في التاء رائحة التأنيث فهي مثل سبح عرم مذكر وأما هنت إذا سميت به فإنك تربه إلى هنة لأن له معادفا جاري على القياس بخلاف بنت وأخت فنتخلص من الخلاف الذي كانت لهما وتنزع الله من الاسم الذي كانت تلزمه إذا سمي به كالآن والأفضل والذي والتي وفروعهما لأن أصل العلم أن يستغني عن اللام وإذا سميت السور بأسماء خروف المعجم التي في أوائلها أو سميت بها غير السور من إنسان وغيره فإن أن كان إعرابها وجب ذلك إذا كانت نفرات نحو قرأت قافا ومين غير من صريفين بالتأنيث والعالمية ويجي الصرف كما في هند وكذا إذا سميت به امرأة وإن سميت به رجلا فالصرف وكذا وجب الإعراب مع منع الصرف إن كانت مركبة من اسمهم كياسين وحامين أو من ثلاثة إثنان منها بوزن مفرد كطاسين لأن طاسين بوزن طابين فكأنه مركب من اسمين وإن لم تكن كذلك كأرف لا مين وكاف هيا عن صاد فالحكاية لا غير وحكي وحكي عن يومس أنه كان يجيز في كاف هذا عن صاد فتح جميعها ويعراب صاد على أن يكون كاف مركبا مع صاد والباط حشو لا يؤتد به عنوان أقوى المعارف وأعرفها المدمر المتكلم ثم المخاطب أي أعرف المعارف وكان المتكلم أعرف لأنه ربما دخل الانتباس في المخاطب بخلاف المتكلم عنوان النكرة تعريفها وإفادتها الاستغراق والنكرة ما وضع بشيء لا بعينه حدها على ما ذكرنا من حد المعرفة ما لم يشر به إلى الخارج إشارة وضعية والاحتراسات تفهم من حد المعرفة واعلم أن النكرة إذا وقعت في سياق النفي والنهي والاستفهام استارقت الجنس ظاهرا مفاية كانت أو مسناة أو مجموعة على ما ذكرنا في حد المعرفة ويحتمل أن لا تكون للاستغراق احتمالا مرجوحا فلذا أتى بالقرينة نخو ما جاءني رجل واحد بل رجلان أو بل رجال وما جاءني رجلان هما أخواك وهل جاءك رجال هم إخوتك ومع الإطلاق أوضا يحتمل وعدم الاستغراق احتمالا مرجوحا فلهذا كان لا رجل ظاهرا في الاستغراق محتملا لسواه وإذا دخلها من ظاهرا نخو ما جاءني من رجل أو مقدرا نخو لا رجلا أي لا من رجل فهو نص في الاستغراق ومن هذه وإن كانت زائدة كما ذكر النحا لكنها مفية لنص الاستغراق كأن أصلها من الاتدائية لما أرى استغراق الجنس تدئ منه بالجانب المتناهي وهو الأحد وترك الجانب الأعلى الذي لا يتناهى لكونه غير محدود كأنه قيل ما جاءني من هذا الجنس واحد إلى ما لا يتناهى فمن ثم تقول إذا قصدت الاستغراق ما جاءني أحد ومن أحد وإن وقعت النكرة لا في سياق الثلاثة فظاهرها عدم الاستغراق وقد تكون لاستغراق مجازا كثيرا إن كانت مكتبأه كثمرة خير من زنبور ورد خير من امرأة وقليلا في غيره كقوله تعالى علمت نفس ما قدمت والدرير على كونها في الموجب مجازا في العموم بخلاف المعرفة للام تعريفا لفظية كما في الدينار خير من الدرهم أن الاستغراق يتبادر إلى الفهم بلا قرية الخصوص مع اللام وعدم الاستغراق بالالام والسبق إلى الفهم من أقوى دلائر الحقيقة عنوان العدد وتحديد معناه قوله أسماء العدد ما وضع لكمية آحاب الأشياء مقصوده تحديد ألفاظ العدد وكمية الشيء عدد المعين لأن الكمية ما يجاوبه عن السؤال مكم وهو العدد المعين كما أن مهية الشيء حقيقته المعينة التي يستفهم عنها بما الموضوعة بالاستفهام عن الحقيقة وكيفية الشيء وصفه المعين الذي يستفهم عنه بكيف فكأنه قال اسم العدد ما وضع للعيد المعين احترازا عن الجنع فإنه وضع لعيد غير معين ويخرج منه المئات والألوف وقوله آحاد جنع واحد فينبغي أن لا يكون واحد واثنان من ألفاظ العدد لأن واحدا لم يوضع لكمية آحاد الأشياء لأنه قال كم درهم عندك فتقول واحد فليس هناك آحاد أشياء وكذا إذا قلت اثنان في جواب كم جرخما ولو دخل واحد واثنان لدخل نحو رجل ورجلان لأنهما وضع لكمية الشيء وأيضا وإن كان وضع مع ذلك لماهية الشيء أيضا ولو قال العرب ما وضع لكمية الشيء فحسب فلم يدخل نحو رجل ورجلان ولم يخرج واحد واثنان لأن رفض الشيء يقع على كل لعيد من المفض والمثنى وما فوق ذلك ويجب أن يقال ما وضع للكمية فحسب ورى خلاف عند المحاك أن لفض واحد واثنان من ألفاظ العيد وعند الخشاب ليس الواحد من العيد لأن العيد عندهم هو الزائد على الواحد ومنع بعضهم كون الاثنين من العيد قالوا لأن الفرض الأول ليس بعيد فتباك ينبغي أن يكون الزائد الأول والنزاع فيه راجع إلى المراد بالعدد فعلى تفسيرهم العيد بكونه زائدا على الواحد ويدخل الثنان لأنه زائد عليه وعلى تفسير المحاك أو الموضوع الكمية يدخل الواحد والاثنان عنوان أصول العدد قوله أصولها اثنة عشرة كلمة واحد إلى عشرة ومئة وعلف يعني أن الألفاظ التي يرجع إليها جميع أسماء العود إثنتا عشرة كلمة وإن كانت تلك الأسماء غير متناهية ومن عدى تلك الألفاظ متفرع منها بتثنيه كمئتان وألفان أو بجمع كعشرين وأخواته الجارية مجرى الجمع أو بعطف كثلانة وعشرين وأحد ومئة ومئة وألف وكذا أحد عشر وأخواته لأن أصلها العطف كما تقدم وإن بإضافة نحو ثلاثمئة وثالث آلاف وقد يدخل العطف على جميع هذه الأقسام سوى العطف نحو ثلاثمئة وثلاثة آلاف ونحو ذلك ثم شرع في كيفية استعمالها للمذكر والمؤنس فقال عنوان تفصيل استعمال ألفاظ العود الواحد والاثنان واحد واثنان واحدة واثنتان وسنتان يعني أن واحد واثنان للمذكر واحدة واثنتان واثنتان للمؤنس جرى واحد واثنان في التذكير والتأنيس على القياس للتائر المؤنس والمجرد عنه للمذكر والواحد اسم فاعل من واحدة يحد وحدا وحية أي انفرد فالواحد بمعن المنفرد أي العود المنفرد ويستعمل في المعدود كسائر الفاظ العدد فيقال رجل واحد وقوم واحدون والتكسير وحدان وأحدان كشاب وشبان والهمزة بدل من الواو ويقال في الصفة المشبهة منه واحد لفتح الحاء وكسره ووحيد وتدبر الواو فيها التركيب همزة أما في أحدان فطياس إذ الواو المضمومة يجوز إبدالها همزة في الأول كانت كأجوة أو في الوسط كفؤوس وأما في أحد فشاذ عند جميع وعما إحدى فهو قياس عند المازني أي إبدال الواو المكسورة في الأول همزة كإنده وإشاح شاذ عند غيره وإذا استمر في الأعداد المنفية اختار نفض أحد وإحدى على واحد وواحدة تخفيفا وقد يقع في التنييف واحد وواحدة أيضا لكن قليلا فيقال واحد عشر وواحد عشرة وواحد وعشرون وواحدة وعشرون ورد ما قيل واحد عشر ويستعمل أحد وإحدى في غير التنييف أيضا مضافتين مضطردا نحو أحدهم وإحداهن ورد يستعمل أحد إلا في التنييف أو مع الإضافة وأما أحد فيستعمل مضطردا لعموم العلماء بعد نفي أو نهي أو استفهام أو شرط نحو ما جاءني أحد ويلزمه الإفراد والتذكير قال الله تعالى لستمك أحد من النساء وتعريفه حمائي نادر وقد يستغنى عن نفي ما قبله بنفي ما بعده إن تضمن ضميره نحو إن أحد لا يقول كذا كما مر في باب الاستثناء ولا يقع أحد في إجاب مراد به الأموم فلو قالوا لقيت أحدا إلا زودا خلافا للمبرد ويستعمل واحد أيضا في أموم العقلاء في غير الموجب لكن يؤمث نحو ما لقيت واحدا منهم ولا واحدة منهم وقال أبو علي همزة أحد المستعمل في غير الموجب أصلية لا بدر من الواو وأما في الموجب نحو قوله تعالى قل هو الله أحد فهي بدر اتفاقا كأنه لما يرد في نحو ما جاءني أحد معنى الوحدة ارتكب كون الهمزة أصلى والأولى أن نقول همزته في كل موجب بدر من الواو ومعنى ما جاءني أحد ما جاءني واحد فكذنى فوقه وقد يستعمل قليلا أحد في الموجب ولا تنيف ولا إضافة استعمال واحد قال الله تعالى قل هو الله أحد وقد يقال في المدح ونفي المثل هو أحد الأحدين وهو إحدى الإحد جمعوا إحدى على إحد تشبيها بسره وسدر فمعنى هو إحدى الإحد داهية هي إحدى الإحد قال حتى استثاروا بإحدى الإحد ويستعمل استعمال أحد في الاستغراط في غير الموجب ألفار وهي عريب وديار وداري ودوري وطوري وطئوي وطاوي وأرم وأرين وكثيع وكراب ودعوي وشق وقد تضم شيله وقد لا يصحب نفيا ودبي ودبيج ووابر وآبز بالزاي وتامور وتومور وتومري ومني وعن وعن اثناني فهي لفظ مربوع لواحدين من السن واثنتان محذو فلان والتاء للتأنيث وسنتان مثل بنت تاء التأنيث فيه بدل من الياء وهو قليل ودار التاء من رواه كثير كأخت وبنت وتراث وتكأة انتهى الشريط الثاني عشر من القسم الثاني من كتاب شرح الكافية ولكتاب بقية على الشريط الثالث عشر الوجه الاول يبدأ حالا هذا هو الشريط الثالث عشر من القسم الثاني من كتاب شرح الكافية برواي الدين الاستراباذي عنوان استعمال الثلاثة والعشرة وما بينهما قوله ثلاثة الى عشرة ثلاثة الى عشر يعني ان ثلاثة الى عشرة للمذكر نحو ثلاثة رجال واربعة رجال وثلاث الى عشر للمؤنث نحو ثلاث نسوة وتسع نسوة خورفا بذاب التذكر والتأنيس من ثلاثة الى عشرة فأمث للمذكر وذكر للمؤنث وعد لذلك بوجوه والاقرب هندي ان يقال اننا فوق الاثنين من العيد موضوع على التأنيث في اصل وضعه واعني باصل وضعه ان يعبر به عن مطلق العدد نحو ستة ضعف ثلاثة واربعة نصف ثمانية قبل ان يستعمل بنعم المعدود كما في جاءني ثلاثة رجال فلو يقال في مطلق العدد ست ضعف ثلاث اننا وضع على التأنيث في العصل لان كل جنع اننا يصير مؤنثا في كلامهم بسيب كومه دالا على عيد فوق الاثنين فاذا صار المذكر في نحو رجال مؤنثا بسيب عروض هذا العرض فتأنيث العرض في نفسه او لا وان كون العود عرضا فلانه من داب الكن وهو عرض على ما يذكر في موضعه ثم انه غلد على الفاظ العود التعبير بها عن المعدود فطرأ عليها اذا معنى الوصف الذي هو معنى الاسماء المشتقة اذ صار معنى رجال ثلاثة رجال معدودة بهذا العدد لكنه مع غلدة معنى الوصف عليها كان استعمالها غير تابعة لموصوفها اغلب فاستعمال نحو ثلاثة رجال اغلب من استعمال رجال ثلاثة وان كان الثاني ايضا كثيرا الاستعمال وذلك لأجل مراعاة اصل هذه الالفاظ في الجمود ولقصد التخفيف ايضا اذ باضافتها الى معدوداتها يحصل التخفيف بحذف التنمين فصار على هذه القائبة اصل جميع الفاظ العدد ان تضاف الى معدوداتها فان لم تضاف كما بين احد عشر الى مئة فالعلة كما يجي فاضافة ثلاثة يجال ومئة درهم كاضافة جرد قطيفة واخلاق ثياب على الخلاف المذكور بين اهل المصرين هل اضيفت الصفة الى ما كان موصوفها وهل المضاف اليه الان باقم على موصوفيته كما هو مذهب الكوفية او موصوف المضاف محذوف اعام والمضاف اليه مبين له كما هو مذهب البصرية فيه الخلاف المذكور في باب الاضافة فلا منع ان يقال تجوز الكوفية نحو الثلاثة الاسواب بتعريف المضاف لان الاضافة عندهم في مثله لفظية فلم ينكر دخول اللام في الاول ايضا وان كان تعرف الثاني هو تعرفه كما مر في باب الاضافة وليس ذلك بمقرد لانه لم يسمع الجرد القطيفة لكن لما ورد السماع به في العيد فالجره هذا فلم يثبت معنى الوص في الفاظ العدد وجرت تابعة لالفاظ المعدودات كثيرا نحو رجال ثلاثة والناس كئب المئة واذا لم تدري على الموصوف اتيا بما كان موصوفا بعدها ان مضافا اليه نحو ثلاثة رجال ومئة رجل وان بمن نحو ثلاثة من الرجال وان نصوبا نحو عشرون درهم وجاز اجراؤها ندر الصفات المشتقة في الفرق بين المذكر والمؤنث بالتاء مضطردة فان هذا الفرق مضطرد في الصفات المشتقة كضائب وضاربة وان في الجوامد فقليل نحو رجل ورجلة وغلام وغلامة وغير العظم المقابير يصف به ايضا نحو ثيد زراع وبر قفيز لكن لاك الاعداد في الكثرة فنقول بطيت الاعداد اذا كانت صفة لجمع المذكر على تأنيفها الموضوع في عليه بان تجعل الدالة على تأنيف ما لحقته ضالة على تأنيف موصوفه وذلك من الثلاثة الى العشرة لكونه صفة الجن والجن المؤنث بخلاف لفظ الواحد والاثنين فانهما لا يقعان صفة للجن فطيل رجال ثلاثة كرجال ضاربة واذا جئ بما كان موصوفا لها مضافا اليه نحو ثلاثة رجال صارت الاعداء تابعة للمضاف اليه في التأنيف وذلك لان لفظ المميز هو لفظ الموصوف بعينه اخر للغرضين المذكورين اما اذا كان المميز مفردا وذلك ما فوق العشرة فلم يؤنث العدد لانه لم يبقى عين الموصوف المؤنث كما يجي فاصل عشرون درهم دراهم عشرون وكذا اصل مئة رجل والف درهم رجال مئة ودراهم ألف ولم توافق الاعداء وصوفاتها المجموعة في التأنيف اذا جرت عليها كما ذكرنا لان اواخر عشرون واخواتها لزم هلواء والمين ولزم اخر مئة التاء لما يجيئ فتبعها الارث في ترك الموافقة لما استقر بهم فلما لم توافق منصوفاتها اذا جرت عليها لم توافقها ايضا اذا اضيفت اليها فقيل الف رجل والف امرأة ومئة رجل ومئة امرأة وانما بقي ثلاثة الى التسعة مع التنيف ايضا على حالها قبل التنيف وان لم يكن لها مميز مجموع ولا موصوف مجموع لان مميزها المجموع اكتفى بالمميز الاخير اذا عادت الفاض العدد اذا اترادفت انه اجتزأ بمميز العدد الاخير من جملتها تقول مئة وثلاثة وثلاثون رجل كان الاصل مئة رجل وثلاثة رجال وثلاثون رجلا وكذا ثلاثة عشر رجلا اصده ثلاثة رجال وعشر رجلا وميز العشر اذا لم يكن مع النيف يخالف مميزه مع النيف اذ هو مع الاول مجموع مجموع ومع الثاني نفض منصوب بخلاف سائر العقود فان الميزه في الحالين واحد نخو ثلاثون رجلا وثلاثة وثلاثون رجلا وكذا قولك ثلاثة ومئة رجل في الاصل ثلاثة رجال ومئة رجل فلما كان الميزه المقدر مجموعا غمرت معاملتها مع الميز الظاهر فلما قصدوا اجراءها مجر الصفات المشتقة باثبات التاء فيها اذا كانت موصوفاتها مؤنثة وحففها منها مع تذكير الموصوفات ولا موصوف لها مذكرا اذ لا تصلح الا صفة من الجمع والجمع مؤنث جمع مذكر كان او جمع مؤنث فلو اثبتوا التاء فيها مع الجمعين لم يتبين ما قصدوه من اجرائها مجر الصفات المشتقة واضن ان التاء هي التي كانت لتأميث مطلق العود في الاصل غير مجعولة لتأميث الموصوف لان الجوانب ذوات التاء اذا لم تكن للوحدة لزمه التاء في الاغرب كالصفة والغرفة والعنصوة والحجارة فمن ثم لم يقلب لان شقاوه وعباية همزة وان لم يلزمه التاء اذ يقالوا اعباء اما ابنى التاء التي ليست للوحدة في الجوانب على اللزوم فحملوها على نحو طفاوة وخزاية ونحوهما مما يلزمه التاء وان في الصفات وفي المقصود به الوحدة فهي غير لازمة فلذا تقول غزاء واستقاء فلو ثبكت التاء فيها في الجمعين لشابه التاء نحو الصفة والغرفة من الجوانب فاسقطوها مع جمه المؤنس لان تأميثه خفي فكأنه مذكر بالنسبة الى تأميث جمع المذكر وانما قلت ذلك لان تأميث جمع المؤنس المعتبر هو العارض بسيط الجمعية كتأميث جمع المذكر للذي كان قبلها بذليل انه لو كان الاصلي معتبرا لم يجز في الساعة وقال نسوة كما لا يجز فيها قال امرأة فكما ازالت تأميث العارض التذكير فكما ازالت تأميث العارض التذكير الاصلي في رجال وايام ازالت تأميث الاصلي ايضا في نسوة لكن هذا الطارئ ظاهر مشهور في رجال خفي في نسوة لان الشيء لا ينفعل عن مثله انفعاله عن ضده فصار نسوة كأنه مذكر لخفاء تأميثه فقيل رجال ثلاثة ونسوة ثلاثة فصارت التاء التي كانت في الاصل لتأميث مجرد العاد على ما قررنا لتأميث المادود هذا كله في الجمع المكسر وانا الجمع السالم فلا يقع مميزا للعاد عند سيبويه ان كان وصفا الا نادرا فلا يقال ثلاثة مسلمين ولا ثلاثة مسلمات اذ المطلوب من التمييز تعيين الجنس والصفات قاصرة في هذه الفائدة اذ اكثرها للعميم فلذا لا تقول في الجمع المكسر وصفا ثلاثة الظرفاء وانا غير الوصف فان كان علما قل وقوعه مميز لان جمع العالم لا بد فيه من اللام والغرض الاهم من تمييز الاود بيان الجنس لا التعيين فيميزه منكر في الاغرب وان كان مدرورا فلذا قل ثلاثة الزينين وثباث الزينبات وانا يكون علما فان جاء فيه مكسر لم يجز السالم في الاغلب فلا يقال ثلاث كسرات بل تقول ثلاث كسر لكن تنويز العاد بالسالم في غير هذا الموضع وقد جاء قوله تعالى سبع سنبلات مع مجود سنابل وانا يأتي له مكسر نيز بالسالم كقوله تعالى ثلاث عورات فثبت ان الاغلب في تنويز الثلاثة الى العشرة الجمع المكسر فبنى امر تأنيفها وتذكيرها عليه دون جمع السلامة فاذا تقرر هذا قلنا ينمر في تأنيف الثلاثة واخواتها الى واحد المعدود وان كان المعدود جمعا لا الى لفظ المعدود فان كان المعدود المؤنسا حقيقة كثلاث نسوة وطوالق او مجازا كثلاث غرف وعيون حلفت التاء فيهنا كما رأيت وان كان الواحد منهم مذكرا اثبتت التاء فيها سواء كان في لفظ الجمع علامة التأنيف كاربعة حمامات وثلاثة بنات عرس وبنات اوى والواحد حمام وابن عرس وابن اوى او لم تكن فيه علامة التأنيف كثلاثة رجال وان جاء تذكير الواحد وتأنيفه كساق ولسان جاء تذكير العالي وتأنيفه نحو خمسة ألس وخمس ألس وخمس سوق وخمس سوق وان كان المعبود صفة نائبة عن الموصوف اعتبر حال الموصوف لا حال الصفة قال الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أنثالها وان كان المثل مذكرا اذ المرابد الأنثال الحسنات او عشر حسنات أنثالها وان لم يكن المعبود جمعا بل هو ان اسم جمع كخيل او جنس كتمر وستعرف الفرق بينهما في باب الجمع مذر فان كان مختصا بجمع المذكر كالرخط والنفر والقوم فانها بمعنى الرجال فالتاء في العود واجب قال الله تعالى وكان في المدينة تسعة رخط وقالوا ثلاثة رجلة وهو اسم جمع قائم مقام رجال وان كان مختصا بجمع الإناث فحذف التاء واجب نحو ثلاث من المخاب لأنه بنعنى حوام النوق وان اجتم لهما كالبط والخير والغنم والإبن لأنه تقع على الذكور والإناث فإن نفست على أحد المحتملين فلا اعتبار بذلك النص فإن كان ذكورا أثبت التاء وإن كان إناثا حذفتها نحو ثلاث하는 نص نحو � riding ثلاثة من الخير أوявان يعني من الخير زكور ثلاثة أو عندي من الخير ثلاثة ذكور أو عندي من الخير ثلاثة ذكور أو عندي ثلاثة ذكور من الخير إلا أن يقع النص بعد المميز والمميز بعد العدد نحو أيضا primera أنه بنخرج 300字 ومميز بعد العدد نحو نحو لأنه كان زمه نظر لذكور فإن كان مؤنثا لا غير كالخيب والإبل والغنم حبثت التاء وإن كان مذكرا لا غير وما يحضرني له مثال أثبتتها إلحاقا للمؤنث من هذا الجنس بجمع المؤنث والمذكر منه بجمع المذكر وإن جاء تذكيره وتأنيثه كالبط والدجاج جاز إلحاق التاء نظرا إلى تذكيره وحبثها نظرا إلى تأنيفه خمسة من الضر ويذكر نحو خمس من البشارة ويجيز الأمران في نحو ثلاثة من النخل وثلاث من النخل لأنه يذكر ويؤنث قال تعالى نخل منقعر ونخل خاوية وإنما قلت ثلاثة أشياء ولم أنظر إلى لفظ أشياء وإن كان اسم جمع كطرفاء لأنه قائم مقام جمع شيء فكأنه جمع لثم جمع فإذا تقرر أمر التذكير والتأنيث في هذه الألفاظ العشرة أعني من واحد إلى عشرة من جلة ألفاظ العدد أي ثمي عشر قلنا حكم هذه الألفاظ العشرة ما ذكرنا أعني جري الواحد والاثنين على القياس وجري الثمانية الباطية على غير القياس في الظاهر أين وقعت تحت العشرة أو فوقها فلهذا تقول ثلاثة عشر رجلا وثلاثة وثباثون رجلا وثلاثة ومئة رجل إلى لفظ عشرة عند التركيب فإنه يرجع إلى القياس أي تثبت التاء فيه في المؤنث وتسقط في المذكر نحو ثلاثة عشر رجلا وثلاثة رجلا وثلاثة رجلا وإنما رجع إلى القياس لأنه ميزه ليس بجمع حتى يؤنث العيد بالنظر إليه وإنما وافق لفظ عشرة من بين سائر العقود ميزه في التذكير والتأميث في التمييف لأنه كان بلا ليس أيضا موافقا للميزه تذكيرا وتأميثا كعشرة رجال وعشرة نسوة على ما تقدم من التقرير عموان أحد عشر وأخواته قوله أحد عشر إثنى عشر إحدى عشرة إثنتى عشرة ثلاثة عشر إلى تسعة عشر ثلاثة عشرة إلى تسعة عشرة أي أحد عشر إثنى عشر للمذكر إحدى عشر إثنى عشر للمؤنث ثلاثة عشر إلى تسعة عشر للمذكر ثلاثة عشرة إلى تسعة عشر للمؤنث عنوان اللغات في لفظ عشرة قوله وتمين تكسر الشين يعني شين عشرة المركب في المهمث لما كره تبالي أربع فتحات في من هو كالكلمة الواحدة مع امتزاجها بالنيف الذي في آخره فتحه عدلوا عن فتح وسطها إلى كسره وأما الحجازيون فيعدلون عن حركة الوسط إلى السكون لألا يكون إزالة ثقل بثقل آخر وهي الفصحى وقد تفتح الشين على طلة لأن طلة التركيب عارض وربما سكن عين عشر المركب بمتحرك الآخر باجتماع أربع فتحات إحداثا فتحة آخر نيف نحو أحد عشر وثلاثة عشر بخلاف اثنى عشر عنوان عشرون وأخواته قوله عشرون وأخواته في هنا يعني في المذكر والمؤنث وكان قياس هذه العقود أن يقال عشران رجلا مثنى وثلاث عشرات رجلا إلى كثة عشرات رجلا فقصد التخفيف فحلف المضاف إليه أعني لفظ عشرات وكان المضاف مع المضاف إليه ككلمة واحدة لأنه من معم عبارة عن عال واحد كعشر ومئة وألف فكان المضاف مع المضاف إليه ككلمة واحدة مؤنثة بالتاء فلما حلف المضاف إليه صارت ككلمة حدث لامه نحو عزة وثبه إلا أنه لم يستعمل ثلاثة بمعنى ثلاث عشرات كما استعمل نحو عزة وثبه محذوفة لام لأن المرابن وضع ألفاظ الأعداد بيان الكنية المعينة ولو استعمل ثلاثة بمعنى ثلاث عشرات لاشتبهت بالثلاثة التي في مرتبة الآحات فلم يحصوا التعيين المقصود بوضع العدد ومن ثم لا ترى في ألفاظ العاد رفضا مشتركا أصلا كما يجيء في غيرها من الألفاظ وسيجيء في ذا بالجمع أن جمع المؤنث بالتاء المحذوف لامه شائع بالواو والمون نحو قلون وثبون ومئون فطيل عشرون وثلاثون تشبيها لها بهذه المحذوفة لام وابتبئ بتغيير عشران المثنى إلى وفض عشرون المصوغ على صيرة المجموع ليكون كالتوطئة للجمع غير القياسي في أخواتها التي بعدها إذ جمع المثنى غير قياسي لم يجيء إلا مضافا لفضا أو معنى إلى مثنى آخر كما في قوله تعالى فقد صغت قلوبكما على ما يجيء في ذا بالمثنى وإنما غير لفض الواحد في عشرون بكسر العين فيه بخلاف أخواته فإنه لم يجيء فيها تغيير لإن كان الجمع في ثلاثون مثلا فإنه جمع ثلاثة أيضا إذ هو ثلاثة عشر مرات وكذا أربعون وغيره ولا يمكن دعوى جمعية العشرة في عشرون بوجه فقفلوا بتغييره إلى جعله كبناء مستأنف فالواو يمون في عشرون وأخواته كالجبر من وحلف كما قيل في عزون وكرون وليس من باب تغيير العقلاء المذكرين على غيرهم كما قال بعضهم لأن التغيير يكون عند الاجتماع كالمسلمين في الرجال والنساء والطويلون في الرجال والجمال وأنت تقول عشرون امرأة وعشرون جملا بل يمكن دعوى التغيير في نحو عشرون رجلا ومرأة وعشرون رجلا وجملا عنوان مئة وألف مئتان وألفان قوله أحد وعشرون إحدى وعشرون ثم بالعطف بلفظ ما تقدم إلى تسعة وتسعين مئة وألف مئتان وألفان فيهما ثم على ما تقدم قوله بلفظ ما تقدم أن يكون المعطوف الذي هو العقد والمعطوف عليه أي الميش بلفظ ما تقدم في التذكير والتأنيس فالعشرون لهما ولفظ أحد واثنين على القياس وثلاثة إلى تسعة على خلاف القياس في الظاهر قوله فيهما أي في المذكر والمؤنث قوله على ما تقدم يعني ترجع من جداء كل مئة إلى انتهائها إلى أول العود على التوتيب المذكور وتعقف المئة على ذلك العود محو أحد ومئة واثنين ومئة ثلاثة ومئة أو تعطفه على المئة محو مئة وأحد مئتان وأحد ألف واثنان في غير المعلم معدوده وفي المعلم مئة ورجل ألف ورجلان مئة وثلاثة رجال والأول أي عطف الأكثر على الأقل أكثر استعمالا ألا ترى أن العشرة المركبة مع النيف معطوفة عليه في التقدير فثلاثة عشر في تقديره ثلاثة وعشرة وكذا ثلاثة وعشرون أكثر من عشرون وثلاثة فإذا وصلت إلى الألف استعنفت العمل فيكون بين كل ألف إلى ثمان ألف آخر كما من أول العود إلى الألف تعطف الألف على ذلك العود المنيف عليه نحو أحد وألف عشرة وألف عشرون وألف مئة وألف مئتان وألف ثلاثمائة وألف وإن شيء جعلت الألف معطوف عليه كما ذكرنا في المئة مع ما أناس عليها وكان القياس أن يكون للعاشر من الألوف اسم مستأنفة ثم للعاشر من ذلك العاشر اسم مستأنفة وهكذا لا إلى نهاية كما كان للعاشر من العشرات اسم مئة وللعاشر من المئات اسم الألف إلا أنهم لما رأوا أن الأعداد لا نهية لها وكان وضع رفض لكل عاشر من العقود يؤدي إلى وضع ما لا نهية له من الألف وهو محال يقتصر على الألف فقالوا عشرة ألف وأحد عشر ألفاً إلى عشر ألفاً إلى عشر ألفاً إلى مئة ألف م حشرة مئة بل مئة والف ولا ثلاثة عشر مئة بل ثلاث مئة والف وثلاثة وأخواتها إذا أضيفت إلى مئة وجد حذف تائها سواء كان مميز المئة مذكرا أو مع cheap نحو ثلاثمئة رجل أو مرأة وإذا أضيفت إلى آلاف وجد إثباء كائها سواء كان مميز الألاف مذكرا أو مع penny نحو ثلاثة آلاف رجل أو مرأة؟ لأن مميزها المئة والألف لا نألوف إليه المئة والآلاف وأصدى مئة مئة كثبرة خلفت لهمها فلزمها التاء عربا منها كما في عزة وثبه ولامها يا لما حكى الأخفش رأيت مئة بمعنى مئة وإنما يكتب مئة بالألف بعد المئة حتى لا يشتبه بصواتي منه فإذا جمع أو ثم خلفت الألف غنوان ثمان عشر وما فيها من اللغات قيله وفي ثمان عشرة فتح اللياء وجاء إسكانهم وشد حفثها بفتح مون أما الفتح فلأن اللياء تحتمل الفتح لخفته كما في رأيت القاضية وجاء إسكانهم كثيرا لتثاقل المركب بالتركيب كما أسكنت في معدي كرب وقال لقلا وبادي بدا مجوبا وجاز حلف اللياء مع قلته للاستثقال أيضا وبعد حلف اللياء ففتح المون أولى من كسرها ليوافق أخواته لأنها مفتوحة الأواخر مركبة مع العشرة ويجيز كسرها بفتدل على اللياء المحدوثة وقد تخلف اللياء في ثماني في غير التركيب ويجعل الإعراض على المون قال لها ثماني أربع حسان وأربع ففغرها ثمان وفي الحديث صلى ثمان ركعات بفتح المون وقد يفعل ذلك برباع وجوار ونحوهما والبدع بكسر الباء وبعضهم يفتحوها ما بين الثلاثة إلى التسعة تقول ببعة يجال وبدع نسوة وبدعة عشر رجلا وبدع عشرة امرأة إذا لم يقصد التعين قال الجوهري إذا جاوز رفع العشرة ذهب البدع ثلاثة كور بدع وعشرون والمشهور جواز استعماله في جميع العقود قانوان تمييز الأعداد قوله أميز الثلاثة إلى العشرة مخفوض مجموع لفظا أو معنى إلا في ثلاثمائة إلى تسعمائة وكان قياسها مئات أو مئين أميز أحد عشر إلى تسعة وتسعين منصور مفض أميز مئة وألف وتفويتهما وجمعه مخفوض مفض قوله إلى العشرة الحب هما داخل في المحدود أعني أن مميز الثلاثة والعشرة أيضا مخفوض مجموع أن خفض بالإضافة فلأن الكلمة تصير بها خف على مرة قبله وقد تترك الإضافة فيقال ثلاثة أكلب على البدل ورد ما جاء في الشعر نحو ثلاثة أثوابا وإن نشد النسب لأن المريضة في الأصل كان موصوفا كما تقدم وهو المقصود فلين صدوه لكان المقصود في صورة الفضلات وعما النسب في أحد عشر رجلا فسيجيء القول فيه وعما الإضافة إلى الجنع فلأن ذلك المدافع إليه كان في الأصل كما تقدم الموصوفا ثم أضيف العدد إليه للتخفيف وأصل موصوف الثلاثة ثم فوقها أن يكون جمعا وأما إفار المميز من فوق العشرة فلين يجيء قوله لفظا أو معنى الجنع المعنوي إن اسم بنس كالتمر والعسل أو اسم الجنع كالرخط والقوم والأكثر أنه إذا كان المفسر أحدهما فسر بمن نحو ثلاثة من الخيل وخمف من التمر وذلك لأنهما وإن كان في معنى جنع لكنهما بلفظ المفرد فكلها إضافة العدد إليهما بعدما تمرحد من إضافته إلى الجنع وقال الأخفش لا يجيذ إضافة العدد إليهما وهو باطل لقيله تعالى تسعة رحط وقال ثلاثة نفر وقال ثلاثة أنفس وثلاث زيب لقد جار الزمان على عيالي ثم نقول إن لم يكن بالمعدود إلا جنع طلة أليف العاد إليه وإن لم يكن له إلا جنب كفرة أضيف العيد إليه كثمانية أقلام وأربعة لجال وإن كان له الجمعان معا أضيف العيد في الغالب إلى جنب القلة لمطابقة العيد المعدود قلة نحو ثلاثة أجيال وقد جاء ثلاثة قروء مع وجود أقراء وليس بقياس وقال المدرد إذوذ قياسا ثلاثة كلاب بتأويل ثلاثة من كلاب وليس بمشهور قوله إلا في ثلاثمائة إلى تسعمائة استثناء من قوله مجموع لأن المائة المضافة إليها ثلاثة إلى تسعة مفروط غير مجموعة وكان القياس ثلاثمائات لأن للمائة جمعين أحدهما في صورة جنع المذكر السالم وهو مئون وقد تقدم أن العدد لا يضاف إليه فلم يبقى إلا مئات إضاف إليها لعياج جنع التكسير كما في ثلاث عورات لكنهم كرهوا أولي التمييز المجموع بالأرف يبت بعدما تعود المجيء بعدما هو في صورة المجموع للغاية ومين أعني 20 إلى 90 فاقتصر على المفرد مع كونه أخصر وارتفاع اللبس وقد جاء في دورة الشعر ثلاثمئين وخمسمئين قال ثلاثمئين من الملوك وفا بها ردائي وجلت عن وجوه الأحاتمي وبعضهم يقول في مئين مئون بدم المين وبعضهم يشن كسر مئ مئة في الواحد أيضا شيئا من الضم ولا يديه الضم وذلك هو الإخفاء قال الأخفش لو دمنت مئات فقوط مئات كما في مئون جازا وبعضهم يجعر مئن مئين معتقب الإعراب كسرين يجير في الجنة انتهى الوجه الأول الوجه الثاني يبدأ حالا نواصل القراءة تحت عنوان تمييز الأعداد قال الأخفش لو ضممت مئات فقلت مئات كما في مئون جازا وبعضهم يجعل نون مئين معتقب الإعراب كسنين كما يجيء في الجمع وقال الأخفش هو فعلين في الأصل كغسلين فحدفت اللام فهو عنده مفرد وليس بشيء إذ لو كان مفردا لقيل لمئة واحدة مئين ولعله عنده اسم جمع وقال بعضهم هو فعيل كعصي فأبدلت الياء الأخيرة نونا وقوله وحاتم الطائي وهاب المئ عند الأخفش في الأصل المئين حدثت النون ضرورة وحكي عيونس أنه مطروخ الهاء كتمرة وتمر وليس بمستقيم إذ القياس إذن مئي كمئي كما تقول في لثه لثي وفي ضبه ضبي وقد قيل أصله مئي كثرة الفاء كما قيل في شعير شعير وفي رغيف رغيف لكون العين حرف حلق يجيء في التصريف ثم خفف لأجل القافية ومئي ككليب غير مسموع ففي هذا القول نظر قوله ومميز أحد عشر إلى تسعة وتسعين منصوب مفرد أما نصبه فلتعذل الإضافة إليه أما من أحد عشر إلى تسعة عشر فلكراهتهم أن تجعل ثلاثة أسماء كسم واحد فإن قلت فقد قالوا ثلاثة عشر زيد وخمسة عشرك فجازت الإضافة إلا في اثني عشر كما مر في باب المركب قيل ليس هذا مثله لأن المضاف إليه إذا كان مميزا فهو المقصور بالأول في المعنى وإنما جئ به لبيانه فكأن الجميع كالشيء الواحد والمضاف إليه في نحو ثلاثة عشرك شيء آخر وأما عشرون وأخواته فلأن النون ليست للجمع حقيقة حتى تحدث بل هي مشبهة بها فإن قيل فقد يقالوا أرض زيد وكر أمر وهذه النون مثلها قلت بل نون عشرون وأخواتها أبعد منها من نون الجمع لأن أراضون جمع أرض حقيقة وإن لم يكن قياسا بخلاف عشرون وأخواتها فإنها ليست جمع عشر وثلاث وأربع لما مر في أول الباب ولم تمكن الإضافة مع إثبات النون أيضا لمشابهتها لنون الجمع وربما جاء عشر درهم وأربع ثوب وهو قليل وأما إفراده فلأن جمعيته الأصلية التي كانت له حين كان موصوفا إنما حوفظ عليها حال الإضافة إليه لأن المضاف إليه غير فبلة بل من تمام الأول كالموصوف فما بقيت الجمعية له مضافة كما كانت له موصوفا فلما تعذرت الإضافة ونصب على التمييز وهو في صورة الفضلات لم يبقى كالموصوف الذي هو عمدة حتى يجب مراعاة حاله والجمعية مفهومة من العدد المتقدم والمفهد أخصر فاقتصر عليه ومع خيرورة المعدود في صورة الفضلات يراعى أصله حين كان موصوفا فلا يوصف في الأغلب إلا هو دون العدد لأنه هو المقصود من حيث المعنى والمعدود وإن كان مقدما كالوصف له تقول عندي عشرون رجلا شجاعا كما يوصف هو إذا كان مضافا إليه قال تعالى إني أرى سبع بقرات سمان ويجوز وصف العالي أيضا لكن على قلة قوله وتثنيتهما وجمعه أي تثنية المئة والألف وجمع الألف إذ المئة لا تجمع مضافا إليها ثلاث وأخواته كما مر وإن مضاف إليها ثلاث وأخواته جمعت وأضيف ذلك الجمع إلى المفرد نحو مئات رجل قوله مخفوض مفرد أما خفضه فعلى الأصل كما ذكرنا في نحو ثلاثة رجال وأما إفراده فلما جراءهم عليه إفراد مميز المنصوب الذي قبله مع أنه أخف من الجمع ولفظ العدد كاف في الدلالة على الجمع ومرتبة الآحادي جمع قلة وحكم جمع القلة عندهم حكم الإفراد في كثير من الأشياء كتصديرهم له على لفظه وجمعهم له مرة بعد أخرى جمعة كثير وأن هذه المرتبة فمشهور كثرتها لا كمرتبة الآحاد فأغنت عن جمع تمييزها وقد يجمع مميز المئة نحو مئة رجال وقد يفرد منصوبا قال إذا عاش الفتى مئتين عاما فقد ذهب اللذاذة والفتاء قال المصنف ونع ما قال في من قرأ قوله تعالى ثلاثمائة سنين بالتنوين وهي من غير حمزة والكسائي أنه على البدل لا على التنييز وإلا لزم الشدود من وجهين جمعوا مميز المئة ونصبه فكأنه قال ولبثوا سنين قال وكذا قوله تعالى إثنت لعشرة أسباط وإلا لزم الشدود بجمع المميز قال الزجاج لو انتصب سنين على التنييز لوجب أن يكون لبث تسعمائة سنة ووجهه أنه فهم أن مميز المئة واحد من مئة كقولك مئة رجل فرجل واحد من المئة فلو كان سنين تمييزا لكان واحدا من ثلاثمائة وأقل السنين ثلاثة فكأنه قال ثلاثمائة ثلاث سنين فتكون تسعمائة قال المصنف وهذا يضطرد في قوله تعالى إثنتي عشرة أسباط فلو كان تنييزا لكانوا ستة وثلاثين على رأيه قال وهذا الذي ذكره الزجاج يرد على قراءة حمزة والكسائي لأنه ما قرأ ثلاثمائة سنين بالإضافة فسنين عندهما تنييز لا غير وإن لم يكن منصوبا ولا شك أن قراءة الجماعة أقيس من قراءتهما عند النحاة وما ذكره الزجاج غير لازم وذلك لأن الذي ذكره مخصوص بأن يكون التمييز مفردا أما إذا كان جمعا فالقصد فيه كالقصد في وقوع التنييز جمعا في نحو ثلاثة أثواب مع أن الأصل في الجميع الجمع وإنما عدى إلى المفرد لعله كما تقدم فإذا استعمل المميز جمعا استعمل على الأصل وما قاله الزجاج إنما كان يلزم أن لو كان ما استعمل جمعا استعمل كما استعمل المفرد أما إذا استعمل الجمع على أصله فيما وضع العيوظ له فلا هذا آخر كلام المصنف وإذا وصفت المميز جاز لك في الوصف اعتبار اللفظ والمعنى نحو ثلاثون رجلا ظريفا وظرفاء ومئة رجل طويل وطوال قال فيه اثنتان واربعون حلوبة سودا كخافية الغراب الأسحمي وعلم أن سيبويه وجماعة من النحاه يستقبحون كون المميز العدد في أي درجة كان صفة نحو قولك سبعة طوال وأحد عشر طويل ومئة أبيض لأن المقصود من التمييز التنصيص وهو معدوم في أكثر الأوصاف بلى إن كانت الصفة مختصة ببعض الأجناس لن يستقبح نحو ثلاثة علماء ومئة فاضل كما قلنا في هذا الأبيض وهذا العالم وإذا أضفت العيض المركب نحو أحد عشرك وخمسة عشر زيد فعند سيبويه ألسمان باقيان على بنائهما لبقاء مجبه أي التركيب والإضافة عنده لا تخل بالبناء كما لا يخل به الألف واللا متفاقا نحو الأحد عشرا وإن كانت الإضافة واللان من خواص الأسماء وأما الأخفش والفراء فإنهما فرقا بين اللان والإضافة وذلك لأن ذا اللان كثيرا ما يوجد في غير هذا الموضع مبنيا كالآن والذي وأخواته والأمس عند بعضهم وأما المضاف فلا يكون إلا معربا إلا لب وأخواته ألا ترى إلى إعراب أي لنزوم إضافته مع ثبوت علة البناء فيه وإلى إعراب قبل وبعد وأخواتهما مع الإضافة والبناء عند القطع عنها وأما بناء الغلام على مذهب النحاة وبناء حيث وإذا ونحو قوله على حين عاثبت المشيب على الصبا وقلت ألما تسحو الشيب وازع فقد مضى الكلام عليه في مواضعه فالأخفش يعرب ثاني رسمين قياسا مع الإضافة نحو جاءني خمسة عشر زيدا إجراء له مجرى بعلبك والفراء يجعل جزئي المركب عند الإضافة معرضين إعراب المضاف والمضاف إليه لشبهه لفظا بالمضاف إليه فيكون خمسة عشر زيد كبن عرس زيد عنوان اعتبار اللفظ والمعنى في المعدود قوله وإذا كان المعدود مؤنثا واللفظ مذكرا أو بالعكس فوجهان يعني مثل قولك شخص إذا أطلقته على امرأة وقولك نفس إذا أطلقتها على رجل ففي الأول المعدود وهو المرأة مؤنث ولفظ الشخص مذكر وفي الثاني المعدود وهو رجل مذكر ولفظ النفس مؤنث فلك أن تعتبر اللفظ وهو الأقيس والأكثر في كلامهم لما ذكرنا في الموصولات فتقول ثلاثة أشخص أي نساء وثلاث أنفس أي رجال ويجوز اعتبار المعنى كثلاثة أنفس للرجال وثلاث أشخص للنساء قوله ولا يميز واحد ولا اثنان استغناء بلفظ التمييز عنهما نحو رجل ورجلان لإفادة النص المقصود بالعدد إنما لم يميز واحد واثنان لأن ألفاظ العدد قصد بها الدلالة على نصوصية العدد لما لم يكن الجمع يفيد ذلك فلو قالوا رجال لم يعلم عددهم ولو قالوا ثلاثة واقتصروا لم يعلم ما هي فلما كان نحو رجل ورجلان يفيد المعنيين معا استغني عن ذكر لفظ العيذ معه فلم يقولوا واحد رجل ولا واحد رجلين ولا واحد رجال لأن لفظة رجل وحدها تفيد الوحدة والمعدود ولم يقولوا إثنى رجل ولثنى رجال لأن لفظة رجلين تفيد الاثنينية وقوله كأن خصيه من التدلدلي ظرف عجوز فيه ثنتا حمضلي ضرورة قوله استغناء بلفظ التمييز عنهما يعني لم يقولوا واحد رجل ولثنى رجلين لأن التمييز الأول يفيد الوحدة والثانية يفيد الاثنينية وهذا الاستدلال لا يستمر في نحو واحد رجال واثنى رجال وثنتا حمضل عنوان تعريف العدد إذا قصد تعريف العدد فإن كان مفردا أي غير مضاف ولا مركب ادخل اللام عليه واحدا كان أو أكثر كالعشرين رجلا والثلاثة والأربعين جملا والعشرة والمئة بعير وإن كان مضافا فعل المضاف إليه وإن كان مضافا إلى المضاف فعل المضاف إليه الأخير فالأول كثلاثة الدراهم ومئة الدرهم وثلاث المئة وأربعة الآلاف والثاني نحو ثلاثمائة الألف وثلاثمائة ألف الدرهم وثلاثمائة ألف ألف الدرهم وقد يدخل حرف التعريف على المضاف والمضاف إليه معا شذوذا نحو الثلاثة الأثواب وعند الكوفيين هو قياس كما مر في باب الإضافة وإن كان مركبا دخل على الأول نحو الأحد عشر درهما ولا يجوز دخوله على التمييز لوجوب تنكيره ولا على ثاني جزئ المركب لأنه يكون كأنه داخل في وسط الكلمة وقد يدخل على الجزئين بضعف نحو الأحد العشر درهما وهو وهو الأخفش والكوفيين قياس وقد يدخل على الجزئين والتمييز بقبح نحو الأحد العشر الدرهم وهو قياس عند بعض الكوفيين عنوان التغليب في تمييز العدد واعلم أن العيد المميز بمذكر ومؤنث معا إما أن يكون مفصولا بينه وبينهما بلفظ من أو بين أو لا فإن كان فالغلبة للتذكير نحو اشتريت عشرة بين عبد وأمه ورأيت خمسة عشر من النوط والجمال إلا أن يكون المميزان يوما وليلة فالغلبة إذا للتأنيث قال فطافت ثلاثا بين يوم وليلة وكان النكير أن تضيف وتجأر إلى التاريخ مبني على الليالي كما يجي فلهذا إذا أبهمت ولم تذكر الأيام ولا الليالي جرى اللفظ على التأنيث نحو قولك أقام فلان خمسة قال الله تعالى يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة وإنما غلب التأنيث لذلك وللفصل إذ كأنه مع الفصل لن يذكر المميز قال سيبويه يجوز في القياس خمسة عشر من بين يوم وليلة لكنه ليس بحد كلام العرب وإلا نفصل بينهما فإن كان العدد مضافا إلى المعدود فالغلبة للأسبق نحو خمسة أعبد وآمن وخمسة آمن وأعبد إذ الإضافة إليه تفيد فضل اختصاص وكذا في عياد عطف عليه هذا المضاف نحو ثلاثة ومئة رجل وامرأة وثلاث وألف ناقة وجمل وإن كان المعدود منصوبا على التمييز فإن كان المذكر من المميزين عاقلا سواء كان المؤنث عاقلا أو لا فالاعتبار بالمذكر نحو خمسة عشر امرأة ورجلا وخمسة وعشرون ناقة ورجلا لاحترام التذكير المقارن بالعقل وإن لم يكن المذكر منهما عاقلا فالاعتبار بأسبقهما نحو ثلاثة عشر جملا وناقة وأربعة عشر بيت وصفة وأربعة وعشرين يوما وليلة هذا وإذا كان المميزان يوما وليلة نحو سرت أربعة عشر يوما وليلة فالمراد أربعة عشرة ليلة وأربعة عشر يوما لأن مع الليالي أياما بعدتها ولا كذا نحو اشتريت عشرة بين عبد وأمه أو خمسة عشر جملا وناقة بل المعنى أن مجموعة ذو الإماء والعبيد عشرة فبعض العشرة عبيد وبعضها إماء ويجوز أن يتساويا فيكون خمسة عبيد وخمس إماء ويجوز أن يختلفا والنكرة المضاف إليها بين في مثل هذا أي في موضع القسم يقصد بها الجنس ولفظة بين مستعارة من الظرف المكاني فقولك القوم بين رجل وامرأة أي ليسوا بخارجين من هذين القسمين ومن هذين الجنسين كما أن ما يكون بين الشيئين لا يكون خارجا من المكان المتوسط بينهما عنوان كيفية التاريخ واعلم أن الليل في تاريخ العرب مقدم على اليوم لأن السنين عندهم مبنية على الشهور القمرية وذلك لكون أكثرهم أهل البراري الذين يتعسر عليهم معرفة دخول الشهر إلا بالاستهلال فإذا أبصروا الهلال أعرفوا دخول الشهر فأول الشهر عندهم الليل لأن الاستهلال يكون في أول الليل فيقال في أول لولة من الشهر كتب لأول لولة منه أو لغراته أو لمهله أو لمستهله وفي اليوم الأول لولة خلت واللام هي المفيدة للاختصاص الذي هو أصلها والاختصاصها هنا على ثلاثة أضرب إما أن يختص الفعل بالزمان لوقوعه فيه نحو كتبة لغرة كذا أو يختص به لوقوعه بعده نحو لليلة خلت أو يختص به لوقوعه قبله نحو لليلة بقيت وذلك بحسب القرينة فمع الإطلاق يكون الاختصاص بوقوعه فيه ومع قرينة نحو خلت يكون بوقوعه بعده ومع قرينة نحو بقيت يكون بوقوعه قبله وتقول في الليلة الثانية كتبت للليلة الثانية من كذا وعلى هذا القياس إلى آخر الشهر وإن وقع الفعل في الليل ولم يقصد إلى ذكر وقوعه فيه جاز أن يكتب فيه ما يكتب في الأيام وذلك أنك تقول في ثاني الأيام لليلتين خلتاً وفي ثالثهما لثلاث ليال خلون وكذا إلى عشر ليال خلون ويجوز لثلاث ليال خلت إلى عشر ليال خلت والأول وأولى ليرجع النون الذي هو ضمير الجمع إلى الجمع وفي الحادي عشر لإحدى عشرة ليلة خلت إلى أن تكتب في الرابع عشر لأربع عشرة ليلة خلت ويجوز خلون حملاً على المعنى والأول أولى مراعاة لللف وقريب من ذلك ما حكى المازني الأجزاع انكسرنا والجذوع انكسرت جعر ضمير الأجزاع وهو جمع قلة ضمير الجمع وهو النون لأنك لو صرحت بعاد القلة أي من ثلاثة إلى عشرة لكان مميزه جمعاً نحو ثلاثة أجزاع وجعر ضمير الجذوع وهو جمع الكثرة ضمير الواحدة أي المستكم في انكسرت لأنك لو صرحت بعاد الكثرة أي ما فوق العشرة لكان مميزه مفرداً نحو ثلاثة عشر جذعاً وتكتب في الخامس عشر من نصف من كذا وهو أولى من قولك لخمس عشرة ليلة خلت ومن قولك لخمس عشرة ليلة بقيت أو بقينا مع جوازهما أيضاً وذلك لأن الأول أخصر منهما وفي السادس عشر لأربع عشرة ليلة بقيت أو بقينا كما قلنا وبعضهم يقول من الخامس عشر إلى الأخير إن بقيت لتجوز نقصان الشهر إلى أن تكتب في العشرين لعشر ليال بقينا وهو أولى من بقيت كما ذكرنا مع جوازه أيضاً إلى أن تكتب في الثامن والعشرين لليلتين بقيتا وفي التاسع والعشرين لليلة بقيت وفي الليلة الأخيرة لآخر ليلة منه أو سلخه أو انسلاخه وفي اليوم الأخير لآخر يوم من كذا أو سلخه أو انسلاخه عنوان الاشتقاق من ألفاظ العدد قوله وتقول للمفرد من المتعدد باعتبار تصييره الثاني والثانية إلى العاشر والعاشرة لا غير وباعتبار حاله الأول والثاني والأولى والثانية إلى العاشر والعاشرة والحادي عشر والحادية عشرة والثاني عشر والثانية عشرة إلى التاسع عشر والتاسعة عشرة ومن ثم قول في الأول ثالث اثنين أي نصيرهما من ثلاثتهما وفي الثاني ثالث ثلاثة أي أحدها وتقول حادي عشر أحد عشر على الثاني خاصة وإن شئت حادي أحد عشر إلى تاسع تسعة عشر فتعرب يعني بالمفرد الواحد وبالمتعدد المعدود وقد تقدم أن جميع عفاظ العدد كانت في الأصل لمجرد العدد كما في قولك ثلاثة نصف ستة ثم استعملت في المعدودات كما في رجال ثلاثة وستة رجال فإذا كان هناك معدود معين كعشرة رجال مثلا وقصدت ذكر واحد منهم فإن ردت ذكره بلا ترتيب جئت بواحد أو أحد الذي هو أول تلك الألفاظ الاثني عشر فقلت هذا واحد العشرة أو أحدهم وإن قصدت إلى واحد منهم مع حفظ الترتيب العادي فذلك على وجهين أحدهما أن تقصد إلى ذلك الواحد المعين درجته ومرتبته العادية بالنظر إلى حاله أي درجته التي هو فيها من العدد لا باعتبار عاد آخر كالثالث أي الواحد من الثلاثة والثاني أي الواحد من الاثنين وهو معنى قوله باعتبار حاله والثاني أن تقصد إلى ذلك الواحد المراعى درجته العادية مع النظر إلى الدرجة التي تحت درجته أيضا فيكون واحدا من درجته بسبب تصيره الدرجة التي تحت درجته منحوة ذاهبة الاسم وجعله للمجموع اسم درجة نفسه بسبب انضمامه إلى ما تحته نحو ثالث اثنين أي واحد من ثلاثة بسبب انضمامه إلى اثنين وجعله للمجموع اسم ثلاثة حتى صار واحدها ومحوه عن المجموع اسم الاثنين فمعنى ثالث اثنين مصير اثنين ثلاثة بنفسه إذ صار اثنان معه ثلاثة وهذا معنى قوله باعتبار تصيره فإذا قصدت إليه باعتبار التصير لم يجز أي ابنى من واحد إذ ليس تحت الأحد عليهم يصير أحدا منضمامه إلى الأحد ويجوز أن يبنى من الاثنين نحو ثاني واحد أي مصير واحد اثنين بنفسه فإذا جئت بعده لمفعول هذا المصير إما مجرورا أو منصوبا وجب أن يكون عادا أنقص من العاد المشتق منه هذا المصير بدرجة كرابع ثلاثة وخامس أربعة ولا يجوز أن يكون أنقص بأكثر من درجة ولا أزيد بشيء إذ المعنى أنه سير مفعوله باندمامه إليه على بعيد المشتق هو منه وهذا المعنى لا يتم إلا في الناقص بدرجة فقط وإذا نصبت به فإنما تنصب إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال لا بمعنى الماضي كما يجيء في اسم الفاعل والإضافة في هذا أكثر من النصب بخلاف سائر أسماء الفاعلين فإنهما متساويان فيهما أو النصب أكثر وإنما قل النصب هاهنا لأن الانفعال والتأثر في هذا المفعول غير ظاهر إلا بتأويل وذلك لأن نفس الاثنين لا تصير ثلاثة أصلا وإن انضم إليها واحد بل يكون المنضم والمنضم إليه معا ثلاثة والتأويل أنه سقط عن المجموع الأول بانضمام ذلك الواحد اسم الاثنين وصار يطلق على المجموع الثاني اسم الثلاثة فكأنه صار المجموع الأول هو المجموع الثاني فعلى هذا جاز بناء اسم الفاعل من الاثنين إلى العشرة إذ لكل منها فعل ومصدر نحو ثنيت الأحدى ثنيا وثلثت الاثنين ثلثا وكذا ربعت الثلاثة إلى عشرة التسعة والمضارع من جميعها بكسر العين إلا ما لامه حرف حلق كأربع وأسبع وأتسع وكذا يكسر أيضا هذا على الأصل وقد جاءت هذه الأفعال بهذه المصادر بشرط ضم العين في المبارع إلا ما لامه حرف حلق بمعنى آخر وهو قولهم ثلثت الرجل أي أخذت ثلث ماله وكذا ربعته وخمسته إلى عشرته وليس هذا المعنى مما نحن فيه ولا يجيء بهذا المعنى ثنيت الرجل إذ لا معنى له ولا يتجاوز بهذين المعنيين العشرة وأجل سبويه أن يتجاوز العشرة وما هو بمعنى التصير خلافا للأخفش والنازمي والمبرد قال أبو عبيدة تقول كانوا تسعة وعشرين فثلثتهم أي جعلتهم ثلاثين وكانوا تسعة وثلاثين فربعتهم أي جعلتهم أربعين وكذا إلى المئة قال السرافي إن كثيرا من النحويين يمنعون من الاشتقاق بمعنى التصير فيما جاوز العشرة وهذا هو القياس قال وهم هم يجيزه ويشتقه من لفظ نيف فيقول هذا ثاني أحد عشر وثالث اثني عشر وينونه قال المبرد هذا لا يجوز لأن هذا الباب يجري مجرى الفاعل المأخوذ من الفعل ونحن لا نقول ربعت ثلاثة عشر ولا أعلم أحدا حكاه وأعلم أنه إنما لم يجز الاشتقاق فوق العشرة بمعنى المصير وجاز بمعنى أحد نحو ثالث ثلاثة عشر لأن ما هو بمعنى الأحد في صورة اسم الفاعل وليس به معنا كحائط وكاهل فلا بأس أن يبنى من أول جزء المركب إذ لا يحتاج فيه إلى مصدر ولا فعل وأما المصير فهو اسم فاعل حقيقة واسم الفاعل لا بد له من فعل ومصدر ولم يثبت فعل ولا مصدر لابنيان من العدد الذي فوق العشرة والذي حكى أبو عبيدة إنما هو في العقود من عشر إلى مئة كعشرين وثلاثين إلى تسعين فقط وليس من المركب والمعطوف والظاهر أن السبويه قاس ما هو بمعنى المصير على ما هو بمعنى الأحد ولم يقل ذلك عن سماع فعلى ما قال يجوذ فيه وجهان نخو رابع عشر ثلاثة عشر على بناء اسم الفاعل من أول جزء المركب والإكيان بثانيهما كما هو ورابع ثلاثة عشر بحذف ثانيهما وإعراب أولهما لزوار التركيب ولا يجوذها هنا حذف أول جزء المركب المضاف إليه لا على أن تركب رابع مع عشر الأخير فتبنيهما ولا على أن تضيف رابع إلى عشر فتعربه أي تعرب رابع للالتباس برابع عشر بمعنى الأحد كما يجي انتهى الشريط الثالث عشر من القسم الثاني من شرح الكافية وله بقية على الشريط الرابع عشر الوجه الأول يبدأ حالا هذا هو الشريط الرابع عشر من القسم الثاني من شرح الكافية لرضي الدين الاستراباذي نواصل القراءة تحت عنوان الاشتقاق من الفاظ العدد إن قصدت إلى الواحد باعتبار حاله فإن لم تضف قلت الأول والثاني والثالث إلى العاشر وإنما أبدلت الواحد بالأول لأن الواحد كما ذكرنا يطلق على كل واحد من مفردات المعدودات إذا لم يقصد الترتيب فقلت الأول لتبين قصد الترتيب وهذا المبني على وزن الفاعل وإن لم يكن اسم مفعول حقيقة كما مر لكن فيه معنى الوصف بخلاف نحو الحائط وهذا يجوز أن تجاوز به العشرة اتفاقا فتقول الحادي عشر فتقلب الواحد إلى الحادي بجعل الفا مكان اللام والعين مكان الفا وتقول الثاني عشر فتسكن يا أي الحادي والثاني مع أنهما مركبان كما مر في معدي كرب وأما العشرون والثلاثون إلى التسعين والمئة والألف فلفظ المفرد من المتعدد ولفظ العدد فيهما واحد كما مر في باب المركب وكان القياس أن يقال العاشرون والثالثون وتقول في المعطوف الثالث والعشرون والمئة والرابع والألف وإن أردت إضافة هذا النوع إلى ما هو جزء منه ولا يجوز ذلك إلا فيما دون العشرين فلك أن تضيفه إما إلى أصله وهو الأغلب أو إلى ما فوقه فلفظ الأول لا يضاف إلا إلى ما فوقه نحو أول العشرة وأول الخمسة ولا يضاف إلى الأحد فلا يقال أول الأحد ولا أول الواحد لأن معنى الاسم المضاف بهذا المعنى بعض المضاف إليه وذلك البعض هو الواحد فمعنى ثالث ثلاثة أحد ثلاثة وليس للواحد بعض حتى يضاف ذلك البعض إليه وأما غير لفظ الأول فيجوز فيه الوجهان نحو ثاني اثنين وقولك عطارد ثاني السبعة السيارة ولا يجوز عند الجمهور أن ينصب أصله إذ ليس باسم فاعل حقيقة ونقل الأخفش عن ثعلة بجواز ذلك قال الأخفش قلت له فإذا أجزت ذلك فقد أجريته مجرى الفعل فهل يجوز أن تقول ثلثة ثلاثة قال نعم على معنى أتممت ثلاثة وجعلت الثلاثة بضم نفسي إلى اثنين فإذا جاوزت العشرة وأردت الإضافة قلت على ما أجز سيبويه وحكاه عن العرب حادي عشر أحد عشر وثالث عشر ثلاثة عشر فيكون حادي عشر بمنزلة ثالث وأحد عشر بمنزلة ثلاثة فالمركب الأول بجزئيه مضاف إلى المركب الثاني بجزئيه وكلا جزئي المركب مبنيان وقد أنكر ثعلب هذا الوجه وحكاه عن الكوفيين وقال إنهم لا يجوزون إلا ثالث ثلاثة عشر وحجتهم أنه لا يمكن بناء الفاعل من جزئي المركب فتبنيه من الجزء الأول وهو النيف وقول سيبويه أو لا لأنه ليس اسم فاعل على الحقيقة وحكايته عن العرب لا تنكر مع ثقته وعدالته ولا ريب أن حذف ثاني جزئي المركب المضاف أكثر استعمالا لخفته والاستثقال تكرار لفظ عشر في المضاف والمضاف إليه فإذا حذفته أعربت أول الجزئين بوجوه الإعراب لأوائل التركيب الموجب لبنائه وامتناع تركيبه مع جزئي المركب الأخير ويجوز حذف أول جزئي المضاف إليه أيضا فتقول في ثالث ثلاثة عشر ثالث عشر فالذي ذكره سيبويه بعد الحذف فتحهما جميعا أما الثاني فلتضمن الواو وأما الأول فلقيام ثاني جزئي المضاف إليه مقام ثاني جزئي المضاف وذكر الكوفيون جواز إعراب الأول وأما الثاني فلا كلام في بنائه لتضمنه الحرف ووجه إعراب الأول عدم قيام ثاني جزئي المضاف إليه مقام ثاني جزئي المضاف قال الثرافي هذا قول قريب لم ينكره أصحابنا وروى الكسائي الوجهين عن العرب قال المصنف في الوجه الأول أعني بناء الجزئين الظاهر أن هذا اللفظ لفظ الاسمين الأولين بلا إضافة إلى المركب الثاني لعدم الالتباس واعلم أن لقولك ثالث ثلاثة عشر بإعراب ثالث معنيين أحدهما الجزء الثالث من المعدود الذي هو ثلاثة عشر وعلى هذا المعنى يجوز أن يقال ثالث اثني عشر وثالث اربعة عشر لأن ثالث من ثلاثة لا من ثلاثة عشر وثانيهما أنه الجزء الواحد من ثلاثة عشر وعلى هذا لا يجوز ثالث اثني عشر ويجوز ثالث اربعة عشر لأن أصله ثالث عشر ثلاثة عشر وثالث عشر اربعة عشر وعلم أن حكم فاعل المذكور سواء كان بمعنى المصير أو الواحد أو غيرهما حكم سائر أسماء الفاعلين في التذكير والتأنيث فتقول في المؤنث الثانية والثالثة والرابعة إلى العاشرة وكذا في جميع المراتب من المركب والمعطوف نحو الثالثة عشر والثالثة والعشرون تؤنث الاسمين في المركب للمؤنث كما تذكرهما للمذكر نحو الثالث عشر وإنما ذكر الاسمين لأنه اسم لواحد مذكر فلا معنى للتأنيث فيه بخلاف ثلاثة عشر رجلا فإنه للجماعة وتقول في المعطوف الثالث والعشرون والثالثة والعشرون قوله ومن ثم قيل في الأول ثالث اثنين وفي الثاني ثالث ثلاثة أي ومن أجل اختلاف الاعتبارين اعتبار تصيره واعتبار حاله اختلفت إضافتاهما فإضافة المصير إلى ما دونه وإضافة ما هو بمعنى الواحد فقط إلى مثله أو إلى ما فوقه عنوان تعريف المذكر والمؤنث وعلامة التأنيث قوله المذكر والمؤنث المؤنث ما فيه علامة تأنيث لفظا أو تقديرا والمذكر بخلافه وعلامة التأنيث التاء والألف مقصورة وممدودة كل ما فيه علامة التأنيث ظاهرة أو مقدرة سواء كان التأنيث حقيقيا أو لا يسمى معنثا فالحقيقي الظاهر العلامة نحو ضاربة ونفساء وحبلاء وغير الحقيقي غرفة وصحراء وبشراء والحقيقي المقدر العلامة زينب وسعاد وغير الحقيقي نار ودار ولا يقدر من جملة العلامات إلا التاء لأن وضعها على العروض والانفكاك فيجوز أن تحذف لفظا وتقدر بخلاف الألف ودليل كون التاء مقدرة دون الألف رجوعها في التصغير في نحو هنيدة وقديرة وأما الزائدة على الثلاثي فحكموا فيه أيضا بتقدير التاء قياسا على الثلاثي إذ هو الأصل وقد ترجع التاء فيه أيضا شاذا نحو قديديمة ورؤية وورية قوله وعلامة التأنيث التاء والألف مقصورة وممدودة تاء التأنيث في الاسم أصل وما في الفعل فرعه لأنها تلحق الفعل لتأنيث الاسم أي فاعله وأصل العلامة أن تلحق كلمة هي علامة لها فلهذا كانت التاء الاسمية أكثر تصرفا بتحملها للحركات وبانقلابها في الوقف هاء وقال الكوفيون الهاء أصل التاء لما رأوا مشابهة الهاء للألف وليس بشيء لأن التاء في الوصل والهاء في الوقف والأصل هو الوصل للوقف وقال جار الله الياء أيضا علامة التأنيث في نحو ذي والأولى أن يقال هذه الصيغة بكمالها للمؤنث كناء وليس في اسم الإشارة ما هو على حرف واحد وأما الياء في تفعلينا فالأولى أن يقال إنه اسم لا حرف تأنيث كما مر في باب الضمائر وتاء التأنيث قد تدخل على الحرف كربة إذا كان المجرور بها مؤنثا كقوله فقلت لها أصبت حصات قلبي وربة رمية من غير رامي وقد جاء يا صاحب ربة إنسان حسن يسأل عنك اليوم أو يسأل عن ويجوز أن يراد بالإنسان المؤنث وتلحق ثم أيضا إذا عطفت بها قصة على قصة لا مفردا على مفرد ويقال لا تا لمشابهته ليس كما مر في بابه ويقال لعلتا في لعل وعمتاء بنت وأخت وهنت وكلتا وثنتان ومنتان فليست لمحض التأنيث بل هي بدل من اللام في حال التأنيث وإذا سكن ما قبلها وفي منتان كأنه بدل من اللام لكون واحده وهو منة كشفة والألف الممدودة عند سيبويه في الأصل مقصورة زيدت قبلها ألف لزيادة المد وذلك لأن الألف للزومه وصار كلام الفعل فجاز زيادة ألف قبله كما في كتاب وحمار فاجتمع ألفان فلو حذفت إحداهما لصار الاسم مقصورة كما كان وضاع العمل فقلبت ثانيتهما إلى حرف يقبل الحركة دون الأولى لتبقى على مدها وإنما قلبت همزة لا واوا ولا ياء مع أن مناسبة حروف العلة بعضها لبعض أكثر إذ لو قلبت إلى إحداهما لحتيج إلى قلبها همزة كما في كساء ورداء لكون ما قبلها ألفا كما فيهما فإن فإن زالت الألف وانقلبت ياء قلبت ألف التأنيف ياء أيضا كما في قوله لقد أغدو على أشقر يغتال الصحارية ويعلم تأنيف ما لم تظهر علامته بالضمير الراجع إليه كقوله تعالى والشمس وضحاها وبالإشارة إليه باسمها نحو تلك الدار ولحاق علامة التأنيف بالفعل أو شبهه المسند إليه أو إلى ضميره نحو طلعة الشمس والتفت الساق بالساق وبكأس من معين بيضاء لذة وإنها لضر نزاعة ولسليمان الريح عاصفة ولسليمان الريح عاصفة وبمصغره إن كان المكبر ثلاثيا نحو قديرة وبتجرد عدده من الثلاث إلى العشرة من التاء نحو ثلاث أذرع وعشر أرجل وبجمعه على مثال خاص بالمؤنث كفواعل في الصفات كطوالق وحوائض أو على مثال غالب فيه وذلك إنما يكون فيما هو على وزن عناء وذراع وكراع ويمين فجمعها على أفعل في المؤنث وقد جاء المذكر قليلا على أفعل نحو مكان وأمك وجنين وأجن وطحال وأطحل عنوان المعاني التي تجيء لها التاء وتجيء التاء لأربعة عشر معنى أحدها الفرق بين المذكر إما في الصفات كضاربة ومنصورة وحسنة وبصرية وهو القياس في هذه الأنواع الأربعة أي في اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة غير أفعل التفضيل وأفعل الصفة وفي المنسوب بلياء وأما نحو ربعة ويفعة في المذكر والمؤنث فلكونهما في الأصل صفة النفس أي نفس ربعة ويفعة وإما في الاسم الجامد وهي أسماء مسموعة قليلة نحو امرأة ورجلة وإنسانة وغلامة الثاني لفصل الآحاد المخلوقة وآحاد المصدر من أجناسها كنخل ونخلة وتمر وتمر وبط وبط ونمل ونملة ففي قوله تعالى قالت نملة يجوز أن يكون النملة مذكرا والتاء للوحدة فتكون قالت لتاء الوحدة في نملة لا لكونها مؤنثا حقيقيا كما يجي والمصادر نحو ضرب وضربة وإخراج وإخراجه واستخراج واستخراجه وهو قياس في كل واحد من الجنسين المذكورين أعني الآحاد المخلوقة والمصادر والمراد بالجنس ها هنا ما يقع على القليل والكثير بلفظ واحد وقد جاءت قليلا للفرق بين الآحاد المصنوعة وأجناسها وهي أسماء محفوظة كسفين وسفينة ولبن ولبنة وربما لحقت الجنس وفارقت الواحد وهو قليل نحو كمأة وفقعة للجنس وكم وفقع للواحد وقال بعضهم إن ذا التاء فيهما للوحدة والمجرد منها للجنس والأكثرون على الأول والجنس المميز واحده بالتاء يذكره الحجازيون ويؤنثه غيرهم وقد جاء في القرآن كلاهما قال الله تعالى نخل خاوية ونخل منقعر وقد تجيء ياء النسبة للوحدة أيضا كالتاء نحو أعرابي وأعراب وفارسي وفارس وعربي وعرب ورومي وروم وأكثر وأكثر ما تجيء التاء للمعنيين المذكورين وهي فيهما عارضة غير لازمة وإذا قلبت اللام همزه في نحو غزاء وسقاء وارتماء واستقاء وياء في نحو مغازية بخلاف نحو شقاوة وخزاية وسقاية وعلاوة وهراوة وقمحدوة فإن التاء في هذه الأسماء للتأنيث اللفظي وهي باعتباره لازمة نحو غرفة وظلمة وطلحة كما يجيء وإن جاءت في بعضها غير لازمة كشقاوة وشقاء إلا أن وضعها في المؤنث اللفظي على اللزوم وأما جواز قلب اللام وتركه في عباية وعباءة وعضاية وعضاءة وصلاية وصلاءة فلما يجيء في التصريف إن شاء الله تعالى الثالث أن تجيء التاء للدلالة على الجمع وذلك في الصفات التي لا تستعمل موصوفاتها وهي على فاعل أو فعول أو صفة منسوبة بلياء أو كائنة على فعال كقولهم خرجت خارجة على الأمير وسابلة وواردة وشاردة وقولهم ركوب وركوبة وحلوب وحلوبة وقتوب وقتوبة وقولهم البصرية والكوفية والمروانية والزبيرية والجمالة والبغالة والحمارة والتاء في هذه كلها في الحقيقة للتأنيف كما في ضاربة وليس كما في كم وكمأة وذلك لأن ذات ذات في مثله صفة للجماعة تقديرا كأنه قيل جماعة جمالة فحذف الموصوف لزوما للعلم به وقد جاء حلوبة للواحد وحلوب للجنس كتمرة وتمر فالتاء إذن للوحدة لا للتأنيف وقد قيل إن الركوب والركوبة بمعنى واحد وكذا الحلوب والحلوبة فالتاء إذن للنقل إلى الإسمية كما في الذبيحة والأكولة على ما يجي الرابع أن تدخل لتوكيد الصفة التي على فعال أو فاعل أو مفعال أو فعول كرواية وراوية ونسابة ومطرابة وفروقة فهذه تفيد مبالغة في الوصف كما يفيدها ما هو كياء النسب في نحو أحمري ودواري وكأن التاء في هذا القسم للتأنيف والموصوف المحذوف جماعة إجراء للشيء الواحد مجرى جماعة من جنسه كما تقول أنت الرجل كل الرجل والتاء في مثل هذه المثل على الانفصال وقد تدخل كثيرا على فعل مفتوح العين بمعنى الفاعل وعلى فعل ساكنها بمعنى المفعول نحو سببه وسبه ولعنه ولعنه وهي في الوزنين لازمة الخامس أن تدخل على الجمع الأقصى كجواربه وموازجه وكيالجه دلالة على أن واحدها معرب ويقال الهاء أمارة العجمة وذلك أن الأعجمية نقل إلى العربية كما أن التأنيث نقل إلى التذكير وليست التاء في هذا القسم على اللزوم بل يجوز الجوارب والموازج السالس أن تدخل أيضا على الجمع الأقصى دلالة على أن واحده منسوب كالأشاعثة والمشاهدة في جمع أشعثي ومشحدي وذلك أنهم لما أرادوا أن يجمعوا المنسوبة جمع التكسير وجب حذف ياء النسب لأن ياء النسب والجمع لا يجتمعان فلا يقال في النسبة إلى رجال رجالي بل رجلي كما يأتي في باب النسبة إي شاء الله تعالى فخذفت ياء النسبة في الجمع بالتاء فصارت التاء كالبدل من الياء كما أبدلت من الياء في فرازنه وجحاجحه كما يجي وإنما أبدلت منها لتشابه الياء والتاء في كونهما للوحدة كتمرة ورومي والموالغة في علامة ودواري ولكونهما زائدتين لا لمعنى في بعض المواضع كظلمة وكرسي وقد تحذف ياء النسب إذا جمع الاسم جمع السلامة بالواوي والنون لكن لا وجوبة كما في جمع التكسير وإنما يكون هذا في اسم تكسيره لو جمع الجمع الأقصى كالأشعرون والأعجمون في جمع أشعري وأعجمي وكذا المقتوون والمقاتوة في جمع مقتو قال تهددنا وأوعدنا رويدا متى كنا لأمك مقتوينا والتاء في مثل هذا المكسر لازمة لكونها بدلا من الياء ولو كان جمع المعرب أو جمع المنسوب غير الجمع الأقصى لم تأتي فيه بالتاء فلا تقول في جمع فارسي فرسه بل فرس ولا جمع لجام لجمة بل لجم وكأن اختصاص الأقصى بذلك ليرجع رسم بسبب التاء إلى أصله من الانصراف وقد يجيء له مزيد شرح في المنسوب إن شاء الله تعالى السابع أن تدخل على الجمع الأقصى أيضا عوضا عن ياء المدة قبل الآخر كجحاجحة في جحجاح وأما في فرازنة وزنادقة فيجوز أن تكون عوضا من الياء وأن تكون علامة لتعريب الواحد والتاء والياء في نحو جحاجحة لا تسقطان معا ولا تثبتان معا فالتاء لازمة الثامن أن تدخل لتأكيد تأنيث الجمع وذلك إما واجب الدخول وهو في بناءين أفعلة كأغربة وفعلة كفلحة أو جائزه وهو في ثلاثة أبنية فعالة كجمالة وقد تلزم في هذا البناء كما في حجارة وذكارة وفعولة كسقورة وبعولة وخيوطة وقد تلزم كعمومة وخؤولة والجمع الأقصى كصياطلة وملائكة ولا تلزم التاسع دخولها لتأكيد معنى التأنيث كما في ناقة ونعجة وعروية وهذه التاء لازمة قيل وقد جاءت لتأكيد التأنيث في الصفة كعجوز وعجوزة فإن عجوزا موضوع للمؤنث والتاء فيه غير لازمة والعاشر دخولها لا لمعنى من المعاني بل هي تأنيث لفظي كما في غرفة وظلمة وعمامة وملحفة وهي لازمة الحادي عشر دخولها عوضا من فاء الفعل كما في عذة وزنة أو علامه كما في كرة وذبة وهي لازمة الثاني عشر دخولها عوضا عن ياء الإضافة وهو في يا أبتي ويا أمة فقط الثالث عشر دخولها أمارة للنقل من الوصفية إلى الاسمية وعلامة لكون الوصف غالبا غير محتاج إلى موصوف كالنطيحة والذبيحة وهذه التاء أكثرها غير لازم والأولى أن التاء في حلوبة وركوبة ورحولة وكل فعولة بمعنى مفعول هكذا لأنها لا يذكر معها الموصوف البتة كما قد يذكر مع فعول بمعنى فاعلة نحو امرأة شكور وصبور وكلما لحقته التاء في هذا القسم يستوي فيه المذكر والمؤنث قال أبو عمر قد تكون التاء عوضا من ألف التأنيث كما في حبيرة تصغير حبارا وعند غيره لا تبدل منها التاء بل يقال حبيع كما يجيء في التصغير قال الزمخشري يجمع هذه الوجوه أنها للتأنيث وشبه التأنيث والأصل في الصفات كما ذكرنا أن يفرق بين مذكرها ومؤنثها بالتاء ويغلب في الصفات المختصة بالإناث الكائنة على وزن فاعل ومفعل ألا تلحقها التاء إن لم يقصد فيها معنى الحدوث كحائب وطالق ومربع ومطفل فإن قصد فيها معنى الحدوث فالتاء لازمة نحو حاضة فهي حائبة وطلقت فهي طالقة وقد تلحقها التاء وإن لم يقصد الحدوث كمربعة وحاملة وربما جاءت مجردة عن التاء صفة مشتركة بين المذكر والمؤنث إذا لم يقصد الحدوث نحو جمل ضامر وناقة ضامر ورجل أو امرأة عانس وفي تجريد هذه الصفات عن التاء مع عدم قصد الحدوث ثلاثة أقوال أحدها قول كوفية وهو أن التاء إنما يؤتى بها للفرق بين المذكر والمؤنث وإنما يحتاج إلى الفرق عند حصول الاشتراك وهذه العلة غير مطيدة في نحو ضامر وعانس وتقتضي تجرد الصفات المختصة بالمؤنث مع قصد الحدوث أيضا بل تقتضي تجرد الفعل أيضا إذا لم يشترك كما في نحو حاضة وطلقت لأن أصل العلة الاضطراد وتقتضي أن لا يقال إلا امرأة مرضع وقد ثبت أنه يقال مرضعة أيضا بلا قصد الحدوث وقال سيبويه هو مؤول بنحو إنسان حائض أو شيء حائض كما أن ربعة مؤول بنفس ربعة واتفاقهم على أنه يلحقه التاء مع قصد الحدوث دليل على أن العلة شيء آخر غير هذا التأويل وقال الخليل إنما جريت عن التاء لتأديتها معنى النسب قال المصنف في شرح كلامه ما معناه إن أصل التاء في الأسماء أن تكون في الصفات فرقا بين مذكرها ومؤنفها وإنما تدخل على الصفات إذا دخلت في أفعالها فالصفات في لحاق التاء بها فرع الأفعال تلحقها إذا لحقت الأفعال نحو قامت فهي قائمة وضربت فهي ضاربة فإذا قصدوا فيها الحدوث كالفعل قالوا حاضط فهي حائضة لأن الصفة حينئذ كالفعل في معنى الحدوث وإذا قصدوا الإطلاق للحدوث فليست بمعنى الفعل بل هي بمعنى النسب وإن كانت على صورة اسم الفاعل كلاب وتامر فكما أن معناهما ذو لبن وذو تمر مطلقا لا لمعنى الحدوث أي لبني وتمري كذلك معنى طالق وحائضة ذات طلاق وذات حيض كأنه قيل طلاقية وحيضية قلت غاية مرمى كلامهم أن اسم الفاعل لما لم يقصد به الحدوث لم يكن في المعنى كالفعل الذي مبناه على الحدوث في أحد الأزمنة فلم يؤنثوه تأنيذ الفعل لعدم مشابهته له معنا وإن شابهه لفظا وهذا ينتقض عليهم بالصفات المشبهة فإنها للإطلاق للحدوث ولا تشابه الفعل لفظا أيضا فكانت أجدر بالتجريد عن التاء ولا تجرد أيضا فإن رسم المنسور بلياء الذي مثل حائض وطالق به محمور عندهم عليه يؤنث مع أنه للإطلاق دون الحدوث وليس له فعل إلا من حيث المعنى والتأويل فإن معنى بصري منسوب إلى البصرة ومن أين لهم المنسوب الذي على وزن فاعل وليس باسم فاعل كلاب وتامر ونبال وقواس إذا قصد به المؤنث لا يدخله التاء بل يقال امرأة ناشبة ونبالة وكيف صار حكم نابل الذي هو من جملة الأسماء المنسوبة بخلاف حكم ما فيه ياء النسب ظاهرة في الامتناع من تاء التأنيس وقوله تعالى عيشة الراضية بمعنى النسب عند الخليل مع دخول التاء وجعلها للمبالغة كما في علامة خلاف الظاهر وأيضا هب أن نحو حائض وطامث من أبنية النسب كما أن نحو نابل وناشب منها اتفاقا لأن معناها نبلي ونشابي ولا فعل لهما حتى يقال إنه مسمى فاعل منه كيف يجوز أن يقال نحو منفطر ومرضع في قوله تعالى السماء منفطر به وقولك فلانة مرضع من باب النسب ولم يثبت كون مفعل ومنفعل من أبنية النسب المتفق عليها حتى نحملها عليهما كما حملنا حائضا على نحو نابل والأقرب في مثله أن يقال إن الأغلب في الفرق بين المذكر والمؤنث بالتاء هو الفعل بالاستقراء ثم حمل اسم الفاعل والمفعول عليه لمشابهتهما له لفظا ومعنى كما يجيء في بابيهما فألحق التاءر التأنيث كما تلحق الفعل ثم جاء مما هو على وزن الفاعل ما يقصد به مرة الحدوث كالفعل ومرة الإطلاق وقصدوا الفرق بين المعنيين فأنثوا بتاء التأنيث ما قصدوا فيه الحدوث الذي هو معنى الفعل لمشابهته له معنا بخلاف ما قصدوا فيه الإطلاق ليكون ذلك فرقا بين المعنيين وأما الصفة المشبهة والاسم المنسوب بلياء فلم يقصدوا في شيء منهما مرة الحدوث ومرة الإطلاق حتى يفرق بين المعنيين بإلحاق التاء في أحدهما دون الآخر بل كان أبدا للإطلاق الوجه الثاني يبدأ حالا نواصل القراءة تحت عنوان المعاني التي تجيء لها التاء أما الصفة المشبهة والاسم المنسوب بلياء فلم يقصدوا في شيء منهما مرة الحدوث ومرة الإطلاق حتى يفرق بين المعنيين بإلحاق التاء في أحدهما دون الآخر بل كان أبدا للإطلاق فإن قلت فالقياس إذن تجردهما عن التاء كتجريد الفاعل المراد به الإطلاق قلت كان يجب ذلك لو كان إلحاق التاء بهما لمشابهتهما للفعل لكن إلحاق التاء بهما لمشابهتهما لاسم الفاعل واسم المفعول لا للفعل وذلك لأنه مسمان فيهما معنى الصفة كاسم الفاعل والمفعول ومما لا تلحقه تاء التأنيث غالبا مع كونه صفة فيستوي فيه المذكر والمؤنث مفعال ومفعل ومفعيل وفعال وفعال كمعطار ومحرب ومنطيق وحصان وقد حكى سبويه امرأة جبان وجبانة وناقة دلاس وكذا فعول بمعنى فاعل وقد قالوا عدوة الله ومسكينة وأما فعول بمعنى مفعول نحو هذه قتيلة فلان وجريحته ولشبهه لفظا بفعيل بمعنى فاعل قد يحمل عليه فتلحقه التاء مع ذكر الموصوف أيضا نحو امرأة قتيلة كما يحمل فعيل بمعنى فاعل عليه فتحذف منه التاء نحو ملحفة جديد من جد يجد جده عند البصريين وقال الكوفية هو بمعنى مجدود من جده بمعنى قطعه وقيل إن قوله تعالى إن رحمة الله قريب منه وبناء فعيل بمعنى مفعول مع كثرته غير مقيس وقد يجيء بمعنى مفعل قليلا كالذكر الحكيم أي المحكم على تأويل وبمعنى مفاعل كالجليس والحليف وربما لم تلحق التاء في فيعل نحو ناقة ريض وأما ألف التأنيف المقصورة فإنما تعرف بأن لا يلحق ذلك بسم تنوين ولا تاء والألف المقصورة الزائية في آخر بسم على ثلاثة أضرب إما للإلحاق كأرطاء أو لتكثير حروف الكلمة كالقبع ثراء أو للتأنيف والتي للتكثير لا تكون إلا سابسة ويلحقها التنوين نحو قبع ثرا وكم مثرا وتتميز ألف الإلحاق خاصة عن ألف التأنيف بأن تزن ما فيه الألف وتجعل في الوزن مكان الألف لا ما فإن لم يجئ على ذلك الوزن اسم علمت أن الألف للتأنيف نحو أجلا وبردا فإنه لم يأت اسم على وزن فعلا حتى يكون الإسمان ملحقين به ويجيء معنى الإلحاق في التصريف إن شاء الله تعالى فمن الأوزان التي لا تكون ألفها إلا للتأنيف فعلا في الغالب وإنما قلنا في الغالب لما حكي عن سيبويه في بهما بهماه وروا بعضهم في رؤيا رؤيات وهما شاذان ففعلا إما صفة أو غير صفة والصفة إما مؤنث أفعل التفضيل كالأفضل والفضل وهو قياس أو لا مثل أنثى وخنثى وحبلة وغير الصفة إما مصدر كالبشرى والرجعة أو اسم كبهما وحزوى وبهمات ورؤياه إن صحتا فألفهما عند سيبويه للتأنيف أيضا إذا لم يجئ عنده مثل برقع ولحاق التاء لألف التأنيف شاذ وعند الأخفش للإلحاق إذ هو يثبت فعلا نحو برقع وجؤذر وذلك لما يجئ في التصريف في باب الزيادة ومنها فعلا ولم يأت في كلامهم إلا اسما قيل ولم يأت منه إلا ثلاثة أسماء شعبا وأدما في موضعين وأربا للداهية وقال بعضهم جنفا في اسم موضع ورواه سيبويه بالفتح والمد ومنها فعل بفتح الفاء والعين وهو إن مصدر كالبشك والجمز وإن وصف كفرس وثب وناقة زلج أي سريعة وإن اسم كدقر ونملا وأجلا أسماء مواضع ومنها أفعلا كأجفلا للكثرة ومنها فعالا كحضار لطائر وفعالا كحولايا لموضع وفعالا كشقار نبت وفعللا كجحجب قبيلة من الأنصار وفعالا كبقير لعبة وفعالا كخليف وفعلوت كرحموت وفعلولا كحبوكرا للداهية وفوعلا وفيعلا كخوزلا وخيزلا لمشية فيها تفكك ويفعل كيحيرا للباطل ومفعل كمكورا لللئيم ومفعل كمرعز وفعل كرهبذا لمشية في شق وفعل كبردر موضع وفعلية كذربية للداهية وفعلية كزكريا والظاهر أنه أعجمي وفعلنا كعرضنا لنوع من السير وفعل كدفق نوع من السير وفعل كجل ندا اسم رجل وجاء بضم اللام وفعل كسمها للباطل وفعل كصحار وفعل لي كهند بي وفعل كسبط مشية فيها تبختر وإفعيل كإهجير للعادة فهذه أحد وثلاثون مثالا ولعلها تحيط بأكثر أبنية المؤنث بالألف المقصورة المختصة بالتأنيس وأما فعل وفعل فهما مشتركان في التأنيس والإلحاق وفعل إذا كان مؤنث فعلان أو مصدرا كالدعوة أو جمعا كمرضى وجرحا فألفها للتأنيس وإذا كان اسما غير ذلك فقد تكون الألف للإلحاق كعلقا فيمن نون وقال علقات وكيتترى فيمن نون وقد تكون للتأنيس كالشروة وأما فعلا فإن كان مصدرا كالذكرى أو جمعا كحجلا وضربا ولا ثالث لهما فلا تكون ألفه إلا للتأنيس وإذا كان صفة قال سيبويه ولا يكون إلا مع التأ فألفه للإلحاق نحو رجل عزهات وامرأة سعلاه وقال في ضيزة وحيكا أصلهم الضم وحكى ثعلب عزها منونا بلا تأ وهو مخالف لما ذهب إليه سيبويه وإذا كان غير الأوجه المذكورة من الصفة والمصدر والجمع فقد يكون للإلحاق نحو معزا وقد يكون للتأنيس كالدفلا والشعر وقد يكون ذا وجهين الإلحاق والتأنيس كتترا وكذا ذفرا منونا وغير منونا ومن الأوزان التي لا تكون ألفها المندودة إلا للتأنيس فعلاء وهو قياس في مؤنف أفعل الصفة نحو أحمر وحمراء وقد يجيء صفة وليس مذكره أفعل كامراءة حسناء ودينة هطلاء وحلة شوكاء وداهية دهياء والعرب العرباء ويجيء مصدرا كالسراء والضراء واللأواء واسما مفردا غير مصدر كالصحراء والهيجاء واسم جمع كالطرفاء والقصباء وقد يقصر بعض هذه الأسماء المندودة للضرورة فالمحذوف من الألفين إذن الأولى للأخيرة لأنها لمعنى ولأنها لو كانت المحذوفة لنصرف اسم لزوال ألف التأنيث كما ينصرف حبارا إذا صغرتها بحذف ألف التأنيث نحو خبيرة فإذا حذفت الأولى رجعت الأخيرة إلى أصلها من الألف لأن سيبقل بها همزة هو اجتماعها كما ذكرنا قبل ومنها فعلا بفتح الفاء والعين ولم يأتي عليها سوى أربعة أحرف فلان ابن ثأداء أي ابن الأمة والسحناء بمعنى السحنة وجنفاء وقرماء بالقاف عند سيبويه وبالفاء عند الجوهري موضعان ومنها فعلا ولم يأتي عليه إلا السيراء وقال الفراء أصله ضم الفاء كسرت للياء وفعلا إما مفردا كالعشراء والرحضاء أو جمعا كالفقهاء والعلماء وأما فعلا وفعلا كحرباء وخشاء فملحقان بقرطاس وقرناس ومنها فاعلا كقاصعاء وفعلياء ككبرياء وفعالا وهو إما مصدر كالبراكاء بمعنى الثبات في الحرب وإما اسم كالثلاثاء وإما صفة كطباقاء وفعولا كبروكاء بمعنى البركاء وفعلا كهندباء بكسر الدال وفتحها وفعلا كعقرباء وفعلا كخمفساء وفعلا كقريثاء ضرب من التمر وفعلا كزمكاء وقد يقصر وليس الألف للإلحاق بسن مار لأنه لا ينون وأفعلا إما مفردا كأربعاء وإما جمعا كأنبياء وهو كثير وفعلياء كزكرياء وفعلا كعاشوراء ومفعلا كمعيوراء وفعاللا كجخادباء نوع من الجراد وفعلا كبرنساء بمعنى الناس وفعل لا كقرفصاء عنوان المؤنث الحقيقي والمؤنث اللفظي قوله وهو حقيقي ولفظي فالحقيقي ما بإزائه ذكر في الحيوان كامرأة وناقة واللفظي بخلافه كظلمة وعين إنما قال في الحيوان لأن لا ينتقض بنحو الأنثى من النخل فإن بإزائه ذكرا وتأنيثه غير حقيقي إذ تقول اشتريت نخلة أنثى وقد يكون الحقيقي مع العلامة كامرأة ونفساء وحبلا وبلا علامة كأتان وعناق ولو قال الحقيقي ذات الفرج من الحيوان كان أولى إذ يجوز أن يكون حيوان أنثى لا ذكر لها من حيث التجويز العقلي قوله واللفظي بخلافه أي الذي ليس بإزائه ذكر في الحيوان كظلمة وعين وقد يكون اللفظي حيوانا كذجاجة ذكر وحمامة ذكر إذ ليس بإزائه مذكر فيجوز أن تقول غردت حمامة ذكر وعندي ثلاث من البط ذكور فيجوز أن تكون النملة في قوله تعالى قالت نملة ذكر واعتبر لفظه فأنث ما أسند إليه ولا يجوز ذلك في علم المذكر الحقيقي الذي فيه علامة التأنيث كطلحة لا يقال قامت طلحة إلا عند بعض الكوفيين وعدم السماع مع الاستقراء قاض عليهم ولعل السر في اعتبار التأنيث في منع صرفه لا في الإسناد إليه أن التذكير الحقيقي لما طرأ عليه منع أن يعتبر حال التأنيث في غيره ويتعدى إليه ذلك وأما منع الصرف فحالة تختص به لا بغيره وإذا كان المؤنث اللفظي حقيقي التذكير وليس بحالة وليس بحالة كشات ذكر جاز في ضميره وما أشير به إليه التذكير والتأنيث نحو عندي من الذكور حمامة حسنة وحسن قال طرفه مؤللتاني تعرف العتق فيهما كسامعة إشاة بحومل مفردي ولا يجوز في غير الحقيقي التذكير نحو حسنة ولا يجوز أن يقال صاح دجاجة أنثى على أنك ألغيت تأنيث دجاجة بالتاء لكونها للوحدة لا للتأنيث لأنك وإن ألغيتها يبقى التأنيث الحقيقي فيكون كقام هند وهو في غاية الندرة كما يجي قوله وإذا أسند إليه فعل فبتاء وأنت في ظاهر غير الحقيقي بالخيار وحكم ظاهر الجمع مطلقا غير المذكر السالم حكم ظاهر غير حقيقي وضمير العاقلين غير السالم فعللت وفعلوا والنساء والأيام فعللت وفعلنا قوله إذا أسند الفعل أي الفعل وشبهه إلى المؤنث مطلقا سواء كان مظهرا أو مضمرا حقيقيا أو لا ظاهر العلامة أو لا فذلك الفعل وشبهه مع التاء للإيذان من أول الأمر بتأنيث الفاعل قوله قوله وأنت في ظاهر غير الحقيقي بالخيار إنما قال ظاهر احترازا عن المضمر وغير الحقيقي احترازا عن الحقيقي لأن لأن تأنيث المسند إليهما واجب على بعض الوجوه كما يجي ثم أعلم أن الفاعل المؤنث إما جمع السلامة بالألف والتاء أو جمع التكسير أو اسم الجمع أو غيرها أعني المفرد والمثنى أما الجمعان واسم الجمع فسيجيء حكمهما وغيرها إما ظاهر أو مضمر والظاهر إما حقيقي أو غيره والحقيقي إما متصل برافعه أو لا فالأغلب في الظاهر الحقيقي المتصل برافعه إلحاق علامة التأنيث برافعه نحو ضربت هند وضربت الهندان وحكى سيبويه عن بعض العرب قال فلانه استغناء بالمؤنث الظاهر عن علامته وأنكره المبرد ولا وجه لإنكار ما حكى سيبويه مع ثقته وأمانته وإن كان الرافع نعم وبئس فكل واحد من الحذف والإثبات فصيح نحو نعم المرأة هند ونعمة المرأة هند لمشابهتهما للحرف بعدم التصرف ولا تلحق نحو أكرم بهند في التعجب عند من أسند أكرم إلى هند كما لا تلحقه الضمائر نحو قوله تعالى أسمع بهم وأبصر لكون الفعلين غير غير متصرفين وأيضا للزوم كون الفاعل في صورة المفعول والفعل في صورة ما يطلبه بالمفعولية أما نحو قولك ما جاءتني من امرأة وكفت بهند فليس انجرار الفاعل بلازم ولا الفعل في صورة ما يطلب المجرورين بالمفعولية وإن كان منفصلا عن رافعه فإن كان بإلا نحو ما قام إلا هند فالأجود ترك التائف الرافع لأن المستثنى منه المقدر هو الذي كان في الأصل مرفوعا بالفاعلية على ما مر في باب الاستثناء فالمستثنى قام قامه في الارتفاع مع الفصل بإلا أو نقول المسند إليه هو إلا مع المستثنى من حيث المعنى وإن كان في اللفظ هو المستثنى كما ذكرنا في باب الاستثناء وإن كان بغير إلا نحو قامة اليوم امرأة فالإلحاق أجود لأن المسند إليه في الحقيقة هو المرتفع في الظاهر وأما الحذف فإنما اغتفر لطول الكلام ولكون الإتيان بالعلامة إذا وعدا بالشيء مع تأخير الموعود وإن كان الظاهر غير حقيقي التأنيث فإن كان متصلا نحو طلعة الشمس فإلحاق العلامة أحسن من تركها والكل فصيح وإن كان منفصلا فترك العلامة أحسن إظهارا لفضل الحقيقي على غيره سواء كان بإلا أو بغيرها نحو قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه هذا كله حكم ظاهر المفرد والمثنى وأما ضميرهما فإن كان متصلا فالعلامة لازمة لرافعه سواء كان التأنيث حقيقيا كهند خرجت أو غيره كالشمس طلعت إلا لضرورة الشعر نحو قوله فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقى لإبقى لها على تأويل الأرض بالمكان وإنما لزمت العلامة لخفاء الضمير المتصد مرفوعا وكونه كجزء المسند بخلاف الظاهر والضمير المنفصل وإن كان منفصلا فهو كالظاهر لاستقلاله بنفسه وأما الجنعان المذكوران فإن أسند إلى ظاهرهما سواء كان واحد المكسر حقيقي التذكير أو التأنيث كرجال ونسوة أو مجازية التذكير أو التأنيث كأيام ودور وكذا واحد المجموع بالألف والتاء ينقسم هذه الأقسام الأربعة نحو الطلحات والزينبات والجبيلات والغرفات فحكم المسند إلى ظاهرهما حكم المسند إلى ظاهر المؤنث غير الحقيقي إلا من شيء واحد وهو أن حذف العلامة من الرافع بلا فصل مع الجمع نحو قال الرجال أو النساء أو الزينبات أحسن منه مع المفرد والمثنى لكون تأنيثه بالتأويل وهو كونه بمعنى جماعة وإنما لم يعتبر التأنيث الحقيقي الذي كان في المفرد نحو قال النسوة لأن المجازي الطارئ أزال حكم الحقيقي كما أزال التذكير الحقيقي في رجال كما أزال التذكير الحقيقي في رجال وإنما لم تبطل التثنية التذكير الحقيقي في رجلان ولا التأنيث الحقيقي في الهندان ولم يبطل الجمع بالواي والنون التذكير الحقيقي في الزيدون لبقاء لفظ المفرد فيه فاحترموه وكان قياس هذا أن يبقى التأنيث الحقيقي في المجموع بالألف والتاء أيضا نحو الهندات لبقاء لفظ الواحد فيه أيضا إلا أنه لما كان يتغير ذلك المفرد ذو العلامة إما بحذفها إن كانت نحو الغرفات أو بقلبها إن كان ألفا كما في الحبليات والصحرارات كان ذلك التغيير كنوع من التكسير وكأن تأنيث الواحد قد زال لزوال علامته ثم حمل عليه متاء فيه مقدرة فلا يظهر فيه التغيير عليه كالزينبات والهندات لأن المقدر عندهم في حكم الظاهر والدليل على أن تأنيث نحو الزينبات مجازي قول الحماسي حلفت بهدي مشعر بكراته تخب بصحراء الغبيط درادقه وحكم البنين حكم الأبناء وإن كان بالواو والنون لعدم بقاء واحده وهو ابن قال لو كنت من نازم لم تستبح إبري بن لقيطة من ذهل بن شيبانا وكذا حكم المجموع بالواو والنون المؤنث واحده كالسنون والأراضون حكم المجموع بالألف والتاء لأن حقه الجمع بالألف والتاء كما يجي فالواو والنون فيه عوض من الألف والتاء ويساوي التاء في اللزوم وعدمه تاء مضارع الغائبة ونون التأنيث الحرفية في نحو ولكن ديافي أبوه وأمه بحوران يعصرن السليط أقاربه فظهر بهذا كله معنى قوله وحكم ظاهر الجمع مطلقا غير المذكر السالم حكم ظاهر غير حقيقي وأما إن أسند إلى ضمير الجمع وهو قوله وضمير العاقلين إلى آخر الباب فنقول ضمير الجمع إما أن يكون ضمير العاقلين أو لا والعاقلون إما بالواو والنون أو لا فضمير العاقلين بالواو والنون هو الواو لا غير نحو الزيدون قالوا ولا يجوز قالت لبقاء لفظ المذكر الحقيقي وإنما خصوا العاقلين بالواو دون النون لأن أصل ما يزاد حروف اللين والألف أخذه المثنى والجمع بالواو أولى منه بلياء لأن ثقل الواو مناسب للكثرة التي في الجمع وكان الواو لأصالته في الجمع أولى بالعاقلين لأصالتهم لغير العاقلين وصارت الياء للواحد المؤنث في تفعلينا وفعلي فلم يبقى لجمع غير العاقلين من حروف المد شيء فجيء بالنون لمناسبة بينها وبين الواو في الغنة وضمير العاقلين لا بالواو والنون إما واو نحو الرجال والطلحات ضربوا نظرا إلى العقل وإما ضمير المؤنث الغائب نحو الرجال والطلحات فعلت وتفعل وفاعله نظرا إلى طرآن معنى الجماعة على اللفظ وأما غير العاقلين وهو ثلاثة أقسام مذكر لا يعقل كالأيام والجبيلات ومؤنث يعقل كالنسوة والزينبات ومؤنث لا يعقل كالدور والظلمات فيجوز أن يكون ضمير جميعها الواحد المؤنث الغائد بتأويل الجماعة وأن يكون النون لكونها جمع غير العاقلين وقد تقدم أن النون موضوع له فتقول الأيام والجبيلات والنساء والزينبات والدور والغرفات فعلت ويفعلنا وهذه التفريقة بين جمع المذكر العاقل وغيره جارية في جميع الضمائر على اختلافها تقول في المرفوع المنفصل أنتم وأنتن وهم وهن وفي المنصوب المتصل ضربكم وضربكن وضربهم وضربهن وفي المنصوب المنفصل إياكم إياكن إياهم إياهن وفي المجرور وفي المجرور لكم لكن لهم لهم والأصل أنتم وضربكم وإياكم ولكم وأما اسم الجنس فيجوز إجراء ظاهره وضميره مجرى ظاهر المفرد المذكر والمؤنث وضميرهما ولا يمتنع إجراء ضميره مجرى ضمير جمع التكسير نحو انقعر النخل وانقعرت النخل والنخل انقعر وانقعرت وانقعرنا وأما اسم الجمع فبعضه واجب التأنيث كالإبل والغنم والخيل فحاله كحال جمع التكسير في الظاهر والضمير وبعضه يجوز تذكيره وتأنيثه كالركب قال فعبت غشاشا ثم مرت كأنها مع الصبح ركب من إحاضة مجفلي فهو كسم الجنس نحو مضى الركب ومضى في الركب والركب مضى ومضت ومضوا والله أعلم عنوان المثنى تعريفه قوله المثنى ما لحق آخره ألف أوياء مفتوح ما قبلها ونون مكثورة ليدل على أن معه مثله من جنسه يريد بالجنس هاهنا على ما يظهر من كلامه في شرح هذا الكتاب ما وضع صالحا لأكثر من فرد واحد بمعنى جامع بينهما في نظر الواضع سواء كانت ماهياتها مختلفة كالأبيضين لإنسان وفرس وغيرهما فإن الجامع بينهما في نظره البيض وليس نظره إلى الماهيتين بل إلى صفتهما التي اشتركا فيها أو متفقة كما تقول الأبيضان لإنسانين والبيض لأفراس وسواء كان الواضع واحدا كالرجل أو أكثر كالزيدين والزيدين فإن نظر كل واحد من الواضعين في وضع لفظة زيد ليس إلى ماهية ذلك المسمى بل إلى كون ذلك المسمى أي ماهية كان متميزا بهذا الاسم عن غيره حتى لو سمي بزيد إنسان وسمي به فرس فالنظر في الوضعين إلى شيء واحد كما في الأبيضين ونحوه وهو كون تلك الذات متميزا عن غيرها بهذا الاسم وهذا الذي ذهب إليه المصنف خلاف المشهور من اصطلاح النحاة فإنهم يشترطون في الجنس وقوعه على كثيرين بوضع واحد فلا يسمون زيدا وإن اشترك فيه كثيرون جنسا وعند المصنف تردد في جواز تثنية الاسم المشترك وجمعه باعتبار معانيه المختلفة كقولك القرآن للطهر والحيض والعون لعين الماء وقرص الشمس وعين الذهب وغير ذلك منع من ذلك في شرح الكافية لأنه لم يوجد مثله في كلامهم مع الاستقراء وجوزه على الشذوذ في شرح المفصل وذهب الجزولي والأندلسي وابن مالك إلى جواز مثله قال الأندلسي يقال العينان في عين الشمس وعين الميزان فهم يعتبرون في التثنية والجمع الاتفاق في اللفظ دون المعنى وهذا المذهب قريب من مذهب الشافعي رحمه الله وهو أنه إذا وقعت الأسماء المشتركة بلفظ العموم نحو قولك الأقراء حكمها كذا أو في موضع العموم كالنكرة في غير الموجب نحو ما لقيت عينا فإنها تعم في جميع مدلولاتها المختلفة كألفاظ العموم سواء ولا يصح أن يستدل بتثنية العلم وجمعه على صحة تثنية المشترك وجمعه باعتبار معانيه المختلفة بأن يقال نسبة العلم إلى مسمياته كنسبة المشترك إلى مسمياته لكون كل واحد منهما واقعا على معانيه لا بوضع واحد انتهى الشريط الرابع عشر من القسم الثاني لشرح الكافية لرضي الدين الاستراباذي وله بقية على الشريط الخامس عشر الوجه القول يبدأ حالا هذا هو الشريط الخامس عشر من القسم الثاني لشرح الكافية لرضي الدين الاستراباذي نواصل قراءة تحت أموال المثنى ولا يصح أن يستدل بتثنية العلم وجمعه على صحة تثنية المشترك وجمعه باعتبار معانيه المختلفة بأي طال نسبة العلم إلى مسمياته كنسبة المشترك إلى مسمياته لكون كل واحد منهما واقعا على معانيه لا بوضع واحد ان عند المصنف فلانه يشترط في التثنية والجمع كون مفرداته بمعنى واحد سواء كان بوضع واحد أو أكثر ومعاني المشترك ليست واحدة بخلاف الأعلان كما مر وأما عند غيره فقال المصنف ولو سلم أن نسبة العلم إلى مسمياته كنسبة المشترك إلى مسمياته فبينهما فرق وذلك أن المشترك له أجناس تأخذ أحدها فتسنى أو تجمع كالقرآن للطهرين والقروق للأطهار فلو سمي أو جمع باعتبار معانيه المختلفة لأدى إلى اللبس وليس للعلم جنس تأخذ أحده فتسنى أو تجمع حتى إذا سمي أو جمع باعتبار معانيه المختلفة أورث اللبس وقد يسمى ويجمع غير المتفقين في اللفظ كالعمرين وذلك بعد أن يجعلها متفقين لفظ بالتغريب بشرق صاحبهما وتشابههما حتى كأنهما شخص واحد في شيء كتناسي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقالوا العمران وكذا القمران والحسنين وينبغي أن يغلب الأخف لفظا كما في العمرين والحسنين لأن المراد بالتغريب التخريف فيختار ما هو أبلغ في الخفة وإن كان أحدهما مذكرا من الآخر مؤنثا لن ينظر إلى الخفة بل يغلب المذكر كالقمرين في الشمس والقمر ولزوم الألف في المثنى في الأحوال لغة بن الحارث بن كعب قال أحب منك الأنف والعينان ومن خرين أشبه ضبيان وقال إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجل غايتاها وقال إن قوله تعالى إنه ذام لساحران على هذه اللغة وفتح نون التثمية لغة كما في قوله العينان وقوله يا رب خال لكن عرينه لا تنقضي فسوته شهرينه شهر غبيع وجناد يينه وقرأ في الفعل أيضا في الشواذ أتا إبا مني أتا إبا مني وقد تضم أيضا من المثنى وقرأ في الفعل في الشواذ أيضا ترزقانه قيل أصل المثنى والمجموع العطف بالواو فلذلك يرجع إليه المضطر قال ليث وليث في مجال دنكي كلاهما ذو أشر ومحكي وقال كأما بين فكها والفك فارة مسك ذبحت في سك وقد يجيء العطف مثرا في الشلول وأن إلى قصد التكثير كما في قوله لو عد قبر وقبر كنت أكرمه نيتا وأبعدهم عن منزل الزاني أو فصل بينهما بفصل ظاهر نحو جاءني رجل طويل ورجل قصير أو بفصل مقدر نحو جاءني رجل فأكرمت الرجل والرجل الذي ضربته أي الرجل الجائي والرجل الذي ضربته فيجوز العطف كما رأيت من غير شدوذ ولا ضرورة وقد يكرروا التكثير بغير عطف كقوله تعالى صفا صفا وذكا دكا وقد يسمى أيضا للتكثير كقوله تعالى ثم نرجع البصر كرتين وقولهم لبيك وسعديك ونظهر الزجاج أن المثنى والمجموعة مبنيان يتضمنهم هو العطف كخمسة عشر وليس الاختلاف فيهم إعرابا عنده بل كل واحد صيرة مستأنفة كما قيل في اللذان وهذان عند غيره وليس بشيء لأنه لم يحدث المعطوف في خمسة عشر بل حدث حرف العطف فتضمنه المعطوف سبني أن في المثنى والمجموع فقد خدث المعطوف مع حرف العطف لو سلم أنه كان مكررا بحرف العطف فلم يبقى المتضمن لمعنى حرف العطف فإن قال بل المفرد الذي لحقته على متى الكثمية والجمع تضمن معنى حرف العطف لوطوعه على الشيئين أو الأشياء وعلامة الكثمية دليل تضمن ذلك المفرد واوا واحدة وعلامة الجمع دليل تضمنه أكثر من واوا فهو مثل تضمن من لهمزة الاستفهام أو إلى الشاطية قلنا بل أهدر معنى العطف لو سلمنا أن عصده كان ذلك وجعل المفرد في المثنى واطعا على شيئين بلفظ واحد لا على وجه العطف كلفظ كده سواء إلا أن كده لن يقع على المفرد فيحتاج إلى علامة المثنى بفلاف زيت فإنه محتاج عند التثمية إلى علامتها لأن لا يلتبس بالواحد وكذا تقول جعل المفرد في المجموع جمع السلامة واطعا على أشياء كلفظ كل فاحتاج إلى علامة الجمع رفعا بالنبس فإذا ثبت هذا قلنا ليس كل مفرد يقع على ذي أجزاء متبمنة لواو العطف وإلا وضب بناء عشرة وخمسة وغير ذلك من ألفاظ العدد ونحو كل وجميع ورجال بل نقول وقع اللفظ على الجزئين المتساوين في نسبة الحكم إليهما أو على الأجزاء المتساوية فيها على وجهين إن دواو العطف ظاهرا نحو جاءني زيد وعمر أو مقدرا كجاءني الخمسة عشر وذلك إذا لم توضع كلمة واحدة للمجموعة وإما بكلمة صالحة للمجموع وضعا وهذا على ضربين إن أن توضع الكلمة للمجموع بعد وضعها المفرد كلفظ المثمن والمجموع أو توضع للمجموع أولا نحو كلا وجميع ومن فوق الواحد إلى العشرة من ألفاظ العدد إلى العشرة وينطر مذهب الزجاج إعراب نحو مسلمات ورجال اتفاقا مع الطراد من ذكره فيهما أيضا رموان المقصور والمندود كيفية تفليتهما قوله والمقصور إن كان ألفه عن واو وهو ثلاثي قلبت واو وإلا فدمياء والمندود إن كانت حمزته أصلية ثبتت وإن كانت للتأميش قلبت واو وإلا فالوجهان يعني بالمقصور ما آخره ألف لازمة احتراجا من نحو زيدا في الوقف وثمه مقصورا لأنه ضد المندود أو لأنه محبوس عن الحركات والقصر الحبس فإن كان ألفه عن واو أي عوضا من الواو وهو ثلاثي قلبت واو اعلم أن الكلمة قد يلحقه التغيير عند التثمية فتعرض المصنف لذكر ذلك وهو في ثلاثة أنواع المقصور والمندود والمحذوف آخره اتباطا فالمقصور إن كان ثلاثيا وألفه بدر من الواو رد إلى أصله برم يحدث للساكنين لأنه يلتبس بالنفرد عند حدف النوم للإضافة وإذا رد إلى الأصل صلمة الواو وليها ولم يقلب ألفا لأنه يعاد إلى ما فر منه وإن ما دع رد الواو من الثلاثي إلى أصله دون الواو مما فوقه لخفة الثلاثي فلم تستثقل معه الواو وإن كانت الألف الثالثة أصلا غير من قلبة عن شيء كمتى وعلى وإلى وإذا أعلانا فإن الألف في الأسماء العريقة في البناء الأصل أو كانت مجهورة الأصل وذلك بأن تقع في متمكن الأصل ولم يعرف أصلها فإن سمع فيه الإمالة ولم يكن هناك ساب بالإمالة غير انطلاع انطلاب الألف عن الياء وجد قلبها ياء وإن لم تسمع فالواو أولى لأنه أكثر وقال بعضهم بل الياء في النوعين أولى سمعت الإمالة أولى لكونها أخف من الواو وقال الكسائي إن كانت الألف الثالثة من قلبة عن الواو في كلمة المبنونة الأول كالبحة أو مكسورته كالربا وجد قلبها ياء لأن لا تتثاقل الكلمة بالواو في العجز مع الضمة أو الكسرة في الصبر فيميل مثل هذا الألف فيميل مثل هذه الألف ويكتبها ياء وعموم قلب كل ثالث أصلها واو أشهر قوله وإلا فبلياء أي وإلا يجمع الشرقين وهما كونهم ثالثا وعنواو وذلك إما بأن يكون ثالثا عنياء كالفتى والرحى أو زائد على الثلاثة عنواو كالأعلى والمصطفى والمستسفى أو ياء كالمرمى والمرتمى والمستسقى أو زائد على الثلاثة زائد للتأميس كالخبلة والقصيرة والخليفة أو للإلحاق كالأرطى والحبنطى أو للتكسير كالقبعثرة والكنثرة وقد تخلف الألف الزائد خامسة فصائدة في التثمية والجمع بالألف والتأ كما في زبعرى وقد عثى ولا يقاس عليه خلافا للكوفيين وإنما قول مذروان لا مذريان لأنهم إنما يقلبون الألف الثابتة في المفرد ياء عند تثمية وهذا هنا لم تثبت ألف قط حتى تقلب ياء إذ هو مسمى لن يستعمل واحده قوله إن كان منبودا إلى آخره المنبود على أربعة أضرب لأن الهمزة إما مبدلة من ألف التأميس كحمراء أو من الإلحاق كإلباء أو من قلبة عن واو أو ياء أصلية ككساء ويداء أو ياء أصلية كقراء كقراء ذي بالقراءة فالتي بالتأميس تقلب في الأشهر واواء أن القلب فبكونها زياية محضة فهي بالإلباء الذي هو أخف أولا من غيرها مع قصد الفرق وأن قلبها واو دون الياء فلوقوعها بين ألفين فباله في الهرب من اجتماع الأمثال لأن الوا أقرب إلى الألف من الواو ولكون الواو والهمزة متقاربين في الثقل وربما سحعت فقيل حمراءان وحكى المبرد عن المنزمي قلبها ياءا نحو حمراءان والأعرف في الأصلية بقاؤها في التثمية الهمزة وحكى أبو علي عن بعض العرب قلبها واو محو قرآوان وأن التي للإلحاق والمنقلبة عن الواو والياء الأصليتين فيجيب قلبها واو وبقاؤها همزة لأن عين همزتها ليست بأصلية فشابهت همزة حمراء وإحدهما مقلبة عن أصلية والأخرى عن واو أو ياء ملحقة بالأصل فشابهت همزة قرآوان إلا أن إجبال الملحقة واو أولى من تصحيحها لأنها ليست أصلا ولا عرب من أصل ما يقلبون الواو أو الياء المتطرفة بعد الألف الزائدة همزة كمن في كساء ورداء ثم في التثمية إما أن يصحوا الهمزة أو يقلبوها واو وهنا لم تتظرف الياء حتى تقلب همزة إذ لم يستعمل واحد ثنيين فالألف والمين هو هنا لازمين كما في بذرواني ففي نياني كثقاية وعناية وجاء حذف زائدة التأميث إذا كانت فوق الأربعة نحو قاسعان وخمسسان للطول وليس بقياس خلافا بالكوثيين وأنا ما خلف آخره اعتباطا فإن كان المحذوف رد في الإضافة وجد رده في التثمية أيضا وهو أب وأخ وهم وهم لا غير تقول أبواني وأخواني وحنواني وهنوان وربما قيل أباني وأخاني وأما فوق فلم ترب اللام في التثمية لما لم ترب في الإضافة وإنما يسمى بقلب واوه مينة كما في الإفراد نحو فمان وإنما لم يقل فوان كما قيل ذوى مال لأنه لازم الإضافة بخلاف سنة فيعوده متحسن من الحذ لأنه ما التنمين فأجري أن سنة كل من منهما مجرى مصابه لأعود التثمية وقد جاء في الشاي فنوان قالا هما نفسا سيسيا من سنويهما على النابح العاوي أشد رجاني فقيل هو جمع بين العوض والمعوض منه فيكون ضرورة وقيل هو مما اعتقد على لامه الواي والهاء كثنيه وثنيه فلا يكون إذن ضرورة وقد جاء في ميال وهو أبعد وربا لان ذات في التثمية لا لا نبو فقالوا ذات مال وقد جاء أيضا ذات مال وهو قليل وعما نخو غد ويد ودم مما لم تربى لا مهم في الإضافة فلا ترد أيضا في التثمية يقال دماني ويداني وأما يديان قال يديان بيضاواني عند من الحلم قد تنعانك أن تضعن وتضهدى فعلى لغة من طالف المفرد يدي كرحا وقد جاء دميان ودموان قال فلو أن على حجر ذبشنى جرب دميان بالخبر اليقيني قال الزهري لا نهواو وإنما قالوا بنيا يدمى كربيا وربا من ردوان ولعل ذلك لأن ذوات الواو أكثر فبنيان شاهدون عنده قال صيبويه هو ساكم العين لزمعه على دماء ودمي كذباء وذبين ودلاء ودلين ولو كان كقفا لم يجمع على ذلك فبنياني أو بنوانهم عنده مثنى دماء لأنه لغة في دم ومثنى دماء فقط وقال مدرد أصله فعلا محرك العين ولانه إياه فدموان شاذ عنده قال ودليل تحرك عينه تثنيته على دميان قال ألا ترى أن الشاعر لما اضطر أخرجه على أصله في قوله فلسنا على الأعقاب تبنى كل يومنا ولكن على أعقابنا يبطر الدماء قال فإن طيب قد جاء ودياني كدميان مع أن يد ساكنة العين اتفاقا فالجواب أنه مثنى يداء وهي لغة في يد لا مثنى يد قلت ولصدوله أوضا أن يقول دمى لغة في دم كيداء لغة في يد والمشهور أن يداء في الأصل ساكن العين لأن الأصل السكون ولا يحكم بالحركة إلا بثبت ولم يستبعد الثيرافي أن يكون أصل يد فعل متحرك العين كقوله يا رب سار بات ما توسد إلا ذراع العنس أو كف اليد فأما ما خدث لامه لعمة المذبة فهي إما مقصور منو وقد ذكرناه وإما منقوس كذلك ولا تحدث الياء في تثنية المنقوس مع أن بعدها ساكن كما حدثت مع التنمين لأن ياءه واجبة الفتح مع ذلك الساكن فلا يلتقي ساكنان كما لم يلتقي مع التنمين في حال النسب نحو رأيت قاضين تقول قاضيان وقاضيين قوله وقد تحدث منوه للإضافة وقد فتاء التأمين في خصيان وأليان إنما تحدث منوه في الإضافة لما مر في أول الكتاب من أنه دليل تمام الكلمة وقد تسبط الضرورة كقوله هما خطة إن إسار ومنة وإما دم والقتل بالحر أجدر برفع الإسار أما إذا جر فبالإضافة وإما فصل وقد تسقط لتقصير السلة كالباربة زيدا بالنسب على ما يجيء في اسم الفاعل قوله وخذفت تاء التأمين في خصيان وأليان إعلم أنه يجيذ خصيتان وأليتان اتفاقا قال متى تلقني فاربين ترجف روانف متى ما تلقني فاربين ترجف روانف اليتيك وتستطار وقال بلى أير الحمار وخصيتاه أحب إلى فزاعة من فزار فأما خصيتان وأليان فقال أبو علي الوجب في ذلك أنه لما كان خصيتان لا تنفرد إحداهما عن صاحبتها صار اللفظ الدال عليهم معن أي لفظ التثمية موضوعا وضعا أول على التثمية كما في مذروين وكذا أليان وليس خصية وأليه مفردين لخصيان وأليان بل مفردهما خصي وإلي في التقبير ومن ثم خصية وأليه خصيتان وأليتان وطول بل أليان وخصيان من ضرورات الشعر فإنهما لم يأتي ألا فيه قال يرتج ألياه ارتجاج الوطبي وقال كأن خصيه من التدلبل ضرف عجوز في جثنت حنظلي وفي غير الضرورة لا تخلف التاء منهما وقيل خصي وألي مستعمران وهما لغتان في جنا وإن كانتا أقل منهما استعمالا وعلم أنه إذا أضيف لفدا أو معنى الجزآن إذا نضب منهما فإن كان المتضمنان بلفظ الواشد فلفظ الإفراد في المضاف أولى من لفظ التثنية قال كأنه وجه تركيين قضى عرب مستهدف لطعان غير من جشري والإضافة معنى كقولك حي الله وجه للزيدين ثم لفظ جمع فيه أولى من الإفراد كقوله تعالى فقد صغت قلوبكما وذلك باستكراههم في الإضافة اللفظية الكثيرة باستعمال فاجتماع نفلون مع اتصاله ما لفظ ومعنى أن لفظا فبالإضافة وأن معنى فلأن الغرض أن المضاف جزء المضاف إليه مع عدم اللبس بترك التثمية ثم قولة المعنوية على اللفظية فإن أدى اللبس لم يجز إلا التثمية عند الكوفيين وهو الحق كما يجي تقول قلعت عينيهما إذا قلعت من كل واحد معينه بل قلعت من كل واحد معينه وأن قوله تعالى فاقطعوا أيديهما فإنه أراد أيمانهما بالخبر والإجماع وفي قراءة المسعود فاقطعوا أيمانهما وإنما اختير الجنة هذا الإفراد لم ينسبته للتثمية في أنه ظن منفرد إلى شيء آخر ولذلك قال بعض الأصوليين إن لن الجمع في مثله لا يجوز إلا مع قرية ظاهرة كما في الآية وقد جمع بين اللغتين من طال ظهراهما مثل ظهور الترسين فإن فرق المتمنين بالعطف اختير الإفراد على التثمية والجمع نحو نفس زيد وعمر ليكون ظاهر المضاف معفقا لظاهر المضاف إليه وإن لم يكن المضاف جزء المضاف إليه بل كان من فصلين فإن لم يؤمن اللبس نحو لقيت ظلام الزيبين فتثمت المضاف واجبة وإن أمنا جاذب الهبو قياس وفاقا للفراء ويونس خلافا لغيرهما فإن هم مجوزونه سماعا نحو بعرحا لهم وإن نا أمنا اللبس لأنه لا يكون للبعيرين إلا رحلان والدمير الراجع إلى كل ما ذكرنا مما رفضه يخالف معناه يجيز فيه مراعاة اللفذ والمعنى نحو نفوسكما أعجبتاني وأعجبتني وكب الوصف والإشارة ونحو ذلك غوال موطع المفرد موطع المثنى والجمع وقد يقع المفرد موطع المثنى فيما يفتحبان ولا يفتريقان كالرجلين والعينين تقول عيني لا تنام أي عيناية وقليل منه قوله حشايا على جنب ذكي من غضى وعيناي في رول من الحسن ترتعوا وقد يقع المفرد موطع الجنب كقوله تعالى ويكونون عليهم ضد وقوله تعالى وهو لكم عدو وذلك لجعلهم كذات واحدة في الاجتماع والترافد كقوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون كنفس واحدة ومن قيام المفرد مقام الجنب قوله كلوا في بعض بطنكم متعفوا فإن زمانكم زمن خميس وقد يقول فعلا مقام فعلا فقوله تعالى ألقيا في جهنم إما على تأولي ألقي ألقي فقامة بتكهير الفعل مقامة تثنيه الفاعل بالملابسة التي بينهما ومن ثمه فسر قوله تعالى رب ارجعون ارجعني 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 وإما لأن أكثر مفقاء ثلاثة فكل واحد منهم يخاطب صاحبوه في الأغلب فيخاطب الواحد أيضا مخاطبة الاثنين لتمره ألثنتهم عليه وقد يقدر تسمية جزء بثن كل فيقع الجنع مقام واحده أو نسميه نحو قولهم جب مذاكيره وبعور من أصحب العثانين وقطع الله خصاه ويجوز تسمية اسم الجنع والمكسر غير الجنع الأقصى على تأول فرقتين قال قال لما إبلان فيهما ما علمتنا فعن أيهما ما شئتم فتنكلوا وقال لأصبح الحي أودادا ولم يجدوا عند التفرق في الهيجة جمالين ولا يجوز لنا نساجدان غوان الجنع تعريفه والفرق ما ظل على متعدد كاسم الجنع واسم الجنس قوله المجموع ما ظل على آحاد مقصوية لحروف مفردة بتغوير ما فنحو تمر وركب ليس بجنع على الأصح ونحو فرك جنع قوله ما ظل على آحاد يشمل المجموع وغيره من أثم الجنس كثمر ونفر واسم جنع كرحط ونفر والعود كثلاثة وعشرة ومعنى قوله مقصودة بحروف مفردة بتغوير ما أو تقصو تلك الآحاد ويدم عليها بأن يؤتى بحروف مفرد ذلك الدال عليها مع تغوير ما في تلك الحروف إما تغيير ظاهر أو مقدر فالظاهر إما بالحرف كمسلمون أو بالحركة كأث في أسد أو بهما كرجال وغرف والتغيير المقدر كهجام وفوك فقوله بتغيير ما أي مع تغيير وهو حال من قوله حروف مفردة أي كائنة مع تغيير ما ودخل في قوله تغيير ما جمع السلامة لأن الوا والمون في آخر اسم من تمامه وكذا الألف والتاء فتغيرت الكلمة بهذه الزيادات إلى صيرة أخرى وخرج بقوله مقصودة بحروف مفردة بتغيير ما اسم جمع مثل إبل وغنم لأنهما وإن بلت على آحاد لكن لم يقصد إلى تلك الآحاد بل أخذت حروف مفردهما وغيرت بتغيير ما بل آحادها الفار من غير لفظها كبعير وشاك فإن قيل فمحوا ركب في راكب وطلب في طالب وجامل وباقر في جمل وبقر داخل فيه إذ آحادها من لفظها كما رأيت أخي راكب مثلا وغيرت حروفه فصار ركب قلت ليس راكب من مفرد ركب ولن اتفق اشتراكم في الحروف الأصلية وإنما قلنا ذلك لأنه لو كانت دموعا لهذه الآحاد لم تكن دموع عقلة لأن أوزانها محفورة كما يجي بل دموع كثرة وذنم الكثرة لا يصذر على لفظه بل يرد إلى واحده كما يذوء في باب التصوير وهذه لا ترد نحو ركب وجوه وأيضا لو كانت دموعا لربت في النصب إلى آحادها ولم يقل ركبي وجاملي وأيضا لو كانت دموعا لن يذوز عور الدمير الواحد إليها قال فإن تكذا شاء كثير فإنهم لهم جامل ما يهدأ الليل سامره وقال فعدت رشاشا ثم نرت كأنها مع الصبح ركب من أخابة مجفل انتهى الوجه الأول الوجه الثاني يبدأ حالا نواصل القراءة تحت عنوان الجمع ويخرج اسم الجنس أي الذي يكون الفرق بينه وبين مفرده إما بالتاء نحو تمرة وتمر أو بالياء نحو رومي وروم وذلك لأنها لا تدل على آحاد إذ اللفظ لم يوضع للآحاد بل وضع لما فيه الماهية المعينة سواء كان واحدا أو مثن أو جمعا ولو سلمنا الدلالة عليها فإنه لا يدل عليها بتغيير حروف مفرده فإن طيل أليس آحاده أخذت وغيرت حروفها بحذف التاء أو الياء قلت ليس ذو التاء ولا ذو الياء مفردين لاسم الجنس للأوجه الثلاثة المذكورة في اسم الجنس ونزيد عليه أن اسم الجنس يقع على القبير والكثير فيقع التمر على التمرة والتمرتين والتمرات وكذا الروم فإن أكلت تمرة أو تمرتين وعاملت روميا أو روميين جاز لك أن تقول أكلت التمر وعاملت الروم ولو كان جمعين لم يجز ذلك كما لا يقع رجال على رجل أو رجلين بلى قد يكون بعض الأجناس مما اشتهر في معنى الجمع فلا يطلق على الواحد والاثنين وذلك بحسب الاستعمال لا بالموضع كلفظ الكلم وعند الأخفش جميع أسماء الجموع التي لها أحد من تركيبها كجامل وباقر وركب جمع خلافا لسيبويه وعند الفراء كل ما له واحد من تركيبه سواء كان اسم جمع كباقر وركب أو اسم جنس كتمر وروم فهو جمع وإلا فلا وأن اسم الجمع واسم الجنس اللذان ليس لهما واحد من لفظهما فليس بجمع اتفاقا نحو إبل وتراب وإنما لم يجئ لمثل تراب وخل مفرد بالتاء إذ ليس له فرد مميز عن غيره كالتفاح والتمر والجوز والفرق بين اسم الجمع واسم الجنس مع اشتراكهما في أنهما ليس على أوزان جموع التكسير لا الخاصة بجمع القلة كأفعلة وأفعال ولا المشهورة فيه كفعلة نحو نسوة أن اسم الجمع لا يقع على الواحد والاثنين بخلاف اسم الجنس وأن الفرق بين واحد اسم الجنس وبينه فيما له واحد متميز إما بليا أو التا بخلاف اسم الجمع فإن قيل فقد خرج بقولك مقصوة بحروف مفردة بعض الجموع أيضا أعني جمع الواحد المقدر نحو عبابيد وعبابيد بمعنى الفرق ونسوة في جمع امرأة فيمدغي أيضا أن يكون من أسماء الجموع كإبل وغنم قلت إن أسماء الجموع كما مر هي المفيدة لمعنى الجمع مخالفة لأوزان الجموع الخاصة بالجمع والمشهورة فيه ونحو عباديد وعبابيد وزن خاص بالجمع ونحو نسوة مشهور فيه فوزنها أوجب أن تكون من الجموع فيقدر لها واحد وإن لم يستعمل كعباد وعبدود ونساء كغلام وغلمة فكأن له مفردا غير تغيرا ما وقد ألحق بجمع الواحد المقدر نحو مذاكير في جمع ذكر ومحاسن في جمع حسن ومشابه في جمع شبه وإن كان لها واحد من لفظها لما لم يكن قياسيا فكأن واحدها مذكور أو مذكار ومحسن ومشبه وكذا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في جمع الحديث وليس جمع الأحدوثة المستعملة لأنها الشيء الطفيف الرذل حوشي صلى الله عليه وسلم من مثله وما يقع على الجمع وعلى الواحد أيضا مما ليس في الأصل مصدرا يوسف به يعرف كونه لفظا مشتركا بين الواحد والجمع أو كونه اسم جنس بأن ينظر فإن لم يثن إلا لاختلاف النوعين فهو اسم جنس كالتمر والعسل وإن ثني لا لاختلاف النوعين فهو جمع مقدر تغييره كهجان بمعنى الأبيض وكالفلك والدلاص تقول في التثنية هجاناني وفلكاني ودلاصان فهجان ودلاص في الواحد كحمار وكتاب وفلك كقفل وفي الجمع كرجال وخضر الحركات والحرف المزيد غير حركات المفرد وحرفه تقديرا وأما الوصف الذي كان في الأصل مصدرا نحو صوم وغور فيجوز أن يعتبر الأصل فلا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث قال الله تعالى حديث ضيف إبراهيم المكرمين وقال نبأ الخصم إذ تسور المحراب ويجوز اعتبار حاله المنتقل إليها فيثنى ويجمع ويقال رجلان عدلان ورجال عدول وأن تاء التأنيث فلا تلحقه لأنها لا تلحق من الصفات إلا ما وضع وصفا وأن قوله تعالى وهم لكم عدو وقوله ويكونون عليهم ضد فليس باسم الجنس إذ يقال عدواني وضدان لا لاختلاف النوعين ولا مشتركا بين الواحد والجمع كهجان لأنهما ليس على وزن الجمع ولا اسم جمع كإبل لوقوعهما على الواحد أيضا ولا مما هو في الأصل مصدر إذ لم يستعمل مصدرين بل هما مفردان أطلقا على الجمع كما ذكرنا قبل عنوان أنواع الجمع جمع المذكر السالم قوله وهو صحيخ ومكسر الصحيخ لمذكر ومؤمث المذكر ما لحق آخره واو مضمون ما قبلها أو ياء مكسور ما قبلها ونون مفتوحة ليدل على أن معه أكثر منه فإن كان آخره ياء قبلها كسرة حدفت مثل قابون وإن كان مقصورا حدفت الألف وبقي ما قبلها مفتوحا مثل مصطفون قيل قد تكسر نون الجمع ضرورة قال عرفنا جعفرا وبني رياح وأنكرنا زعانف آخرين ويمكن أن يكون جعل النون معتقب الإعراب أي زعانف قوم آخرين ولا يخر المفرد في جمع المذكر السالم أن يكون صحيحا أو لا وقد مضى حكم الصحيح والمعتل إما أن يكون منقوسا أو مقصورا أو غير ذلك فما هو غير ذلك في حكم الصحيح كربيون ودلون في العاقل المسمى بربي ودلو والمنقوس تحذف ياؤه وذلك لأنها تنضم قبل الواو وتنكسر قبل الياء والضم والكسر مستثقلان على الياء المكسور ما قبلها طرفا كما في جاءن القاضي وهذه الياء مع واو الجمع ويائه في حكم الطرف لعدم رزومهما فحذف فالتقى ساكنان فحذف أولهما كما هو القياس في الساكنين الذين أولهما حرف مد فضمنا قبل الواو لمناسبتها للضمة كما في الصحيح ولو أبقلت الكسرة مع بقاء الواو بعدها لتعثر النطق بها ولو قلبت الواو ياءن لم يبق فرق بين رفع الجمع وغيره من النصب والجر فإن قيل فكذا في نحو مسلمية قلت ذلك الياء الإضافة التي هي على شرف الزوال عما في حال النصب والجر فحذفت الياء وبقيت الكسرة على حالها لكون ياء الجمع بعدها ولم تحذف ياء المنقوص في المثنى لأنها تنفتح كما ذكرنا قبل ألف المثنى ويائه والفتحة لا تستثقل على الياء كما في رأيت القاضية وإن كان الاسم مقصورا حذفت الأله في الأحوال للساكنين نحو مصطفون ومصطفين والعيسون والعيسين وإنما قذفت في الجمع وقلبت في المثنى مع التقاء الساكنين فيه أيضا وكون أولهما حرف مد إما لأنه لو حذفت في المثنى أيضا لالتبس في الرفع إذا أضيف بالمفرد نحو جاءني أعلى إخوتك بخلاف الجمع فإنك تقول فيه أعلى إخوتك وأعليهم فلا يلتبس به وإما لأن فتحة الواو والياء قبل الألف أو الياء في نحو عصوان وعصوين ورحيان ورحيين أخف من ضمتهما أو كسرتهما قبل الواو والياء ومن ثمة لا ترى في الطرف نحو غزووت ورمييت كما ترى نحو غزوان وغليان فإذا لم يأتي ذلك في الطرف مع كون الواو المضمومة في نحو غزووت ولياء المكسورة في رمييت في حكم الوسط للزوم الواو والياء بعدهما كما في سبروت وإفريت فما ظنك بنحو أعلوون وأعليين مع عدم لزوم واو الجمع ويائه بل يجيء مثله في الوسط نحو قول وطويل وغيور وبيع والكوفيون يرحقون ذا الألف الزائدة بالمنقوص جوازا فيقولون العيسون بضم السين والعيسين بكسرها عنوان شرط جمع المذكر السالم قوله وشرطه إن كان اسما فمذكر علم يعقل وإن كان صفة فمذكر يعقل وأن لا يكون أفعل فعلاء مثل أحمر ولا فعلان فعلاء مثل سكران ولا مستويا فيه مع المؤنث مثل جريح وصبور ولا بتاء تأنيث مثل علامة قوله وشرطه أي شرط جمع المذكر السالم إذا كان اسما أي غير صفة قال في الشرح كان مستغنيا عن قوله مذكر لأن الكلام في جمع المذكر وإنما ذكره ليرفع وهما من يظن أن قوله جمع المذكر السالم كاللقب الذي يطلق على الشيء وإن لم يكن تحته معنا كما يسمى الأبيض بالأسود فيقال جمع المذكر لغير جمع المذكر أو ليرفع وها من يذهل عن تقدم التذكير ولا شك في برودة هذين العذرين ثم قال أو يظن أن طلحة داخل فيجمعه على طلحون وهذا أيضا ليس بشيء لأن نحو طلحة إن خرج بقوله فمذكر يخرج أيضا بقوله جمع المذكر وإن لم يخرج بالأول لأنه مذكر المعنى لا مذكر اللفظ لم يخرج بالثاني أيضا وكان عليه أن يقول شرطه التجرد عن التاء ليدخل فيه نحو ورقاء وسلم اسمي رجلين فإنهما يجمعان بالواو والنون اتفاقا ويخرج نحو طلحة وحده هو أعلم أن شروط جمع المذكر بالواو والنون على ضربين عام للصفات والأسماء وخاص بأحدهما فالعام لهما شيئاني أحدهما التجرد عن تاء التأنيث فلا يجمع نحو طلحة في الأسماء وعلامة في الصفات بالواو والنون خلافا للكوفيين وابن كيسان في اسم للتاء فإنهم أجازوا طلحون بسكون عين الكريمة وابن كيسان يفتحها نحو طلحون قياسا على الجمع بالألف والتاء كالطلحات والحمزات وذلك لأن حقه الألف والتاء كما قال أراضون بفتح الراء لما كان حقه الألف والتاء والذي قالوه مخالف للقياس والاستعمال أما الاستعمال فنحو قوله نظر الله أعظما دفنوها بسجستان طلحة الطلحات وأما القياس فلأن التاء لو بقيت مع الواو والنون لاجتمعت علامة التذكير والتأنيث وإن حذفت كما عملوه حذف الشيء مع عده ما يدل عليه وغلب على الظن أنه جمع المجرد عنها لكثرة جمع المجرد عنها بالواو والنون ولو جاز في الاسم لجاز في الصفة نحو ربعون وعلامون ولا يجوز اتفاقا وإن قاسوا ذا التاء على ذي الألف فليس لهم ذلك لأن الألف المنبوية تقلب واوا فتنحي صورة علامة التأنيث وإنما قلبوها واوا دون الياء لتشابههما في الثقل كما قيل في صحراوات والألف المقصورة تحدث وتبقى الفتحة قبلها دالة عليها وإنما لم تحذف المنبودة والمقصورة نسيا حذف التاء لنزومهما الكرمة فكأنهما لامها فكأنهما لامها وذكر أن المازني كان يجيز في ورقاء الهمز في الواو لأجل الضمة قال السرافي هذا سهون لأن انضمامها لواو الجمع بعدها فهو كانضمام واو دلوك وانضمام واو أعلو القوم ولا يجوز الهمز فيهم اتفاقا وإنما يجوز همز الواو المضمومة ضمثا لازمة كما يجيء في التصريف وإذا سمي بسعاد وزينب وهند مذكر عالم جمعت أيضا بالواو والنون كما يجمع نحو زيد بالألف والتاء إذا سمي به مؤنث وكذا إذا سمي بأحمر مذكر عالم قلت أحمرون وأحامر وإن سمي به مؤنث قلت أحمرات وأحامر والثاني من الشرطين العامين أن يكون من قل العلم فلا يجمع نحو أعوج وفرس طويل بالواوي والنون وقد يشبه يشده غير ذوي العلم بهم في الصفات إذا كان مصدر تلك الصفات من أفعال العلماء كقوله تعالى أتينا طائعين وقوله فظلت أعناقهم لها خاضعين ورأيتهم لي ساجدين ومثله في العقل وكلهم في فلك يسبحون وقول المصنف علم يعقل ومذكر يعقل الأولى فيه أن يقول يعلم ليشمل نحو قوله تعالى فنعم الماهدون إذ لا يطلق عليه تعالى أنه عاطل لإيهام العقل لمنع من القبائح الجائزة على صاحبه تعالى الله عنها أروا كبيرا وإنما خص أورو العلم بالجمع المصحح بالواوي والنون لأنهم أشرف من غيرهم والصحة في الجمع أشرف من التكسير وأن اختصاصهم بالواو فلما مر في تعليل تخصيص ضمير العقلاء في نحو الرجال ضربوا بالواو وخص بهذا الجمع من بين العلماء الوصف والعلم دون غيرهما نحو رجل وإنسان أما العلم فتحصينا له بالتصحيح عن جمع التكسير الذي يكثر التصرف في الاسم باعتباره وعادة العلم جارية بالمحافظة عليه من التصرف بقدر ما يمكن وأيضا فإن العلم يلحقه الوهن بالجمع بسبب زوال التعريف العلمي كما مضى فيجبر بالتصحيح كما جبر في نحو قلون وكرون ولهذا تشارك باب العلم المجموع هذا الجمع وباب كرون في جواز جعل النون معتقب الإعراب وأن الوصف فلأنه لما وضع مشابها للفعل مؤديا معناه معلم بإعلاله مسححا بتصحيحه كما نبين في التصريف أريد أن تكون العلامة الدالة على صاحبه الذي يجري الوصف عليه في الجمع كعلامة الفعل وهي في الفعل واو نحو الرجال فعل ويفعلون فجعلت في الوصف أيضا واوى وإن كان واو الفعل اسما واو الاسم حرفا ويتناسب الواوين قبحا قام رجل قاعدون غلمانه كما قبحا يقعدون غلمانه ولما لم يكن في غير الوصف والعلم مختص به من المقتضيين للتصحيح لم يجوزوا تصحيحه والوصف الذي يجمع بالواو والنون اسم الفاعل واسم المفعول وأبنية مبالغة إلا ما يستثنى والصفة المشبهة والمنسوب والمصغر نحو رجيلون إلا أن المصغر مخالف لسائر الصفات من حيث لا يجري على الموصوف جريها وإنما لم يجري لأن جري الصفات عليه إنما كان لعدم دلالتها على الموصوف المعين كالضارب والمضروب والطويل والبصري فإنها لا تدل على موصوف معين وأن المصغر فإنه دال على الصفة والموصوف المعين معا إذ معنا رجيل رجل صغير فوزانه وزان رجل ورجلين في ذلالتهما على العاد والمعدود معا فلم يحتاج إلى ذكر عاد قبلهما كما تقدم وكل صفة تدل على الموصوف المعين لا يذكر قبلها كالصفات الغالبة ويفارقها أيضا من حيث إنه لا يعمل في الفاعل عملها لأن الصفات ترفع بالفاعلية والموصوف المصغر مفهوم من لفظه فلا يذكر بعده كما لا يذكر قبله فلما لم يعمل في الفاعل وهو أصل معمولات الفعل لم يعمل في غيره من الظرف والحال وغير ذلك وأن الخاص من شروط الجمع بالواو والنون فشيئان العالمية وقبول تاء التأنيث فالعالمية مختصة بالأسماء لما ذكرنا وقبول تاء التأنيث مختص بالصفات فلم نجمع هذا الجمع أفعل فعلاء وفعلان فعلاء وما يستوي مذكره ومؤنثه كما ذكرنا في باب التذكير والتأنيث وإنما اعتبر في الصفات قبول التاء لأن الغالب في الصفات أن يفرق بين مذكرها ومؤنثها بالتاء لتأديتها معنى الفعل والفعل يفرق بينهما فيه بالتاء نحو الرجل قاما والمرأة قامت وكذا في المضارع التاء وإن كان في الأول نحو تقوم والغالب في الأسماء الجوامد أن يفرق بين مذكرها ومؤنثها بوضع صيغة مخصوصة لكل منهما كعير وأتان وجمل وناقة وحصان وحجراء أو يستوي مذكرها ومؤنثها كبشر وفرس هذا هو الغالب في الموضعين وقد جاء بالعكس أيضا في كليهما نحو أحمر وحمراء والأفضل والفضلى وسكران وسكرى في الصفات كمرئ وامرأة ورجل ورجله في الأسماء فكل صفة لا تلحقها التاء فكأنها من قبيل الأسماء فلذا لم يجمع هذا الجمع أفعل فعلاء وفعلان فعلاء وأجاز ابن كيسان أحمرون وسكرانون وستذل بقوله فما وجدت بنات بني نزار حلاء إلى أسودين وأحمرين وهو عند غيره شاذ وأجاز أيضا حمروات وسكريات بناء على تصحيح جمع المذكر والأصل من نوع فكذا الفرع وقد شذ من هذا الأصل أفعل التفضيل فإنه يجمع بالواي والنون مع أنه لا تلحقه التاء ولعل ذلك جبرا لما فاته من عمل الفعل في الفاعل المظهر والمفعول مطلقا مع أن معناه في الصفة أبلغ وأتم من اسم الفاعل الذي إنما يعمل فيهما لأجل معنى الصفة كما جبروا بالواي والنون النقص في نحو قلون وكيرون وأردون على ما يجي وأجاز سيبويه قياسا لا سماعا ندمانون في قولهم ندمان لقبوله التاء كندمانه وكذا سيفانون لقولهم سيفانه قال سيبويه لا يقولون ذلك وذلك لأن الأغلب في فعلان الصفة ألا تلحقه التاء فندمانه وصيفانه كأنهما من قبول الشذوذ فالأولى أن لا يجمع هذا الجمع حملا على الأعمل الأغلب وأن نحو عريانون وخمصانون فيجوز اتفاقا لأن فعلان الصفة بضم الفاء ليس أصله عدم لحوق التاء ولما ندرت من بين الصفات التي يستوي مذكرها ومؤنثها عدوه حملا على صديقه ومسكينه حملا على فقيره قال بعضهم فيجوز في مسكين وعدو مسكينون وعدوون ثم يجوز في المؤنث حملا على المذكر مسكينات وعدوات وهذا قياس لا سماع كما قال سيبويه في نبنانون وشدت من هذا الأصل صفة على خمسة أحرف أصلية كصه صلق فإنه يستوي مذكره ومؤنثه مع أنه يقال صه صلقون وصه صلقات لأن تكسير الخماسي مستكرة كما يجيء في بابه فلم يبقى إلا التصحيح قوله وشرطه إن كان اسما فمذكر علم عبارة ركيكة وذلك لأنه لا يجوز أن يكون قوله إن كان اسما فمذكر شرطا وجزاء خبرا لقوله وشرطه لأن المبتداء المقدر إذن بعد الفاء ضمير راجع إلى اسما أي فهو علم فتخرج جملة من ضمير راجع إلى المبتدأ الذي هو شرطه مع أنه لا معنى إلا لهذا الكلام ومعنى الكلام إن كان اسما فشرطه أن يكون علما فيكون على هذا جواب الشرط مدلول الجملة التي هي قوله شرطه فمذكر وفيها محذورات الأول دخول الفاء في خبر المبتدأ مع خلوه من معنى الشرط كقوله وقائلة خولان فانكح فتاتهم عند الأخفش والثاني أن الشرط كونه مذكرا وليس في الخبر ما يجعله بمعنى المصدر والثالث أن إلغاء الشرط المتوسط بين المبتدأ والخبر ضرورة كقوله إنك إن يسرع أخوك تسرع كما يجيء في دابه فلا يقال زيد إن لقيته مكرمك ويمكن أن يعتذر بأن الشرط والجزاء خبر المبتدأ والتقدير فهو حصول مذكر على أن الضمير المقدر بعد الفاء راجع إلى قوله شرطه والمضاف إلى الخبر محذوف مع تعسف في هذا العذر وكذا قوله بعد وإن كان صفة فمذكر قوله ولا مستويا فيه مع المؤنث عبارة أسخف من الأولى لأن مستويا عطف على أفعى الفعلاء فيكون المعنى وأن لا يكون الوصف المذكر مستويا في ذلك الوصف مع المؤنث ولا معنى لهذا الكلام وكيف يستوي الشيء في نفسه مع غيره ولو قال لا مستويا فيه المذكر مع المؤنث لكان شيئا عنوان حذف نون جمع المذكر وما شذ جمعه بالواو والنون قوله وتحذف نونه للإضافة وقد شذ نحو سنين وأراضين أما حذف النون فقد مضى في المثنى وقد تحذف النون للضرورة كما في المثنى أو لتقصير الصلة كما في قوله الحافظ عورة العشيرة لا يأتيه نون ورائهم نطفوا وربما سقطت قبل لا من ساكنه اختيارا كما جاء في الشواذ إنكم لذائق العذاب بنسب العذاب تشبيها لها بالتنوين في نحو قوله وحاتم الطائي وهاب المئي قوله وقد شذ نحو سنين الشاذ من جمع المذكر بالواو والنون كثير منها أبينو أبينون قال زعمت تماضر أنني إما أمت يسد أبينوها الأصائر خلتي وهو عند البسريين جمع أبين وهو تصوير أبنى على وزن أفعل كأضحى فشنوده عندهم لأنه جمع لمصغر لم يثبت مكبره وقال الكوفيون هو جمع أبين وهو تصوير ابن مقدراء وهو جمع ابن كأذن في جمع دلو فهو عندهم شاذ من وجهين كونه جمع لمصغر لم يثبت مكبره ومجيء أفعل في فعل وهو شاذ كأجبل وأزم وقال جوهري شدوده لكونه جمع أبين تصوير بجعل همزة الوصل قطعا وقال أبو عبيد هو تصوير بنين على غير قياس ومنها دهيدهون وأبيكرون في قوله قد شربت إلا الدهيدهين قليسات وأبيكرين فهما جمع دهيده مصغر دهداه وهو صغار الإبل وجمع أبيكر تصغير أبكر مقدر كأضحى عند البصريين فهو شاذ من وجهين أحدهما كونه بالواو والنون في غير العقلاء والثاني كونه جمع مصغر لمكبر مقدر وهو عند الكوفيين جمع تصير أبكر جمع بكر فشذوذه من جهة جمعه بالواو والنون فقط كالدهيدهين ومنها ألو فإنه جمع ذو على غير رفضه ومنها عليون وهو اسم لديوان الخير على ظاهر وفسره الله تعالى في قوله كتاب مرقوم يشهده المقربون فعلى هذا ليس فيه شذوذ لأنه يكون علما منقولا عن جمع المنسوب إلى علية وهي الغرفة والقياس أن يقال في المنسوب إليها علي ككرسي المنسوب إلى كرسي وإن قلنا إن عليون غير علم بل هو جمع علية وليس بمنسوب إليها وهو بمعنى الأماكن المرتفعة فهو شاذ لعدم التذكير والعقل فيكون التقدير في قوله تعالى كتاب مرقوم مواضع كتاب مرقوم على حذف المضاف ومنها العالمون لأنه لا وصف ولا علم وأما العقل فيجوز أن يكون فيه على جهز التغليب لكون بعضه العقلاء ويجوز أن يدعى فيه الوصف لأن العالم هو الذي يعلم منه ذات موجده تعالى ويكون دليلا عليه فهو بمعنى الدال ومنها أهلون وشدوده لأنه ليس بصفة ويجوز أن يتمحل له ذلك لأنه في الأصل بمعنى الإنس وأن قوله وليدونكم أهلون سيد عمل لسن وأرقط ذهلون وعرفاء جيئل فإننا جمعه بالواو والنون مع عدم العقل لأنه جعل الذئب والأرقط والعرفاء بدل أهليه انتهى الشريط الخامس عشر من القسم الثاني من شرح الكافية لرضي الدين الاستراباذي وله بقية على الشريط السادس عشر ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا